اشتركوا في القناة 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 في طريقة اداء النادي الاهلي وليد ازارو ما شاء الله تعافى في التمرين وشفنا ان هو ادى بشكل قوي جدا ومن الوارد ان يكون له دور في هذا اللقاء حسام عشوري الناس كلها بتتكلم عنه وخليني اقول لحضرتكم قائمة النادي الاهلي اللي كابتن حسام البدري حطها لهذا اللقاء رأس المرمى الشريف اكرامي احمد عادل عبد المنعم ومحمد اش الناوي خط الدفاع سعد سمير رمي ربيع محمد نجيب احمد فتحي محمد هاني علي معلول وصبر رحيل وحسين السيد وفي خط الوسط حسام عشور عمر السلية يشام محمد عبدالله السعيد صالح جمعة وكريم ندفد خط الهجوم وليد سليمان مؤمن زكريا احمد حمودي احمد الشيخ ولكن استعد برا القائمة خلاص عشان الاصابة وليد ازارو عمد متعب جونيور اجايي وميدو جابر دول 25 لعيب اللي اختارهم كابتن حسام البدري في هذا اللقاء وكلهم قادرين على انهم يمثلوا النادي الاهلي شام محمد ابرز العناصر اللي هيبقى لها دور كبير جدا النهاردة غياب حسام عشور هيأثر الى حد ما ولكن عمر السلية اللعب الكثير من المبارات صراحة فيه محمد مكان حسام غالي شام محمد من اللعيبة اللي عندهم رؤية جيدة جدا للملعب يعرف يعمل الباستنج سكيلز عنده في شكل كويس او بيعرف يمرر لزملائه ودائما بيذهب الى الحل حتى الفترة القليلة لو حركوا تتذكروا لما نزل شام محمد فيه لقاء الترجي التونسي حسيت ان فيه فارق حسيت ان اللعيب بيقدر يمسك الكورة فيه وسط الملعب بيقدر يحرك زميله ودي من الحاجات اللي كان كابتن حسام البدري بيركز عليها في الفترة اللي فاتت في كل التمرينات اللي حصلت في تونس النادي الاهلي خد قرار مهم جدا والبقاء في تونس خلينا نشوف اخر اخبار رحلة النادي الاهلي وبعثة النادي الاهلي في تونس مع رسالة مرهيس القناة النادي الاهلي امير يشام امير اليك الكلام اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 بالتحدي الجزائر الجزائري أمام الوداد المغربي ده هيبقى أول اللقاءات والنجم الساحدي طبعا والنادي الأهلي اليوم على الملعب الأولمفي في سوسا وكاللقاء التحدي الجزائر أمام الوداد المغربي هيبقى على ملعب خمسة جويليا في الجزائر ده اللقاءات ذهاب دور النصف النهائي ده الفرق اللي نجحت فيه العبور والوصول إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وكل اللي حاركوا شايفين الأربع فرق من شمال أفريقيا وهو ده خلاص اتبت الحصار المنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ما بين الأربع فرق من شمال أفريقيا وهي اللي مسيطرة على القرى الأفريقية الآن هاخد حضراتكم لمشوار النادي الآلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيد النادي الآلي وجهه بدرس في جنوب أفريقيا وجهه هنا في مصر تغلب بهدف مقابل أشيء أعتقد اللي كان أحرازه أحمد دي حجازي في لقاء الإيابة في جنوب أفريقيا بدرس أمام الأهلي تعادل سلبي بدون أهداف ده كان في لقاء الإيابة في جنوب أفريقيا دخل النادي الأهلي دوري المجموعات ابتدى مواجهة زاناكو الزامبي في يوم السبس 13 مايو في 2017 وتعادل سلبي بدون أهداف في مصر ثم واجهه القتن الكاميروني في الكاميرون وتفوج بدفين مقابل لشيء ودي كانت انطلاقة النادي الأهلي مرة أخرى في دوري المجموعات ثم واجه النادي الأهلي في مصر الوداد المغربي وفاز عليه بهدفين مقابل لشيء والنادي الأهلي استمر في الانطلاق وخد كده ست نقاط ثم ذهب إلى الوداد المغربي في المغرب ووزم بهدفين مقابل لشيء ثم واجهه زاناكو الزامبي في زامبي وتعادل معه تعادل سلبي بدون أهداف قبل أن يستقبل القتن الكاميروني في مصر وهي تفوق عليه ثلاثة أهداف مقابل هدف وذهب النادي الأهلي في دور المجموعات كتاني المجموعة ثم واجهه التراجي الرياضي التونسي في دور الثمانية البداية في مصر تعادل اثنين الاثنين على ملعب برج العرب ثم فاز على التراجي التونسي في رادس في تونس بجافين مقابل لشيء قبل أن يواجه النجم الساحلي للقاء اللي هيقام اليوم بإذن الله ونتمنى التوفيق لنجمنا وأبطال أبطال النادي الأهلي اللي دايماً بيكونوا في المعاد والنادي الأهلي دائماً في دور الأبطال أفريكية وفي طولات أفريكيا دائماً يأتي مع الصعوبات نروح لمشوار النجم الساحلي فريق اللي هينافس النادي الأهلي في لقاء اليوم في بداية الدور التمهيدي لعب تندا من ساحل العاج وفاز عليه ثلاث أهداف مقابل لشيء وفي تونس في سوسا تفوق عليه بهدفين مقابل لهدف ده أمام تندا من ساحل اللعاج في دور المجموعات لعب في ريفيارو من موزنبيق وتفوق عليه بخمسة أهداف مقابل لشيء ثم تفوق على المريق السوداني في تونس بهدفين مقابل لهدف ثم واجه الإلال السوداني فرقتين من السودان كانوا مع النجم السحالي في المجموعة تعادل مع الهلال السوداني في السودان واحد بواحد ثم تعادل مع الهلال السوداني مرة أخرى في سوسا بهدف مقابل الهدف قبل أن يتعادل مرة أخرى مع فيروفيارو الموزنبيقي بهدف مقابل الهدف بعد كده واجه المريخ السوداني ولكن في السودان وتفوق عليه بتلات أهداف مقابل لشيء قبل أن يواجه الأهل الترابلس الليبي وتعادل معه سفر سفر ثم تفوق عليه في تونس بهدفين مقابل لشيء طبعا يذهب إلى مواجهة النادي الأهلي في الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا كامل مع حضراتكم إحسيات مواجهة النادي الأهلي والنجم الساحلي في البطولات الأفريقية فقط نادي الأهلي أمام النجم الساحلي في البطولات الأفريقية عدد المباريات 9 مباريات عدد الفوز مرتين للنادي الأهلي ومرتين للنجم الساحلي طبعا الهزيمة نفس الشيء خمس تعادلات ما بين الفريقين والنادي الأهلي أحرص ستة أهداف والنجم الساحلي أحرص خمسة أهداف أكبر فوز كان للنادي الأهلي في طبعا دوري أبطال أفريقيا 2005 ثلاث أهداف مقابل لشيء لو تفتكروا بأبو تريكا وأسامة حسني وبركات وأكبر فوز كان للنجم الساحلي كان ثلاث أهداف مقابل هدف في نهاي أفريقيا 2007 وكان بطل الحكم العرجون لو حضراتكم تتذكروا كمان أروح بقى مع حضراتكم تاريخ النادي الأهلي والنجم أفريقيا وعربيا كل المواجهات ما بينهم ما بين بعد على المستوى العربي والأفريقي 11 مباراة ما بين الفريقين برضو عدد الفوز متساوي وعدد التعادل متساوي زي زي عدد الهزيمة 12 هدف أحرصه النادي الأهلي مقابل 9 أهداف فارق 3 أهداف وزي ما حضراتكم عارفين فارق الفوز كان للنادي الأهلي وأكبر نتيجة ما بين الفريقين كيسة 3-0 على فكرة ما بين الفرق المصرية وبين الفرق التونسية قل ما ما بتلاقي فارق في الأهداف كبير لأن الفرق التونسية دائما وأبدا بتلعب على الديفنسيف تاكتيك ودائما بيعرفوا أن هما ينظموا نفسهم في الناحية ألا دفاعي خلينا نروح لهدفي إلا فريقين في طول الدوري أبطال أفريقيا لفريق النجمة ألا ده طبعا نجوم النادي الأهلي مؤمن زكريا وعمر جمال بيخش معهم جونير أجايي جابوا هدفين وعلى الجانب الآخر وأيضا عبدالله السعيد جابوا هدفين وبيخش معهم من الجانب الآخر ديجو فرياس لعب فريق النجمة الساحلي وجاب أربع أهداف مع طبعا عمر مرعي طبعا لعب المصري المحترف في النجمة الساحلي وأحرز هدفين خلينا نروح مع حضراتكم للتشكيل المتوقع اللي من المفترض أنه يبتدي به الفريقين خلينا نروح للتشكيل المتوقع للنادي الأهلي ووارد أن يكون فيه تعديلات في حرس المارمى شريف إكرامي الثنين قلبي يدفع سعد سمير ورامي ربيعة جانب الآيمن كالعادة أحمد فتحي الجانب الآيصر أيضا كالعادة علي معلول الدولي التونسي يشام محمد وعمر السولية ويشام محمد يبقى له دور كبير جدا فإنه هيعمل المسندة الهجومية مع عبدالله السعيد اللعب رقم عشر يشام محمد يلعب اللعب رقم تمانية اللي بيساند فيه الناحية الهجومية على الجانب الآيمن وليد سليمان على الجانب الآيصر جونيور أجاييه وفي الأمام المهاجم المغربي وليد أزارو قد يتغير الحال مع الكابتن حسام البدري ويبدأ بأجاييه كرأس حربة سريح ومن الوارد دخول مؤمن زكريا في الجانب الآيصر مكان أجاييه وليد أزارو بورق ربحة أو قد يتغير الحال ويبتدي النادي الآلي كما بدأ أمام الترجي بوجود أجاييه على دكة البودلاء واستعانى به كورق ربحة كل هذه الأمور وردة في سيناريوهات الكابتن حسام البدري هو الأدرى ديها في خلال المباراة نروح لنجم ألا ساحلي ألا تونسي فريق النجم الساحلي ألا تونسي في حراس المرمى أسامة البلبولي في قلبي دفاع محمد كناتي ورامي البدوي خط ألا دهر برضو بيتكون من حمدي النجاز الجانب الآيمن وده من أهم اللعيبة المميزين في فريق النجم ألا ساحلي أيضا الجانب الأيصر فيه عليه ألا بريدي وأمامه محمد أمين كلاعب وسط الراعتكاز مع أمين الترابولسي خمزة الأحمر هو محور أداء الهجوم لفريق النجم الساحلي هو اللعيب اللي بيمرر لعب رقم سبعة وهو اللي بيلعب كشكل صانع ألعاب وممول لكل الناحية الهجومية لفريق النجم الساحلي أمين الشرميتي اللعب المخاضرم في الأمام خليل بنجورة لعيب محترف غيني على أعلى مستوى وفي الأمام اللعب المهاجم المصري الخطير عمر مره من اللعيبة اللي بتجري كتير جداً والنادي الآلي وقلبي دفاعه لازم يعملوا حسابهم أمام هذا اللعب لأنه من اللعيبة اللي بتجري معدل جاريه كتير جداً وهي هينهج دفاعات النادي الآلي في الجاري ده أبرز ما جاء في التشكيل المتوقع قد يتغير أيضاً مدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي احنا لسه عندنا كلام مع زميلنا أمير الشام وآخر أخبار كوليس النادي الآلي وبعثة النادي الآلي في تونس أمير ماذا لديك محمد وتحاتي الكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان خلاص لحظات الأخيرة والساعات الأخيرة للاستعداد النادي الآلي لهذه المباراة الهمة جداً أمام فريق النجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي من دور أبطال أفريقيا خليني أقولك وأقول لكل جمهوري نادي الآلي أن الفريق خلاص مستعد في شكل كبير جداً لهذه المباراة في حلم التركيز عالي قوي عند لعابة النادي الآلي أكيد أيضاً في حلم الجدية الواضحة على وجوه لعابة النادي الآلي خليني أقولك أيضاً يا محمد أن بالتحديد بعد نصف ساعة أو 35 دقيقة من دلوقتي ستبتدي آخر محاضرة من كابتل حسام البدري اللاعبين قبل هذه المباراة واللي أكيد سيعلن فيها التشكيل الرسمي للنادي الآلي وأكيد سيعلن فيها الشكل التكتيكي والأسلوب والسيناريو اللي سيبتدي بهذه المباراة الهمة جداً أمام فريق النجم الساحلي بشكل عام نتمنى أن كل توفيق طبعاً يكون مع فريق النادي الآلي خلال هذه المباراة ونتمنى إن شاء الله أن الكابتل حسام البدري يكون موفق في اختيار التشكيل المناسب لأداء هذه المباراة عشان تبقى خطوة مهمة جداً في مشوار النادي الأهل الأفريق إن شاء الله وخطوة مهمة جداً نحو التأهل للدور النهائي من هذه البطولة خليني أقول لك وأكد أيضاً لكل جمهور النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي مركز أن هو يكسب المباراة ويبقى أول فوز للنادي الأهلي هنا فسوسة ويمكن ده إنجاز لعبة النادي الأهلي نفسه مركزين فيه عايزين يحاولوا يحاولوا هذا الإنجاز طبعاً بعد فترات كبيرة النادي الأهلي أو على مدار تاريخ لقاطة الفريقين هنا فسوسة النادي الأهلي ما قدرش نحاق الفوز إطلاقاً هو بس اتعادلنا معهم قبل كده لكن ما فوزناش عليهم هنا فسوسة فده إن شاء الله لعبة النادي الأهلي نوين بشكل كبير أنهم حققوا خلال مباراة النهاردة وده اللي أكيد من التمنى كل التوفيق بالنسبة لعبة النادي الأهلي يا محمد لو فيها استفسار تفضل معك أمير حابب أعرف منك هل فيه كان جلسة ما بين الكابتر حسين باج وما بين العبة النادي الأهلي سريعاً قبل التوجه إلى ملعب المباراة كنا سمعنا أن فيه محاضرات كبيرة جداً ما بين كتر حسين البدري وما بين العبة النادي الأهلي هل حدثت محاضرة قبل التوجه إلى ملعب أم لا؟ موسيقى جاء المؤتمر في الحمد أور بتحديد بعد نصف ساعة من دلوقتي هيكون فيه محاضرة أخيرة من كابتر حسين البدري للعبين أكيد حيتكلم فيها عن المباراة حيتكلم فيها عن الشكل اللي حيبتدي بين نادي الأهلي التشكيل اللي حيبتدي به كابتر حسين البدري هذه المباراة وده اللي أكيد إن شاء الله حيتم إعلانه للعبين خلال هذه المحاضرة المحاضرة حتكون قبل تحرك الأوتوبيس مباشرة بالنسبة لنادي الأهلي التحرك حيكون فيه تمام الساعة الرابعة ونصف طبعا إحنا فيه لقاطات لأوتوبيس الأهلي وأوتوبيس النجم الساحلي خلاص ووصلوا بالفعل واستعداد لإستضافة الفريقين والتحرك بالتالي فيه اتجاه ملعب الأوليمبي بسوسة خلينا أقول لك إن نفس فندل قمى من ناس بالنادي الأهلي متواجد فيه أيضا فريق النجم الساحلي فبالتالي التحرك حيبقى جماعي ما بين الفرقتين طبعا خصوصا إنها مدينة مش كبيرة قوي فبالتالي فيه تأمينات شديدة جدا من وزارة الداخلية التونسية هنا فصوصا إن جمهور النجم الساحلي متحفز جدا لهذه المباراة بالتالي طبعا المحاضرة الفنية كابتن حسام البدري هي اللي حيتام الاستقرار بشكل نهائي على الشكل اللي حيلعب بالنادي الأهلي وأيضا التشكيل إن شاء الله هبتدي بالنادي الأهلي وأكيد نتمنى كل التوفيق بالنسبة للفريق في هذه المباراة خليني أيضا أقول لك إن فيه استعداد كبير جدا من لعبة النادي الأهلي نفسيا خلاص إن كان النادي الأهلي كان عنده نشوة الفرح على فريق تراجي لكن كابتن حسام البدري قدر إن هو طبعا يتعامل مع اللاعبين نفسيا طبعا وعدم التركيز في الفوز الأخير الغالي جدا على فريق تراجي خلاص صفحة وطوية تماما إحنا دلوقتي فيه خطوة جديدة خطوة أهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار البطولة النادي الأهلي لسه محققش حاجة النادي الأهلي عايز يحقق بطول الدورة لأبطال أفريقيا إن شاء الله المشوار يكتمل من خلال مبارات اليوم وإن شاء الله نتمنى النادي الأهلي يحقق فيها نتيجة إيجابية وأكيد إن شاء الله نتمنى هو يكون الفوز النهاردة إن شاء الله قبل العودة في مصر إن شاء الله والنادي الأهلي يواصل هذا المشوار الأفريقيا لكي تخليني سريعا يا محمد أقول لك أن معي أرأى بعض طبعا المتواجدين في بعثة النادي الأهلي هنا في سوسة طبعا أستاذ خالد عبد الشفيح الزميل طبعا في إزاعة الشباب الرياضة أستاذ خالد برحب بيك أهلا يا أمير وأهلا في قناة نادي أهلي والستوديو الموجود في قناة نادي أهلي مبارات صعبة إن شاء الله ومتفائل ألا مبارات صعبة لكن متفائل إن شاء الله متفائل جدا بهذا اللقاء وإن شاء الله نادي الأهلي حيحقق الفوز النهاردة على النجم الرياضي السحالي هنا في الملعب أبنبي بسوسة الأهلي بيمتلك عناصر ممتازة من اللعبين قادرة على انتزاع النصر إن شاء الله حتى لو كان اللقاء هنا في سوسة أمام فريق النجم السحالي زي ما حقنا في اللقاء السابق أمام نادي التراجي التونسي كنا نفس القصة ونفس المجموعة إن شاء الله كلنا تفائل بتحقيق الفوز النهاردة على النجم السحالي الأهلي زي ما ألتلك مدير فني مركز جدا جدا الفترة حتى اللي عدوها هنا في تونس عملت وخلقت النوع كبير من الأريحية والاستقرار بين أفراد البعثة وأيضا هو الحب اللقام وكل حاجة موجودة حلوة بين أفراد اللعبين إنما أزادت من هذا الأمر فبالتالي إن شاء الله نادي الأهلي قادر على النهاردة يحقق علامة الانتصار في الحصار اليوم أمام فريق النجم السحالي وده مش غريب عن نادي الأهلي العظيم إن شاء الله يفوز ويصل إلى نادي الأهلي أفريقي بجموعة اللقائين ويمثل مصر كأس عالم الأندية القادمة في أبو زاب إن شاء الله نتيجة كيف؟ توقعات إن شاء الله نادي الأهلي يفوز بهدف من خلال من خلال الهجمة مرتدة هي من العمق الدفاعي نادي الأهلي قد تكون اليوم هي كلمة سر نادي الأهلي لدغة العقرب النهاردة ممكن تتحدث لصالح الأهلي ويفوز بهدف نظيف إن شاء الله إنما المين معرفش إنما إن شاء الله توقعات الأهلي يفوز بهدف نظيف بإذن الله شكرا شكرا لسا مكملين معك يا محمد وقبل خلاص ساعات قليلة بانطلاق هذه المباراة الهامة أيضا معي حج أحمد عبد صادق أحد أعضاء النادي الأهلي طبعا بتستمر في إنك تكون مع الفريق في كل حتة وده شيء مميز منك بصراحة وشيء جيد جدا لمؤذرة النادي الأهلي أنا طبعا مع مؤذرة النادي الأهلي صانع البسمة وصانع الفرحة للمصريين مش للأهلوية بس وإن شاء الله النهاردة بس هو مع اختلاف شوية الملعب يعني ملعب راتس شوية أحسن من ملعب هنا احنا حضرنا أكتر من مباراة هنا ملعب دايق الجماهير بتحتاشت كلهم هنا عندهم طبعا تحفز كبير جدا 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 لأنه عارفين قيمة وقامة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي اسمي كبير زي ما احنا عارفين احنا مش عارفين أقول التراجي كان أكوى من مجمو لأن الملعب وقت المباراة الموضوع بيختلف كتير اللي بينزل إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون طبعا النادي الأهلي هو المستحوز أكتر على خاصة النص الملعب نبادر بالتهديف على أساس نكسر حتة إن احنا ما فوزناش عن نجم السحلي هنا في سوسا وإن شاء الله يكون النهاردة ده أول فوز لنا وعندنا ثقة زي ما اقولت لك قبل كده إن مع النادي الأهلي احنا ما بنفقدش الثقة دايما النادي الأهلي زي ما قلت لك صاحب البسمة للمصريين كلهم مش للأهلوية بس من ممكن يحرز الأهدف النهاردة من لعبة النادي الأهلي ومشاك من ممكن يتقلق أيضا والله أنا مش عاوز أخص حد باسمه لأنه أم 11 راجل ويكونوا 11 راجل في الملعب ممكن يكون أجاي النهاردة ممكن هو يهدف وأتمنى يكون وليد أزارو على أساس لعب طبعا صغير السن عاوز ثقة بيبزي المجهود غير عادي في المباراة وربنا يكريمه النهاردة ويكل المجهود ده بهدف يكون هو ده أول حاجة أول سلمة يطلع بها السلم مع النادي الأهلي ويكون هدف النادي الأهلي لأن الولد ده بصراحة أنا شايف العب ممتاز جدا 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 بس هو عاوز بعض الخبرات شكرا حاجة لسا متواصلين معك يا محمد وفي بعض الجماهير وأيضا المتواجدة هنا براحب بيك في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أسمي محمد المهدي وأنا ليبي مقيم هنا في تونس وأنا مشجع أديم للأهلي المصري الله تعافي ملعب في الآن عماد المتعب ومدرب حسام البدري جاي في المباراة بالنهاردة ازاي وتوقعتك له والله توقعتي لي المباراة أن هتنتهي 2 واحد للأهلي المصري عشان فريق بيهي وقوي شوي قوي قزي ورقم واحد في مصري راح الملعب لا والله ليهم راجع لتونس العاصمة بس إن شاء الله إن شاء الله ربي يفتح لي فرصة نفرج عليه لمصري مرة أخرى وإن شاء الله ربي يوفقهم وقعتك لمطر هين واحد للهن من يجيب الأهداء مدمتعم مدمتعم قولي ديسة من تواصلين محمد وأيضا معايا بعض الجماهير هنا براحب بيك في البداية ليبي برد ليبي برد شايف المباراة زي وانت بتأذر الأهلي ولا بتجد عفريني والله إن شاء الله الأهلي لنحب الحمراني والله إن شاء الله الأهلي وإن شاء الله الفوز للأهلي وفريق قوي وفريق ما شاء الله يعني ما شاء الله فريق كم والله إن شاء الله تنين شاي إن شاء الله بإذن الله تنين شاي إن شاء الله واتمنى لأبو المفوز إن شاء الله بإذن الله لنا فريق شكرا أيضا عايز أخذ رأيك سريع النج으면서 ان شاءالله في الميزن الشاي ان شاءالله?! توقعتك الم ان شاءالله محمد حميدة طبعا الأعلامي الكبير أستاذ محمد برحب بك في البداية أهلا بك كابتن أمير وبرحب بك وبرحب بالزميل أحمد يحي والزميل المخرج محمد داكروري كل فريق العمل عندك في السوديو بمصر وكل أستاذة المشاهدين مشاهدي قناة الألي في كل مكان ويا رب النهاردة تكون مباراة فيها خير لنا وخير للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي الكل متفائل يمكن أن وصلنا النهاردة الحمد لله أنا ومحمد رمضان كاشير كراعي للنادي الأهلي وهين ساند الفرقة زي ما كنا معهم في مباراة التراجي فيه تفاقل أنا جاي حتى أول ما وصلت الأوتيل هنا أول ما وصلت المعسكر قابلت كابت سابير عدلي كابتن سعيد كابت سابير عبد الحفيز قابلناكم حسين أن فيه نوع من نوع التفاقل فيه الحمد لله ثقة بالنفس كان قرار إيجابي من الكابتر حسام البادري والجهاز الفني والكابت سابير عبد الحفيز ومجلس الإدارة أن الفرقة تفضل هنا في تونس ومعسكر قبل مباراة النجم بياخدوا حساسية المدينة يمكن النهاردة وإحنا جايين من تونس لسوسا طول الطريق فيها سيارات كتير فيها جماهير للنجم رغم أن دي ناس جاية من تونس من خارج مدينة سوسا إذا واضح أن تونس كلها النهاردة بتساند النجم وده طبيعي في الكورة زي ما برضو في مصر كل الأندية المصرية وزي ما شفنا التصريحات الكل بيساند النادي الأهلي في مباراة النهاردة وفي مباراة العودة في آخر أكتوبر إن شاء الله يمكن دلوقتي وإحنا وقفين هنا وإحنا على هوا زي ما أنت كنت بتتكلم قبل ما تطلع هوا معا كابتن أمير إن الجماهير برا أمام اللوتيل بالعربيات والسيارات وفي البساط بأعلام النجم الساحلي المتاجهين على الملعب وطبعا بيجوا يعني زي نقول إيه حالة عايزين يوصلوا حالة نفسية لعيبة النادي الأهلي إن الجمهور موجود وموجود حواليه لكن بصراحة بكل روح رياضية اللعبة واسقة من نفسها إن شاء الله مباراة التراجي هتبقى فيها نوع من الأنواع الإيجابية النفسية على اللعبين هتعود بالنوع إيجابي بإذن الله على مباراة النهاردة ناسنا التوفيق عايز أشكر جماهير الأهلي اللي موجودة من يوم مباراة التراجي اللي موجودين لسه في تونس ما راجعوش لمصر وعايز أشكر كمان جماهير الأهلي اللي جات في الطائرات من الجمعة والسبتو النهاردة كان احنا النهاردة كان موجود معنا طيارة جمهور جاي من مصر جاي ازر النادي الاهلي الكل في انتظار الفرحة النهاردة ان شاء الله عايزين نتيجة ايجابية امكان انا عايز اقول نتيجتين قبل ما تسألني لو هتسألني نتيجتك ايه يوسف ابني وجانا بنتي يوسف ابني متوقع 1-0 للنادي الاهلي وجانا بتقولي 3-0 للنادي الاهلي رب جانا يبقى تلامك عايزين الفوز عايزين 3 نوات 3-0 طبعا بصعدنا من هنا ان شاء الله طبعا نحن يمينى النتيجة الياجابية النهاردة ان شاء الله كابتن امير توفيل الفرق النهاردة وان شاء الله نعمل لقاء تاني معاك بعد المباراة وإحنا فرحلين سعادة بإذن الله نتمنى برضو التوفيه يوم تمانية لمنتخب مصر دي الكل وراء منتخب مصر نبدأ بالاهل النهاردة وانبارك ان شاء الله وانبارك يوم تمانية لمنتخب مصر ان شاء الله شكرا كابتن امير شكرا طبعا محمد دي crate الاجواء هنا من فندق الاجامة خاص بفريق النادي الأهلي قبل خلاص ساعات قليلة جدا من انطلاق هذه المباراة الهمة جدا في زهاب دور نسفة نهائية من دور أبطال أفريقيا واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة خلاص دقائق وفريق النادي الأهلي حينزل للمحاضرة بعدها مباشرة حيث دم التوجه للملعب الأولمبي بسلوسة عشان يوصل النادي الأهلي قبل ساعة ونصف بتحديد من انطلاق هذه المباراة واللي هتنطلق في تمام الساعة ستة ونصف مساء بتوقيت تونس سبعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة نتمنى الساعة اسعة ونصف مساء إن شاء الله بتوقيت القرية نكون فرحانين بفوز النادي الأهلي النهاردة ويكون خطوة كبيرة جدا في تأهل الفريق إن شاء الله للدور النهائي تفضل محمد شكرا زميلنا أميري شام ورئيس القناة النادي الأهلي من تونس وظيمة حركوا شفته جمهور ليبي بشجع النادي الأهلي في أهل طرابلس أهل بني غازي وفي أهل دبي وفي أهل في جدا وإن شاء الله النادي الهلي النادي الوحيد اللي هتلاقي اسمه متردد في كل إنحاء الوطن العرب في كل مكان في العالم هتلاقي جمهور للنادي الأهلي هني أكمل كلامنا ولكن أستقبل لديو في قل كبار ولكن هتلتع الأول تأعرير لفرق النشئين في النادي الأهلي ووجهة نظرهم شايفين لقاء النادي الأهلي والنجم الساحلي ثم أستقبل باي فاي الكاميران أستاذ نصر محروس النقد الرياضي وأيضا لمحل الأداء محمود سليم روحوش بعيد نادي الأحلى حديث أكيد ماتش صعب ماتش هيبقى صعب وخصوصا ماتش الزهاب عندهم وكمان اللعبة مش تبقى واخدع لأنها تخلص ماتش وترجع وأنهم يعودوا ده يفرق معاهم بس خير إن شاء الله وإحنا نعند نسكة في الأهل اليوم في لعيبته إن شاء الله أنا بشكر اللعبة على مجهودهم وعلى الفوز العظيم دوت وقال لهم يركزوا ماتش جافرت النجمة فرقة كويسة ومواجم بتاعها طبعاً نحن عارفينه مواجم كويس تمام عمل مرعي نحن نركز إن شاء الله ونكسب بإذن الله إن شاء الله الفرقة كلها رجالة ونعدي النجمة السحلي وإن شاء الله نكسب في النهاية وناخد البطولة إن شاء الله إحنا رجالة إحنا ننادي الأهلي إحنا بناء بعض البطولة دايماً وطبعاً لعيبة كبار لعيبة دولية فهم طبعاً عارفين حجم البطولة اللي هم بيلعبوها وإن شاء الله البطولة النادي الأهلي إن شاء الله لعيبت الأهلي رجالة ويأدي البطولة اللي بتلعبها وعارف حجم البطولة وإن شاء الله نعدي النجمة السحلي ونوصل للنهاية وناخد البطولة إن شاء الله التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله يرجعون لنا ببطولة أفريقيا وهم رعيب يا رجالة رمياني هاترجاله برده فو ماتش. إن شاء الله نكسب وزي ما كسبنا في لد التراجي ونعرف اللعبة. اللعبة رجاله ونكسب الماتش وبطولة أفريقيا إن شاء الله. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. نهاي بطولة أفريقيا لدينا العملاء عن فادي العقل المصري والمشفر يدي الساحل لدولسي. ترجمة نانسي قنقر نتاقي يسلم هذه خشبة كأس فقية مبروك 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 لقاء تحيي من أرقام الخياسية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 نادي الاهلي والنجمة الساحلي مواجهة مش سهلة على النادي الاهلي اي فريق بلاب النجمة الساحلي على أرضه وملعبه والضيب بيبقى جمهور ما هيش بيبدكش المساحات ما بيديكش الارحاية في طريقة لعبك ولكن صراحة النادي الاهلي وجمهوره دائما هو من يصنع الفرق كلنا شفنا ماذا حدث في النادي الاهلي وجمهوره والرسالة اللي يعملوها في ملعب رادس امام الترجع التونسي وان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي وزي ما حدركوا شفتوا مع مراسلنا ان جمهير النادي الاهلي بتتوفد ان شاء الله يبقى فيه مدرج ويبقى فيه شكل حضاري وجميل جدا مميز من جمهور النادي الأهلي اللي حتى في التمرين كان صوتهم بيقصر الدنيا وبيحرك الحجر. أستاذ ناصر النادي الأهلي كابتن حسام البدري مواجهة أمام مدير فني فرنسي أوبير فلود فريق النجم الساحلي من الفرق اللي قال لما ما بتستقبل شبكة أهداف تعتقد المواجهة مش هتبقى سهل على النجم الأهلي. الموضوع مش سهل. بس الأهلي قادر بإذن الله. وخلينا نبدأ بالخطوط العريضة للموضوع. أنت محتاج تعمل إيه من البداية أنت محتاج أربع نقاط بالنسبة للحسن البدري لأن حراج بتأتي فيه. محتاج أول نمرة واحد تحديد هدف. أنت محتاج تهدد هدفك إيه من المباراة أنت رايح عايز تحصل على إيه؟ عايز نتيجة إيجابية والسلام ولا أنت رايح تحقق فوز وجاي. نمرة اثنين أنت وضع الخطة المناسبة لده. أنت تضع الخطة المناسبة للهدف اللي أنت خلاص استقرت عليه. ثم النقطة الثالث تسكين اللعبين وخلق الأدوار لهم. تصرح تدد بداية مهمة جدا. أول شيء بالنسبة للفني تحديد التارجد. الهدف اللي أنا رايح ألعب عليه طريقة الهدف هو اللي بيحدد طريقة اللعب وطريقة أداء. الخطوات كده بالتتالي. يعني نمرة واحد أنت تتحدد هدفك ثم تستقرع الخطة والتي تبقيك اللي تبدأ به. رقم ثلاثة الأفراد بقى. تبدأ تسكن الأفراد دي وتخلق لها الأدوار لمناسبة للخطة اللي أنت وضعها ثم الهدف اللي أنت أستحصها لي. والنقطة الرابعة هي بعد طبعا انطلاق صورة البداية هو أنت إزاي هتستفيد بدكة الوضلاء اللي عندك. إزاي تغيرها تستطيع تعملها. الموضوع صعب. ما فيش مشكلة بده. إحنا متعودين على الصعب. متعودين نحن نلعب تحت الضغوط دي بشكل عام. المواطن المصري بشكل عام بيبدع تحت الضغط وتحت الظروف الصعبة. ثم النادي الأهلي اللي اعتدنا لحد خلاص من ساعات قليلة فوزوا على الترجي. الناس كلها كانت بتقول دنيا صعبة. تعادل هنا. هيعمل إيه هناك. ملعب رادس. لا. النادي لدي زكريات كتيرة معانا سواء في تونس أو في أفريكا بشكل عام. قادر والدنيا هتزبط ده مع الأمل اللي جاي هتزبط ده. ولكن احنا محتاجين عدة نقاط طويل. نتناولها مع التحليلين. طيب. محمود النادي الأهلي بيلاعب فرقة ملعب السوسة من الملعب الدياقة. ويمكن حتى الناس كانت السنة اللي فاتت وما قبلها النادي العالي لما كان مش حابب نلعب البيترو سبورت. يطلع بعض الناس اللي هم برضو شايفين نفسهم محللين جمدين والجاو دوت. يقول لك لا. الأهلي يكسب فأي حتة والملعب وبعدين بعد كده فرقة تطلع تشتكي من إن الملعب داية. الملعب الدياقة بتفرق في طريقة اللعب بالذات لفرق بتسعى للفوز؟ أكيد طبعا حتى شفنا ريال مدريد مع زين الدين زيدان وسع ملعب قبل كده شفنا الكلام دا. بس ممكن النهاردة نقطة الملعب دي تكون أعتقد يعني تكون نقطة جبال النادي الأهلي إنه لو كابتن حسام هيشتغل بالسيناريو اللي عمله في الشوت الثاني ضد الترج من بداية اللقاء وإنه هو يلعب من نص ملعب وضغط متوسط ما يبدأش في ضغط عالي. هيقدر طبعا ملعب داية مع التواجد اللي لعبت الأهلي كلها في نص ملعبها هيقدر يقلل المساحات كويس جدا وهيخنق لعبت النجم بشكل كبير. ويقدر كمان يستغل بقى المرتدات في ظهر الأطراف أو دفاعهم لأنهم بيلعبوا بخط دفاع عالي. قريبين شوية من شكل الترج في طريقة الدفاع وفي الأخطاء الدفاعية اللي عندهم. فسانا انت شايف انهم يعني ما استقبلوش أهداف كتير على مدار البطولة. هل شايف ان خط دفاعهم على الرغم ان في بعض الأستاذة تلعوا وقللوا من شأن دفاعات بنجم وقلت ان النجم سحلي دفاعه هاش. وعلى الرغم من الأرقام بتقول كلام غير ده تمام. صحيح هما الأرقام فعلا بتأكد ان هما مش مش بالدفاع ضعيف قوي لكن في طريقة اللعبة في المبارات اللي شفتها اليوم دايما بيبقى فيه انفراضات عليهم كتير الحرس المسلوسي ده بيقوم بدور الليبرو بشكل هايل جدا بيبقى بتقدم كتير وبيغطي خط الدفاع بشكل كويس لكن أحيانا الأخطاء يعني واسا زي ماتش الهلال السوداني في سوسا هدف ببار بخط الدفاع بانفراض والراجل حطه كرومة فوق الحارس يعني سهل إن شاء الله نعديهم محتاجين بس تركيز أكتر محتاجين يعني أخذ من كلام أستاذ ناصر محتاجين نحدد ترجيط واحد يعني في ماتش الترجي كان قدامنا هدف واحد فحقنا عايزين نشتغل على نتيجة واحدة النهاردة مش عايزين نحط اللعبة في كذا أكتر من حسبة هنتردد كلنا في الملعب لأنا عايز ترجيط واحد نشتغل كلنا عليه ولعبة لأهلي رجالة وإن شاء الله نحققه بجدد أستاذ مصر كاتر حسابة بدري مبارح في المطامر الصحفي تحدث بمنتهى العقلانية قال إن المباراة ما هي السهلة فريق النجم فريق محترم نفس الشيء دقق على إن ردود أفعاله على الأهداف اللي كان نادي الأهلي بيحرزها ما كانش يقصد بها جمهور التونسي الشقيق وشعب التونسي من شعوب المحترمة أيضا نخش بقى في النحية الثانية قال إن المباراة دي على شوتين نفس تصرحاته أمام الطرف التونسي إن في شوت الأول في مصر شوت الثاني في تونس هنا تعكست إن شوت الأولاني في سوسا ثم الشوت الآخر في القاهرة هل شايف إن كابتر حسين البدري هيا ذهب إلى هذا اللقاء بعقلانية؟ التصرحات منتهى العقلانية اللي ممكن تتواجد في أي مدير فني كابتر حسين البدري خلاص وصل لحالة من الخبرات ومن امتلاك الأدوات أكيد لازم الكل يتوقف قدامها خبرات غير عادية في أفريقا سواء موجود كمساعد للمانويل الجوزية أو توليه هو المهمة بشكل مفرد هنا كابتر حسين البدري دائما وأبدا شخص منظم حتى في حياته بعيد عن الملعب ثم داخل الملعب عنده حالة التنظيم ولازم حد يستجيب الحسين البدري محتاج اللعبة تتناول مع اللي هو بيقول وتستجيب اللي هو بيقول عندها حالة تنفيذ للتعليمات بشكل كبير هو حاطت خلاص حاطت السيناريو الكامل يمكن من بعض صفورة نهاية مباراة التراج يمكن بس اللي طرق عليه أحمد الشيخ وحسام عشور ولكن برضو عنده البدائل والبدائل اللي الكف إليها محتاج كابتر حسين البدري هو علا يعني أنا إن كان فيه أسباب حطينا ثلاث أو أربع أسباب لعودة الأهل إن شاء الله من تونس بالفوز فهم فيه سببين مهمين جدا نمرت واحد وجود المهندس بحمد طاهر الدعم اللي هو بيقدمه بس الثقة في اللعبين صراحة قرار جريء جدا إنه في صعوبة الموقف بعد اللقاء الزهاب قرار في منتهى الجراءة وتحمل إنه هو يروح والصعبات وفي نفس الوقت صراحة يعني قد دعم كبير جدا من الناحية النفسية من الناحية الفنية حتى من الناحية المادية النادي الأهلي كل ترتيبات مع أسكره المكتن حسين البدري طلب أن أنا أكمل في تونس الموضوع يتحل في منتهى السهول هذه النقطة الثانية اللي أتكلم فيها هم دول نقطين وهم دول عمودين الخيمة إنجاز التعبير لوصول الأهلي لحالة الثقة اللي عندنا حتى إحنا كمهور عندنا حالة من الثقة ولكن هي ثقة مصحوبة بحذر وعند النادي الأهلي عند الناس اللي موجودة داخل الملعب أو المصؤون الفنيين أو الإدريين النادي الأهلي هي ثقة أكبر من اللي موجودة عندنا وحظر أكبر من اللي موجودة عند المطلق العادي إن قطتي النمت واحد وجود مهانس عمود طاهر خالق حالة من الثقة غير عادية ويمكن كمان كنا في بعض الأوقات يمكن وجود رئيس النادي أو مسؤول أو رئيس بعثة أو غيره بيكون بيأثر بالسلب عن الموجودين هو الراجل الموجود هو بس يقول أنا بدعم أنا بساند أنا في ظهركم مفيش مشكلة قدموا كل اللي عندهم إحنا الحساب اعتدنا في النادي الأهلي إن الحساب مفيش حاجة أسمى حساب بالقطعة إن الحساب بيكون على الهدف اللي أنت وصلت له إيه أنت خلاص حاولت واجتهت ومقفقتش مفيش مشكلة مفيش حد بيقدر يلوم عليك ولكن العقاب والحساب بيكون في حالة أنت مقدتش الضر المطلوب منك الحاجة الثانية هو المعسكر كابتر حسين بدري طلب أنه يمد المعسكر قرار في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية في نفس الوقت يمكن الناس تشوفوا الموضوع إن أنت يمكن يخلق حالة من الملل يمكن يستتصرب لنفس اللي عابين شيء من ده ولكن الإيجابية بتاعته إن الموضوع الترجط قريب الهدف قريب فأسبوع ما كانش كتير طيب أنا معنا مرسلنا مرسل قناة النادي العالي مننا فرع الآلي في أملين التنصر محمد السعيد محمد ماذا لديك موسيقى موسيقى سيد الحير زميلي محمد فاروق أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهل وجل جماهير النادي الأهل في ربوع الوطن العربي الكبير في يوم مصيري وحاسم بالنسبة لجماهير النادي الأهل وعسرة القلع الحمراء مباراة تنصف النهائي أمام النجم الساحلي في سوسا بالطبع الأجواء هنا في مصر أجواء مختلفة تماما عن تونس بالطبع هنا الجميع منتظر هذه المباراة على حر من الجمر كان أسبوع صعب جدا عاقب بوجهة الترجي التونس والجميع كان ينتظر السابعة والنصف المساء يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر لهذه المباراة الهامة هنا في مدينة نصر وقبل المباراة بسلسة ساعات هناك استعدادات خاصة واستعدادات جدية من أجل متابعة هذه المباراة من خلال أعضاء النادي الأهلي ومن خلال الإدارة التنفيذية اللي بيمثلها سيارة اللواء أوسامة سامي مدير مقر النادي الأهلي هنا في مدينة نصر رصد أقصر من مكان داخل مقر النادي لحضور الأعضاء ومتابعة هذه المباراة وكما تعودنا خلال المباراة السابقة وخلال البطولات السابقة سواء التمن بطولات الأفريقية دائما في مقرات النادي الأهلي وفي فروع النادي هناك متابعة حسيسة من أعضاء النادي لهذه المباراة خاصة عندما تصل إلى المراحل النهائية لكن سريعا معايا في هذه اللحظات سيارة اللواء أسامة سامي مدير مقر النادي الأهلي بمدينة نصر سيارة تلوها برحب بيك في البداية وهنا من أمام مقر أو إحدى الأماكن اللي يتم فيها طبعا متابعة هذه المباراة مباراة الأهلي والنكم الساحلي مع عضاء النادي الأهلي هنا في مدينة نصر برحب بيك سيارة تلوها في البداية وطميني عن آخر السعادات والترتيبات لهذه المباراة اللي ينتظرها خلال الساعات القادمة احنا طبعا بنرحب بقناة النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر وإن شاء الله يبقى يوم سعيدة على كل الأهلوية بإذن الله تعالى احنا هنا في الفرع مجهزين أكتر من مكان حوالي أربع أماكن كل مكان يستهبع عدد كبير من السادة الأعضاء بحيث أن يبقى فيه أماكن متاحة لسهولة الفرجة ومتابعة المباراة إن شاء الله تعالى أقصر من مكان يعني الأماكن المتاحة بالنسبة لمتابعة المباراة من خلال الأعضاء كم منفذ أو كم مكان يكون فيه شاشات وهل أكتبقى شاشات التلفزيون العادية ولا يبقى فيه شاشات بروجيكتور بحيث في المساء يكون فيه مساحة كبيرة الأعضاء يتبع فيها هذه المباراة هو فيه في الحديقة الرئيسية فيه شاشة بروجيكتور وفيه في الحديقة الاستثمارية شاشتين بروجيكتور وفيه في المبنى الاجتماعي شاشة تلفزيون كبيرة عساس اللي بيحب يرغب داخل المبنى الاجتماعي بالإضافة لبعض المنافذ الموجودة في النادي فيه أماكن تانية معدى زي الحديقة الترفيهية وزي ملعب التنس إن شاء الله نتوقع الحضور النهاردة إن شاء الله يباك بي هم نتكلم خلاص مباراة سيمي فاينال لكن الخنسيق اللي بيتم بنا الإدارة التنفيذية مع القطاعات المختلفة داخل مقر النادي والمباراة اللي فاتت الترجي شهدت حضور مكسف مستعد أعضاء النادي في المقر في مدينة نصر ونتوقع النهاردة يكون أكتر بكتير من اللي حصل كبير يوم ماتش الترجي بإذن الله إن شاء الله ست اللواء وإن شاء الله نتبع مباراة ولا يخرف إن شاء الله بنتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله شكرا جزيلا زميلي محمد يعني داك اللي قناة مع سارة اللواء أسامة سامي مدير مقر النادي الأهلي هنا في مدينة نصر ومتابعة آخر الإجراءات والترتيبات لحضور طبعا أعضاء النادي الأهلي ومشاهدة هذه المباراة دايما داخل مقر النادي الأهلي بنتصر أماكن كثيرة أماكن متشعبة أكتر من شاشة لمتابعة هذه المباراة إن شاء الله يا رب يا رب بإذن الله الأهلي حقق نتيجة إيجابية قبل العودة إن شاء الله بعد ثلاث أسابيع في مباراة العودة ببرج العرب ودائما كما اعتدنا هنا في مدينة نصر دائما إن شاء الله نتاك بتبع إيجابية مع النادي الأهلي والحضور مقسب بالنسبة لأعضاء وفي هذه اللحظات وأنا بكلمك لسه طبعا فوضح النهار هنا في مقر النادي لكن بعد ساعات بإذن الله أو أقل من حوالي ساعة أو ساعة ونص الزلام والليل وهيكون فيه حضور من الأعضاء وهذا المكان المكان الرئيسي شاشة بروجيكتور بيبقى فيها حدد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي لمتابعة هذه المباراة هذا كل ما لدينا هنا من مقر النادي الأمدينة نصر عودة إليك من جديد زميل محمد فروف ومتابعة نتوجه لحمام السباح نتوجه لقطاع الناشئين متابعة كل ما هو جديد داخل مقر النادي الأهلي هنا في مدينة نصر بالتوفيق للأهلي يا رب بالتوفيق للأهلي يا رب شكرا نزيم لنا محمد السعيد صراحة مقرات النادي الأهلي هو ففروع النادي الأهلي في كل مكان بتحقق صراحة خدمة 7 نجوم لكل أعضاء عشان نتفضجوا على قريرهم المفضل لنادي الأهلي ودائما الدعم الكبير اللي بيجي من نمور النادي الأهلي نحن نسى عندنا الكلام فني مهم جدا مع ديوفنا ولكن نطلع الأول نشوف تقرير عن النادي الأهلي ونصف النهائي في دور اعطال أفريقيا إن شاء الله تكون بتسعة يأخذ الأهلي مواجهة مرتقبة ومصيرية ضد مضيفه النجم الساحلي التونسي مساء الأحد في ملعب سوسا بجولة الذهاب بدور الأربعة لبطولة دور أبطال أفريقيا وتأهل الأهلي لدور الأربعة بدور الأبطال بعد غياب أربعة أعوام ويأخذ الفريق الأحمر منافسات المربع الذهبي للبطولات الأفريقية للمرة التاسعة عشر في تاريخه وتعثر الفريق الأحمر أربع مرات فقط في عبور هذا الدور لمباراة نهائية من بينها مرة ببطولة الكونفيدرالية وبدأت حكاية الأهلي مع المربع الذهبي لدور أبطال أفريقيا في نظامها القديم عام 81 بلقاء شبيبة القبائل الجزائري وانسحب الفريق الأحمر بسبب وفاة الرئيس الراحل أنور السادات والظروف التي مرت بها البلاد وفي عام 82 تخط الأهلي عقبت إنوغورينجرز النيجيري في دور الأربعة بعد الخسرة ذهابا في نيجيريا بهدف والفوز في القاهرة برباعية نظيفة وفاز الأهلي باللقب بعد ذلك وأطح الأهلي بمنافسهن كان الزنبي من دور الأربعة للنسخة الثلاثة وثمانين ولكنه خسر اللقب أمام كوتوكو في الدور النهائي وودع الفريق الأحمر دور الأربعة بنسخة عام 88 على يد وفاة الصيف الجزائري وفي نسخة 2001 تخط الأهلي عقبة التراجي التونسي في نصف النهائي بعد التعادل في تونس بهدف لكل منهما والتعادل في مصر دون أهداف ثم فاز باللقب على حساب ساندعونز الجنوب أفريقية وأطح الأهلي بغريمه التقليدي الزمالي في نصف نهائي نسخة 2005 ثم أقصى منافسه أسيك الإفواري في نصف نهائي نسخة 2006 وفاز باللقبين ثم فاز على الاتحاد الليبي في نصف نهائي 2007 وخسر اللقب أمام النجم الساحلي وتخطى عقبة أنيينبا النيجيري في نصف نهائي دور الأبطال عام 2008 ثم ودع الأهلي نصف 2010 على يد التراجي التونسي ثم أطاح بنظيره سانشاين النيجيري في نصف نهائي نسخة 2012 وأيضا أقصى القطن الكاميروني في نصف نهائي 2013 وودع نصف نهائي نسخة عام 2015 على يد أورلاندو بيراتسا الجنوب أفريقية ده مع حضراتكم لحظة بلحظة وآخر أخبار بعثة النادي الأهلي في سوسا تونس طبعا ده اجتماع ما بين مهانس محمود طاري اسمه المصدر في النادي الأهلي وسيادة السفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس صراحة كل الشكر لأسرة السفارة المصرية بأكملها في تونس كل الدعم اللي أقدموه لبعثة النادي الأهلي منذ دهبهم في قبل مباراة التراجي التونسي ثم استكمال المعسكر في تونس والتواجه إلى مدينة سوسا لمواجهة النجمة السحالي كل الشكر لصراحة سيادة السفير كل حاجة النادي الأهلي بتطلبها بيتم الدعم دائما وأبدا وكل حالات حالة الجمهور حالة الملاعب حالة الفنادق كل هذه الأمور بيتم تنصيقها مع النادي الأهلي طبعا ممثلا في رئيس مجلس دارة المهانس محمود طاهر وأيضا الكابتن سمير عدلي وأيضا كابتن سيد عبدالحفيز محمود أذهب إليك طريقة لعب النجمة السحالي نادي الأهلي واجهة التراجي التونسي فريق بي طبع تونسي منظم تكتكيا النجمة السحالي أيضا فريق تونسي ولكن هل هناك فوارد فيه النحلة التكتكية ما بينهما بين فريق تراجي؟ بالتأكيد طبعا فريق تراجي بيعتمد أكتر على سياسة الاستحواز أكتر عنده لعب الكورة كتير جدا في وسط الملعب وتحت المهاجم النجمة السحالي مش مميز في دي أو زي التراجي يعني عندهم مش عندهم الصبر الكبير بتاع التراجي على نقل الهجانات يعني في أصدق نصر قلبالي وفران كومب وفرجاني ساسي أعلى مهاريا من حمزة الأحمر وأمين أمين بن عمر وأمين بن عمر وأيمن ترابلس صحيح وكمان كانوا يدخل معهم غيلان الشعلالي وأحيانا كمان أنيس البادري كانوا يدخلوا للعمق فكانوا بيعملوا كسافة كبيرة جدا بيقدروا يستحوزوا بها وينقلوا كورة كتير فري النجمة يعني بيعمل جزء من الموضوع ده فإحنا ممكن لو نقدر نعرض الصور اللي هي من واحد لخمسة تمام لو نقدر نعرض الصور يعني بسرعة هو في حالة بناء اللعبة وتحضير هجمات بتاعته بيبقى دايما خليل بنجورة اللي هو الوينج اليمين بتاعه بيدخل للعمق نعم وبيتقدم حمد النقاز اللي هو الظاهيري أيمن ده طائر دايما طول المباراة بيتقدم وخليل بنجورة بيدخل للعمق بيبتدوا ابنه اللعبة بالتنين المدفعين ودامهم الاتنين الارتكاز بس الظاهيري التاني كمان بيبقى طائر في النهات التانية بيحاولوا يعملوا نقل الهجمة لحمد النقاز وراء ظاهير أيصر الأهلي أو ينقله مع خليل بنجورة أو خليل بنجورة يتحرك ويسحب مع ارتكاز الخصب يطلعه ببرا عمخ الملعب ويفتح مساح أنه ينزل السلم فيها عمين الشرميتي أو حمزة الأحمر اشتغلها جزئية دي كتير جداً وبتكرارها كتير جداً 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 في مجرد الأسيرة لحد ما طريقة لعبه متشابه مع كاتف حصال بدري لأن كاتف حصال بدري برضي جديدها دي الأدوار سواء لمعلول أو سواء لأحمد فتح أنه بيدرب بالديفنس الخصم بتقدم البكات بالضبط وبيركز على بكرارها كتير جداً 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 في المبارات بتاعته خصوصاً الجابهة اليمين وحتى يعني لو جات فرصة وأنه هو يحضر لعب في الجابهة الشمال بيروحه في الآخر لازم يعمله التمرير القطرية لحمد النقاز برضو في ناحية اليمين لازم ينقل الهجمة من اليمين برضو تركيزهم كبير جداً جداً على ناحية اليمين وعلى قدرات حمد النقازه وطبعاً لعب دولي وظاهير عصري فعلاً دائماً بيخترخ مش بس بيجري طولي عواب بيعمل بنتريشن بيدخل جواهة مطلقة كذلك وبيكمل كأنه وينج مهاجم زي علي معلول مثلاً في جل أول في مبارات الترج طيب أستاذ نصر أخب من كلام محمود وأذهب إليك وأقول مدام فريق النجم الساحلي بيمميز به اختراقات الأجناب من الناحية الهجومية هل من الأفضل كاتف رسالة بدري أنه يبدأ بمؤمن زاكريا وليد سليمان بحس أنه هم بيستطيعوا القيام بالأدوار الدفاعية وإحماية التباكات النادل الأهلي شوف دائماً كرة القدم الأمور فيها نسبية مش مطلقة يعني ما يفعش تقول أنه ده مفيد على طول الخط أو ده يدرين على طول الخط زي ما اتكلمنا على حمد النقاز يمكن هو مفيد بشكل كبير هو مهاجم وظهير عصري دائماً طاير بصيرها العظمية بيش مشكلة ولكن عنده نقطة ضعف خطيرة جداً أنه تقدر تلعب من غره ده تحديداً في وجود علي معلول هو دائماً يتقدم عندك علي معلول طبعاً ظهير منطقة القوة لازم يأخذ الدحاء وكمان هو كلاعب لعب يمكن حد تعرض للضغط اللي تعرض ليه في مرة التراجي تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في الدربة الجزاء رجع بعدها أحرز هدف وصنع الهدف الثاني عنده شخصية البطل عنده شخصية اللعب الكبير النادل الأهلي لازم يكون عنده نوعية اللعبة دي حتى نوعية اللعبين المحترفين لازم يكونوا بنفس الشكل ده يمكن وليد أزارو هتخدني للنقطة دي إنما هيبقى موجود أجايي بدل وليد أزارو وليد أزارو شوية يمكن حالة الهجوم الغير مبرر على اللعب اللعب بيقدي بشكل قوي يمكن أنت الناس بتقيس بس الموضوع إن رأس الحرب بيساوي أهدف لا الموضوع مش كده خالص الموضوع هو لعب يتميز بالزكاء داخل منطقة الجزاء بيقدر يتحرك ويتمركز بشكل قوي الحاجة التالية هو قوي قوي بدنياً بيهت الدفاع يقدر يعني يوسع مسافات يخلق مساحات لأي حد جاي من القدمين من الخلف عابي وصل الملعب لكن الواضح كابتل حسين البدري عنده قناعات بالشكل ده عنده قناعات إن السلاسي ده هيبقى موجود أجايي عبدالله السعيد ثم وليد سينمان الجانب الأيمان هو شايف إن الشكل ده هو الأقرب ربما مع النقطة الرابعة اللي الكلمة نفيها في البداية إن قليتك الرابعة اللي أنت تبدأ بيها من الهدف ثم الاستعانى بالدكة يمكن هيكون ليه دور في الشب تاني يا أجايي يمكن بعد اللي هيعمله هيأظهره من هده للدفاع من السلوعات اللي بيعملها من الكلام ده يبدأ يخلق مساحة لفرود يعني زي محرك قلت أنا شايفه من أهم وأميز الروس الحرب للموردين داخل القرى الأفريقية لأ عنده كتير اللي يقدمه من الأهلي وريد أظهره لسه سنه صغير لسه عنده حالة الحماس عنده الحمية اللي موجودة عند الشعب المغربي والشعب في شمال أفريقيا بشكل كبير يمكن مع الوقت نستفيد منه فترة اللي جاية نستفيد منه بعد اكتسب الخبرات في الفترة اللي جاية المدير الفني الفرنسي بيهتم بشكل كبير بالظاهرين نقدر إحنا ناخد هو بيستفاد بالجانب الإجابي بتاعه لو بيخلق عرضيات وبيخلق فرص إحنا نستفاد بالنقطة السلبية بتاعتهم إنه في مساحات خلف الظاهرين طيب محمود نبي الأهلي الآن في وجود هشام محمد جنب عمر السولية هشام من اللعبة اللي بتعرف تمسك كرة بيعرف يمر زماله بشكله كايس عنده رؤية للملعب إلى حد كبير جدا طريقة لعبه مشابهة لطريقة لعب حسام غيلي وجود عبدالله السعيد وهشام محمد وطبعا السولية هيخش بقى لعب الارتكاز ستة مكان حسام عشور هل ده يدي أفضلية لكاتر حسام البدري إنه يقدر يسيطر على وسط الملعب هي يكون نقطة إيجابية جدا جدا لو النادي الأهلي بدأ حاول يبدأ في بداية المبارا أنه يمتص حماس الخصم وأنه ينقل تمريرات ويأخذ بها الثقة وشام وعبدالله خصوصا اللي اتنين دول يقدروا يعملوا تمريرات القطرية في ظاهر ظاهرين النجم زي ما وضحنا كتير وأنهما يتقدموا دايما هنشتغل النقطة دي كويس جدا بس أنا عندي عايز أتكلم في نقطة كمان مهمة جدا في جزئية الضغط مش عايز أضغط على خط دفاع النجم السهلي من البداية مش عايز أضغط عليه أنا عايز أسيب خط الدفاع يطلع بالكورة عايز أول تمريرة توصل للخط الثاني اللي هو خط الوسط أول ما كورة توصل للخط الوسط أبتدي أضغط من هنا إنت بتتكلم الضغط من الدايرة بالضبط وأبتدي بالاتنين المهاجمين اللي هو عبدالله والمهاجم اللي يضغطوا على الاتنين الارتكاز مقدمش سلية وهشام لأن بنجورة يدخل يشتغل من تحتهم والوينج الثاني اللي سواء كان الأحمر أو الشرميت هيدخل يشتغل من تحتهم فياملونا مشكلة في الحتة الزون دي اللي هي بين خط الوسط والدفاع يعني أنت عايز تدايق عليهم مناطق بداية هجمتهم بالضبط أو مناطق شغلهم بالناحية الهجومية بالضبط وكمان لما أنا هدايقها عليهم هقدر أستخلص في الجزء ده من الملعب والباكين زي ما وضحنا أنهم مفتحين فقدر بسرعة أن أنا أعمل التمرير وأضرب الفريق ده بكل ببساطة وإن شاء الله يعني اللعبة تكون مركزة طب أنت تفضل أن يبتدي به أجاي كراس حربة ومن تحته وليد ومؤمن ولا تفضل أنه هو ممكن يلعب بأزار وأجاهية على رغم أنه أجاهية في الناحية الدفاعية مش قوي زي مؤمن زكري بالضبط هتفق معك جدا لأن حمد النقاذ هيرخط جدا الجناح اللي بلعب عليه أنه هو يرجع يدافع ممكن لحد خط المرمى طبعا هنخسر أجاي كده في الجزئية دي أنه هو هيدافع كتير جدا وهي قريب كتير جدا نفقده في الجزء الهجومي نبدأ بمؤمن ونستغل أجاي كمهاجم وأجاي مهاجم هايل جدا 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 يعني أفضل بكتير لما منه يلعب على الخط ونستغل حتى أزار يبقى معنا ورقة ربحا لو هنزود بها مثلا في آخر ربع ساعة محتاجين أنه نضغط أكتر أو حاجة نستغل سرعاته نستغل قدرات اللعيبة لو هنلعب عرضيات نشغل اتنين مهاجمين جنب بعض وكل اتنين كانوا ودوها في الشوطي الثاني في مباراة الترجي بشكل هايل يساعدوا كمان مع الضغط من تحت أن هم هيفتحهم مساحات للأجناب أن هم هيتحركوا يأخذوا الدفاع معهم وإخلاقوا مساحات لواليد أو لمؤمن أن هم هيتحركوا أو كمان لعبدالله لو لعب على الخط أو حتى علي معلول اللي بيتقدم كتير جدا وبيعمل انطلاقات هايلة أن الشوطي الثاني في مباراة الترجي كان مقدم أداء هايل جدا 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 كابتل عصر البدري أستاذ نصر دائما ما بيأخذ المباراة على سيناريوهات سيناريو البداية ثم سيناريو الكور أو وسط المباراة ثم آخر سيناريو كيف أنهي المباراة وهذا ما حدث أمام الترجي التونسي في البداية أنا كنت إلى حد ما بضغط ثم تقبلت هدف تطغط بشكل كبير لقيت أن الأمور تحتاج إلى المخاطرة غيرت طريقة اللعب وبعد ما غيرت وتقدمت نهيت الموتش بشكل منظم دفاعيا شايف أن كابتل عصر البدري هيدي هدية المقابلة أمام النجم برضو سيناريوهات هابعد بس مش هابعد كتير فهو فيه المدير الفني المارين وده الأفضل على طول خط يعني ده أنا محتاجك زي ما قلنا الأمور مش مطلقة في فقرات القدم أنت عندك أمور بتتعامل وفقا للمعطيات وفقا للنتائج عندك مدير فني مارين زي حسام البدري النقطة التي تكلمت فيها ومش هابعد عن هكتور كوبا خلاص أنا سابت بالشكل ده أنا ببدأ به وبكمل به البداية والنهاية وخلاص أنا مكمل بره بره ملعبي جوه ملعبي محتاج أكسب مش محتاج أكسب ده النقطة دي وإحنا شايفين حالة الجدل واللغط اللي حصل لده في المقابل النقطة الإيجابية هو كابن حسون بدري حسون بدري شغال على الأمور دي ولكن عنده صوابت عنده صوابت سألي المساحات سواء هيبدأ إزاي أو هكمل إزاي أو هني موراة إزاي برضو محافظ على تقليل المساحات محافظ على الضغط العالي وده حتى ده الحد فجأنا فيه موراة التراجي بعد ما ما تأخرت بهدف أنت شك تاني الناس وضعت أكتر من سيناريو وكان هو اللي شايف هو اللي أري أكتر من كل الناس شايفها تقليل المساحات والتمركز الجيد أنا شايف لهم هم النقطين الأهم في الفترة الحالية لنادي الأهلي محتاج لهم طوال التسعين عايز أسألك برضو سؤال مهم حكم اللقاء وتوجو وكوستين الحكم الجابوني من الحكام اللي سريعة في احتساب ضربات الترجيح مع الملعب والمؤذرة الشديدة طبعا ملعب سوسا مختلف إلى حد كبير عن طريقة حتى وشكل ملعب رادس في العاصمة تونس أل ده هيؤثر على الحكم هل ده هيؤثر على لعيب النادي الأهلي في البداية مع الطغط الكبير حتى النادي الأهلي لم يفز من قبل على النجم الساحلي في سوسا وكان دائما يتعادى بلظبط ولكن هناخد برضو نص الكبال مليان هو الراجل بداية 41 سنة دولي من 2011 أدار 60 لمباراة دولية حتى الصوابك بتاعته معنا سواء النادي الأهلي أو منتخب مصر أو منتخب مصر تلات مباريات المغرب واحد سفر لغرابيا تنزانيا واحد سفر في التصفيات بتاع كأس الأمم ومباراة غانا 2-0 ووضع المباراة الأهلي لنادي الأهلي أربع ورايات حقق فوس في ثلاثة منهم الراجل ماشي في شكل قوي يمكن كمان اللي كان متاخد عنه أنه عنده حتة التصر أنه ما بيسمحش حتى بالاحتكاك البسيط ده كان في بداياته الراجل 41 سنة وصل لسن متقدم جدا أدار خمس نسخ لبطولة أفريقيا ثم شارك في كأس العالم للشباب 2015 الراجل خلاص يمتلك كم من الخبرات يؤهله أنه هو يستطيع يقدر يلعب تحت ضغط يقدر يلعب في ظل وجود الجمهور في حالة الملعب يمكن بس الملعب هو اللي يمكن هيداي النادي الأهلي كمان شوية بس ده ده اعتد عليه ده اعتد عليه لعب عليه أكتر من مرة النادي الأهلي هو الجمهور قريب قوي من الملعب الملعب صغير الجمهور قريب بشكل كبير يمكن وجود هو الملعب ساعة وصل الواحد وعشرين ثم سبعة وعشرين العدد ده أنت موجودك في داخل الملعب تتخيل أن لا موجود مئة ألف متفرج أنت موجود في السادة القاهرة بكل الوضع الجلل اللي بيكون فيه قرب الجمهور من الملعب ولكن اللي حاصل الأسبوع النادي الأهلي أقامه هناك يمكن أزاب الجليد حتى بين الجمهور وبين النادي الأهلي يمكن وجود جمهور النجم السحلي بحماس وبشدد بديته بكل اللي حاصل ولكن هو دائما وابدا بيحافظ ألا احترام أنا شفنا حالة الانفلات كانت حصلت في أكتر من النادي تونسي ما كانش منهم النجم السحلي كان الجمهور السواكسي نزل ملعب لكده جمهور الأفريكا عمل أكتر مشكلة ولكن جمهور النجم السحلي هي مدينة مدينة سحلية زي برسعيد زي إسمعالية زي إسكندرية جمهورها عنده بيحب فرقته قوي بيشجع بيشكل دائما من صندته قوية دي جمهور النادي الأهلي اللي دايما بشيت بيها دايما بقول إن الجمهور ده هو العيب رقم واحد دايما زي الأغاني جمهوره ده حما في ملعب سوسا في تونس لو حضرتكم سمعتوا التشجيع والأغاني يحرك تونس كلها تحرك الدنيا كلها تحرك الحديد تفكه لعيبت النادي الأهلي صراحة موجود الجمهور في ملعب التش شفنا الأداء أمام الترجق التونسي صراحة جمهور النادي الأهلي حاجة جميلة جدا حاجة تحسسك بقيمة ومعنى النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي يحببك إن أنت تكون مشجع للنادي الأهلي ومحب النادي الأهلي إني مش هتلاقي حتى على الحلوة والمرة معه مش هتلاقي جمهور النادي الأهلي ودعمه وفي كل مكان هتلقام محمود هرجعلك سريعا طبعا لقطة الجمهور دايما بتتلينا نتفاعل جمهور النادي الأهلي هاي هيأثر في طريقة لعب النادي الأهلي الكابتن حسام البدري سينارياتو اللي وضعها في ذهنه كيفية مواجهة المدير الفني الخبير وبير فلون الفرنسي على أرض وسط جمهور هل هيلعب على التعادل هل هيلعب على نتيجة إيجابية ولا كعات النادي الأهلي يعني نزل أحقق الفوز أكيد طبعا الأول بتفق مع تلك في الكلام عن الجمهور أنا بحب جدا كلمة جمهور اللي أهلي بتاعت اللي بيقوله خيالنا وقع أهلاوي يعني ناد الأهلي بيحقق خيالنا اللي احنا بنحلم به بيحقق طبعا نرجع لكابتن حسين بقى يعني وأكيد حطت سيناريو ورقم واحد عنده يحقق نتيجة إيجابية ولا الفوز خصوصا أن مباراة التراج في الزهاب كان حققوا معنا هنا نتيجة إيجابية فدي ممكن تحسسه شوية بأن المباراة القياب أصعب كتير كمان مباراة الزهاب فأكيد أنه يشتغل رقم واحد لو ما تحققش ده فأكيد أن التعادل مرضي وهيكون نقطة إيجابية ليه برضو مرضية مش أهم حاجة ما نخسرش طبعا لأن هم هيجوا هنا هيتعبونا جدا سواء تضيع وقت وكل الاستفزازات بقى بتاعتهم وكل الشغل ده وكمان التحكيم يعني لهم سابق معنا العرجون صعب جدا فإحنا برضو في حكام جوزيف لمتي ولقفيه كم حكم كده ما شاء الله يعني لهم معنا حاجات حلوة ومع النجم تعديدا كمان فحتى كان في مبارات الزهاب بركات نظار بركات والذي هو أقافه مبارات الإياب وكان مراكل الجزاء فما حسبهش وداله نظار فالذي هو عقوبة مزدوجة على أهل فأكيد إن شاء الله كابتن حسام هيكون حضرت سيناريو ماس من مبارات ترجي إن شاء الله هيعمل في مبارات طيب عقدك لنقطة مهمة جدا ضربات السابتة الفرق التونسية حتى الترجل التونسي حينما سجل في النادي الأهلي حتى ضربة الجزاء اللي سجلها في تونس ضربات السابتة هل النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت يعني دعم نفسه فيه كيفية مواجهة الضربات السابتة أمام فريق بحجم النجم التونسي برضو مميز كعادة أي نادي تونسي أو شمال أفريقي بلعب ضربات سابتة كويسية بالضبط هم بيركزوا طبعا حمزة الأحمر متخص الكرات دي وعمل تقريبا 22% من الكرات العرضية اللي عملوا في البطولة كلها هو الوحده وبالإضافة أنه مميز كمان في تزديد الركلات السابتة اللي من الحدود المنطقة مميز جدا فيها ضربات المباشرة نحاول نتجنبها بيركز طبعا في الكرسات العرضية سافر وكنيات أو الأخطاء على الأطراف أنهما دائما لعبوه على قامل قريب فيه 2 أو 3 لعيبة بيدخلوا في الجزء ده فطبعا لازم أكيد كابسون حسين طبعا محفظ لعبته وفيه 2 لعبة بيقفوه في الزون ده بيقفلوه سواء مهاجم وبيبقى فيه وراه كمان لعب وبيبتدي هم بيهاجموا بخمس لعيبة في الكورة ولعب بيعمل الكروس وواحد على حدود المنطقة وبيأمن وراه بتلات لعيبة فممكن تكبره برضو بان انت تسيب بس لعب قدام هيوقف تلات لعيبة هيرياحك أكتر أحسن من انت ترجع لعبتك كلها لمنطقة الجزاء هتضغط نفسك أكتر فان انت تحاول تسيب مهاجم قدام هيثبت مدافعين لهم معاه فده هيقلل خطورة الكرة السبتة عليك بشكل كبير طيب هل استخدامنا بقى احنا للضربات السبتة يعني قل ما ما تلاقي النادي الاهل الرغم من الموسم اللي فات سعد سمير سجل من ضربات سبتة أحمد حجازي حتى سجل في دورة أبطال أفريقيا منها ضربات سبتة وعبدالله السعيد وليد سلمان الاتنين مميزين في التزديد هل ده ممكن يبقى عامل إضافي بالنسبة لنادي الاهل بالضبط وخصويا كمان علي معلول نستغل كمان انه هو في ناشوة في حالة ناشوة وكروساته في الكرات العرضية وممكن نحاول نقدم نعمل جمل تاكتكية في الكرات العرضية ونرفع الكرة مرة مثلا على القايم الوريب ومرة على البعيد نحاول نحن نربج حساباتهم نغير في التاكتك بتاع تنفيذ الكرات العرضية مرة نعمل الباص نرجع على حدوث المنطقة ونعمل الكروس مرة مثلا نعملها على مباشرة مرة لعب يتحرك وتتلعب له من فوق الحطة زي ما دايما أن عبدالله بيعملها هو مؤمن أو هو أجاي فالنادي الأهل إن شاء الله يكون مميز ويستغل خصوصا أن هم كمان عندهم عيب كبير جدا في كرات العرضية عليهم يعني هم ميزين بها وفي نفس الوقت هي صغرة في دفعهم نعم معنا خبر الصراحة يعني ليجب أن أتوقف معه طبعا كله يعلم في إسبانيا وإسبانيا أنا أتحدث عن ريال مدريد أنا أتحدث عن برسلونا برسلونا في إقليم كتالونيا وإسبانيا من هي مملكة لها العديد من التواقف تواقف الشمال إقليم الباسك ومدريد دول اللي عندهم الفلوس دول اللي تحكموا فيه الرأس المالية اللي موجودة في إسبانيا عكس إقليم برسلونا إقليم كتالونيا وأيضا إقليم الجنوب لما تتكلم بقى على إجبيلية وجرناتا وكل هذه المدن اللي بليها طبع عربي إلى حد ما في تسعة وتسعين هيشاهدوا ماتش برسلونا ولاس بالماس وده اللي حصل لأن نادي برسلونا الأسباني برئيسه بأخوان بارتوميو في صحيفة الموندو دي بورتيفو دي الموندو دي بورتيفو دي من الصحف اللي دايما بتبقى ميلة لكافة برسلونا أكدت أن رئيس نادي برسلونا توصل مع الأمن أنه مفيش الاتحاد الأسباني مفيش جمهور الأمن مش هيقدر يأمن لقاء برسلونا أمام لاس بالماس بسبب ما يحدث في برسلونا والاستفتاء والانفصال عن إسبانيا طائفية في إسبانيا كما حدش يعرفها بشكل كبير ولكن لو أنت روحت حتى هتلاقيها في طريقة اللعب لو شفت فرقة مثلا إجبيلية بتلاعب رئيس المدريد ده بالنسبة لهم حتى يمكن من أصعب المباراة على مدريد هو أنك تروح تلاعب إجبيلية في إجبيلية تحت في الجنوب نفس الشيء بالنسبة لحتى فريق تليتك بلباو تليتك بلباو أن أنت تروح تلاعبه في بلباو في إقليم البسك ده هم نفسهم هم كمان عايزين انفصلوا آدي حضراتكم الصور للأحداث اللي بتحصل داخل مدينة برسلونا الأمن بيواجه حاجات عنيفة جدا في التعامل مع هذا الإقليم هذا الإقليم في العديد أيضا من الطواقف يعني عندك حتى تجالي عربية موجودة هناك المغربة بشكل كبير جدا عندك الإسبان الموجودين اللقاء بيقام بدون جمهور وواحد صفر حتى الآن ولكن يعني حتى حتى برسلونا أستاذ ناصر بتلعب بدون جمهور هي إسبانيا طبعا مملكة ولكن الملك هناك يملك ولا يحكم النهاردة الاستفتة على انفصال إقليم كتالونيا الموضوع عشان تبقى ناس واضح للناس الإقليم بتاع كتالونيا هو اللي عندهم الفلوس هم اللي عندهم كل حاجة وشايفين ان شغلين بشكل كبير هم بيطالبوا هم ينفصلوا وهنقدر نعيش لوحدنا طيب سريعا قبل ما نكتم مع حضراتكو طبعا المطش الرئيسي الأهلي والنجمة كيف ترى نتيجة لقاء الذهاب أو هنقول البداية بلاتش نقول نتيجة المطش أنا شايف ان في حال الأهلي لو استغل الفرص بشكل كويس بدأ بهدوء المعتاد بتاعه وهدوء مديره الفني مع تقليل الأخطاء بشكل كبير مع التمركز الجيد هيضر حقق نتيجة إجابية النهاردة أنا شايف ان التعادل هو رائع محمود هلك تعقيب سريعا ان شاء الله نحقق الفوز بإذن الله واحد سفر ان شاء الله طريق رجعية جون رجعية خلاص بقى مع جمهور النادي الآلي هو اللي بيقلب الفرق طبعا في نهاية هذه الفقرة بك شكر نوفي ألا كراما ناقد الرياضي الأستاذ نصر محروس كنت من نهاري النهاردة وان شاء الله نشوفك دائما معنا في سبيل أهل أشكرا شوكا جزيلا ودائما موفق ربه كل أمناد التفايل نادي الأهل بإذن الله أيضا محلل أعداء ألا نشط الأستاذ والكبت محمود سليم من نهاري النهاردة ودائما ان شاء الله كون معنا في سبيل أهل تشكرا كابتا محمد السعيد دائما أننا موجود معك وان سعيد موجود مع سبيل مصر شكرا شوكا جزيلا أسيب بحضراتكو الآن مع تقرير ومدربي قطاع نشئين دي أنادي الأهلي ورأيوهم في لقاء النادي الأهلي والنجم الساحلي إن شاء الله ابتسعى ياه نحن طبعا صعداء جدا بالانتصار الكبير اللي حق أولادنا في مطس الترجي والفرحة العرمة يعني الكتاحة الأهلوية في المغاراة دي ونتمنى رب إنها تستمر إن شاء الله بالنسبة لمطس النجم الساحلي أنا يعني أتوقع أن الكابتا حسام هيبقى كل كل كلامه في الفترة اللي جاية دي إزاي خرج الولاد من الانتصار بتاع مطس الترجي ده وإزاي يركزه في اللي جاي لأن دايما كعادة الفرق المصرية إن بعد أي انتصار بيحصل في خمول وتراجع ولكن أنا أعتقد أولادنا إن شاء الله قادرين إن إحنا نعمل مطس إيجابي هناك ونحقق النتيجة إيجابية تساعدنا في المطس التاني عندنا على عرضنا ونخرج نفسنا من المأزع اللي حطنا نفسنا فيه في مطس الترجي إن شاء الله نعمل مطس قوي إن شاء الله ونحقق النتيجة إيجابية تساعدنا إن شاء الله في المطس اللي هنا إن إحنا نكتاز الدور ده بإزن الله دي حاجة مش جديدة على النادي الأهلي والأهلي معودنا دايما على كده إن هو في الظروف الصعبة بين معدن اللعيب ومعدن كل القائمين من على النادي شفنا الروح طبعا حاجة تفرح الناس كلها متكتفة الناس كلها متوضمنا ودي حلوة الفوز يعني الفوز لو كان جي سهل إن انت كسبت هنا وروح تتعدلت هناك أو كسبت يعني مش ممكن تش هتحس بالطعم اللي إحنا حسينه دلوقتي من الفرحة ومن المهار والحاجة الجميلة اللي عملها النادي الأهلي ده النادي الأهلي دايما معودنا على كده ومتربين فيه دايما على كده وديه يمكن النادي الوحيد اللي في مصر بيقدر يعمل حاجة زي كده الحمد لله طبعا ومبارك للنادي الأهلي جمهور ومجلس إدارة وجاس فني على المكسب اللي فات أعتقد الكلام اللي انت قلته مزبوط ما في المية النادي الأهلي النادي القرن هو النادي كبير وأكبر من دفع أفريقيا أنا شايف أنه وضع طبيعي جدا أنه يكسب أنه نسكت قلقانة وخايفة قبل الماتش لكن الكبير زي ما بقوله بيفضل طول عمره كبير فالنادي الأهلي أعتقد أنه حقق مكسب كويس جدا برق قاهرة وده متعود عليه بالذات مع فرية الترجي وفي ملعب رادس فديحة كويسة لنا وللنادي وإن شاء الله اللي جايب أحسن وأعتقد أن ماتش الترجي أنا يعني في التصوري يبقى أسهل كتير أو الماتش اللي جاي يبقى أسهل كتير من ماتش الترجي يمكن يا رب يبقى وش خيرة على الفرقة وطبعا إن شاء الله يعني عايزين نسعد الجمهور نسعد الجمهور الملايين اللي بتشكع الفرين النادي الأهلي اللي مع وراه في كل حتة يمكن الفرين النادي الأهلي فرقة محترمة يمكن خرجنا من مبارات الترجي بالأداء والروح العالية اللعيبة طبعا شرفونا اللعيبة نادي الأهلي طبعا طول عمرهم رجالة أتمنى من كل قلبي إن شاء الله إن شاء الله نوصل للنجمة التسعة نحق البطولة نسعد بها الملايين اللي وراه النادي الأهلي في كل حتة أعجبني جدا إن الفريق عمل معسكر واستكمل الفترة اللي هو قاعد فيها ودي حاجة جميلة جدا إن دلت على شيء فإنما تدل على منتهى التركيز في المباراة القادمة النقطة التانية إن بعد ما انتصارنا على الترجي انت شفت الجهاز الفني ورئيس النادي ومجلس الإدارة كله بيتكلم على كفاية فرحة خلينا نواجه ومن بدري وخلاص اللي عد عد لأن احنا فعلا يمكن لما بنفرح زيادة عن اللزوم بنلعبش كويس بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بنبارك لفريق النادي الأهلي جهاز الفني واللعيبة والمجلس إدارة النادي على الفوز على الترجي والوصول إلى مباراة النصف النهاية أمام النجم الساحلي بإذن الله خبرة لعبة النادي الأهلي وشخصيتهم وإمكانياتهم الفنية وإصرارهم وتركزهم اللي احنا تعودنا عليه منهم واللي ظهر بشكل جير جدا في مباراة الترجي احنا منتظرينه تاني في مباراة النجم الساحلي وأنا عارف أن نسبة تركيز هتزيد تبقى ممكن توصل 300-400% من جانب اللعيبة لأن احنا كلما احنا تقدم خطوة المفروض نسبة تركيز تزيد وأنا يعني ببعت لهم رسالة من هنا كل قلوب كل قطاع النشئين بالنادي الأهلي سواء مدربين أو إداريين أو أجهزة طبية أو إدارية كل قلوبنا معاهم ودعوتنا ليهم بإذن الله عشان يفرحونا وفرحوا كل جمهور نادي الأهلي وجمهور مصر بإذن الله الأول طبعا بمبارك نادي الأهلي بالفوز على نادي الترجي الصاد للدور قبل النهاية مباراة كبيرة وعصيبة جدا لكن نادي الأهلي طبعا عودنا دايما في المباراة الكبيرة أنه بيظهر بشكله الطبيعي الفريق الكبير اللي بيقدر يؤدي تحت أي ضبوط أو أي وضع حتى مع التعادل هنا 2-2 برضو فيه ثقة في الفوز وفيه أنت يعني أدائك هو اللي كان طاغي على المباراة قدام الترجي طول المتش أنت متحكم في سير المباراة بخطة من المباراة اللي أنت عايزه الشوت الأول خرجت المتش الشوت على قد ما أنت يعني قادر بتماشي المباراة زي ما أنت عايز الشوت الثاني لما عصت أن أنت تبدأ تفرض سيطرتك عشان تحقق الفوز قدرت تتعمل كده فالنادي الأهلي فريق كبير ما تخافش عليه في المناسبات الكبيرة كل التفاقل والأمنيات كلها طبعا مع مدربين قطع نشئين بالنادي الأحلى نحن دلوقتي عندنا تقرير مهمة جدا مع معالي وزير الرياضة الأسبق كابتن طاهر أبوزيد مردونا النيل كلام كبير جدا وكلام مهمة نطلع ونشوف رأيه عن مواجهة النادي الأهلي والنجمة الساحلي كل الناديات وبيئة التوفيق للنادي الأهلي بعد التعرير نستقبل بقى زميل محمد فاروق ومع نجوم للستوديو التحليلي كابتن وليس صلاح الدين كابتن ربيع عسين وكابتن سمير رأكمونة ما ترحوش بعيد نادي الأهلي حديد في حديد المهير النادي الأهلي بإدفة تقليد طاهر طاهر جنبا هو طول طاهر أبوزيد بيؤرز الهدف الأول النادي الأهلي دعني العرب العرب طاهر وكرة حلوة قول يا خبرى بها دي أكتل يا طاهر مش ممكن قولها يا خبرى بها الطاهر أبوزيد هو النادي الأهلي اعتاد أن يكون أسرة واحدة وبالتالي أنت بتشعر منذ دخولك لأي مقر من مقراته إن الجميع أسرة واحدة وإن سرعان ما يذوب الجديد في القضية يعني أي عضو جديد بعد شهور قليلة جدا يشعر وكأن النادي الأهلي ده بيته من سنوات طويلة جدا لا يختلف عن أنه هو مثلا عضويته بتمتد لثلاثين أربعين سنة دي روح النادي الأهلي ودي أصالة النادي الأهلي ودي جماهرية النادي الأهلي كمان اللي بتسهل الطريق على كل منتمل لهذا النادي العريق وبالتالي أن النادي الأهلي أسرة واحدة وسيظل كذلك وبنتمنى إن شاء الله أن لا يعكد الصف هذه المرحلة أي ظروف جديدة أو قد تستجد على النادي من خلال المحافظة على استقرار هذا النادي أن لو فيه أي عايزة أقول خلاف مع الجهات الإدارية أو أي جهة رياضية لابد أن يعلم الجميع أن ندل ده على الشيء فبيدل على أن النادي الأهلي دائما بيدافع مباده وأن النادي الأهلي دائما صاحب حق وأن النادي الأهلي لا يدخل أبدا في معارك إلا إذا كانت بتضيف إلى رصيده الكبير وبالتالي عايزين نقول للجميع بمناسبة يعني أن نحن موجودين بصدد ما حدث خلال الفترة اللي فاتت أن أنا بأرسل كل التحية والتقدير والاحترام للخمستاشر ألف اللي حضروا الجمعية العومية منذ أسابيع قليلة وبقول لللي لم يسعفهم على الحظ أن هم ييجوا لظروف أو لأسباب أخرى لأن الخمستاشر ألف دول في الحقيقة هما بيمثلوا المئة وعشرين أو المئة وثلاثين ألف أضر بكرر شكري وتقديري لهم بقولهم أن أنتوا ستكونوا السند الدائم لإبارة النادي الأهلي في المرحلة القادمة بقولهم أن النادي الأهلي على حق بفضل أنتوا وفقتوا على ليحته ليحته أن في الحقيقة عندما تقرأها تشعر بالفخر تشعر بأن هذا النادي عريق وبيحافظ على مباده وبيحافظ على قيمه بشكر الخمستاشر ألف وبقولوا أن أنتم مثلتوا النادي الأهلي أفضل تمثيل وأن إن شاء الله النادي الأهلي سيتمسك بلاحته أن النادي الأهلي على حق وأن الأيام بإذن الله القادمة ستنصفوا إن شاء الله أنت نعارضة بتيجي تقيم الأمور بشكلها المنطقي في مقارنة بسيطة جدا بين بعض اللوايح الغامضة اللي في الحقيقة أنا بقول يعني اللوايح بتحمل سوء للرياضة المصرية خليني بشكل أوضح أقول لك اللايحة الاسترشادية لأن دي اللايحة أصلا يعني ولدت لكي تموت ليس لها أي علاقة بالرياضة وأمامها لائحة أخرى بيضعها مجلس في الحقيقة اتمنى جميعا على هذا النادي وبالتالي إحنا شفنا من واقع المقارنات البسيطة جدا لقينا اللايحة النادي الأهلي هي لائحة مستقبل هي لائحة تناسب في الحقيقة ظروف وأمكانيات المرحلة لائحة متطورة بتنظر إلى المستقبل بشكل عام لائحة بتجسد قانون الرياضة وهو إعطاء الجمعية العامية كل الحقوق في فرض إيرادته ده أمر الطبيعي كل من ينتمي إلى الرياضة وينتمي إلى الحق ينحاز لهذه اللايحة وكل من هو زي بقوله مريب بينظر إلى اللايحة الاسترشادية في الحقيقة اللي أنا بعتبرها سبة في جبين الرياضة المسرية وبالتالي إحنا أعضاء النادي الأهلي كان لهم الكلمة في ظروف صعبة جدا في ظروف صيف قار يعني شديد الحرارة في ظروف أجازات واضحة ومع ذلك أصالة النادي الأهلي تجسدت في أن أعضاؤه سواء في أهل الجزيرة البيت الكبير أو أهل مدينة ناصر أو أهل ستة أكتوبر التلاتة في الحقيقة كانوا إيجابيين وكانوا حريصين على إظهار الحقيقة للجميع واختيار لايحة النادي الأهلي أنا عايز أقول أن بعد الإعجاز اللي حققوا حسام البادري وكتيبة المقاتلين من الرجال في مباراة الترجل التونسي وبعد أن تغلبوا على كل ظروف الصعبة في الحقيقة وأولها تحكيم لم تشهده الملاعب من قبل في الخارج وفي الداخل ومع ذلك تمسكوا بروح الفنلة الحمرة تمسكوا بأصالة المصريين بعتوا رسالة لبلدهم من خلال مباراة رياضية وقهروا كل ظروف الصعبة وبالتالي عايز أقول أن تخطوا أصعب مرحلة ده مش معناه أن المرحلة القادمة أو المباراة القادمة هتكون أقل صعوبة بالعكس أنا دايماً بقول أن من وصل إلى الدور قبل النهائي يستحق لقب البطولة وبالتالي كل الأربع فرق اللي وصلوا هم فرصهم في البطولة متساوية ولكن نادي الأهلي عبر تاريخه وخبراته ومعدنه الأصيل بيظهر دايماً في الأزمات وبالتالي كلنا أمل وكلنا طموح إن شاء الله أن أولادنا يحققوا نقول أسعد شيء في 2017 ويتوجوا هذا المجهود الكبير ويتوجوا هذا العطاء الرائع ببطولة أعتقد أن الأهلي يستحقها بعد هذا النشوار الصعب الأمر يستدعي وقوف الجميع خلف الناد الأهلي الأمر يستدعي عايزة أقول إخلاص بلا مقابل الأمر يستدعي توفيق الله سبحانه وتعالى قبل الجميع وده إن شاء الله كل من يعطي بتأكيد التوفيق سيحالفه فإحنا النهاردة يعني عايزة أقول مطمئنين برغم صعوبة المهمة كلنا سخف أولادنا إن شاء الله أنهم يكملوا المسيرة بنجاح بنشد على أيدي المدير الفني وأولادنا إن شاء الله أنهم يكونوا على مستوى المسؤولية دائما الشدائد بيظهر فيها معدن الناد الأهلي بتمنى طبعا أن لا نرى تحكيما هزيلا كما رأينا من قبل دي مباراة حساسة جدا ولا مجال للأخطاء التحكمية أبدا نبتغي ونأمل العدالة الكاملة من جانب الاتحاد الأفريقي اللي عليه علامات استفهام كثيرة جدا من وجهة نظري ولابد أن الناد أهلي يبقى الوقفة وإن شاء الله كلنا سقة في أولادنا بإذن الله إن الأخطاء تبقى أوليلة في هذه المباراة وإن الإيجابيات تكون أكثر وإن المباراة القادمة إن شاء الله المباراة التانية تكون ظروفنا أفضل وبالتالي يبقى عندنا فرصة أكبر بإذن الله في الوصول للنهاء إن شاء الله الرجل الذي أعطى للناد الأهلي خلال السنوات اللي فاتت وكان عايز أقول حريصا على الناد الأهلي مخلصا له معطاءا له التحمل المسئولية ده أمر مش جديد على المهانس محمد طهل وبالتالي مساندته لفريق الناد الأهلي والوقوف خلف أبنائه أعتقد ده أمر طبيعي جدا وهو يندل على شيء فبيدول على إنه أيضا رجل بيواجه بيهرب من الصعاب بالعكس مباراة اللي فاتت كانت مباراة في ضاية الصعوبة وأنا أعتقد إن الكثيرين قبل منه تخلوا عن واجبهم ودورهم كرؤساء أندية أعتقد إنه ده كان قرار شجاع وقرار أنا شايفه إنه مش جديد على المهانس محمد طهر وبتمنى إن شاء الله إنه زي ما كان وشه حلو على الفرقة في المباراة الأولى إنها تتكرر في المباراة الثانية إن شاء الله وأعتقد إنه رجل متزن وواقيعي جدا وحتى ما بيدي نصايح للعبين أو للمدير الفني بيديه في إطار يعني رفع المعنويات والإحساس بالمسؤولية وإن جمهور مصر كله ورئيس جمهور النادي أهلي بينتظر نتجتكم ما بيتدخلش في أمور فنية رجل عارف دوره تماما وبالتالي إحنا أمام يعني رئيس نادي متطور متزن مشرف إن شاء الله يكل الجهده بالنجاح في المباراة دي هو وأبناءه ومدربه حساب البدن إن شاء الله أنت كلمت عن التمالينات وأنا شرفت إن أنا أكون يعني أولا يعني شاركت في أول بطولة أفريقيا النادي أهلي سنة 82 والبطولة الثانية في الحقيقة كنت أنا كابتن نادي الأهلي وهذه المباراة أنا بعتز بها جدا لأن أنا كنت أصغر كابتن لنادي خلال 50-60 سنة لأن المباراة دي كان عمري وقتها 25 سنة لها مباراة الأهلي والهلال السوداني دي كانت البطولة الثانية سنة 87 البطولات دايما بتستدعي زي بقولوا إيه مقاومات خاصة بالنسبة اللاعبين أنت النهاردة بتتكلم على مباراة خارج ملعبك مباراة أشبه بمباراة نهائية الأقطاء فيها تكاد تكون منعدمة بمعنى إن إحنا بنحذر من الفولات اللي ملهاش معنا على خطة 18 بنحذر من فقد الكرة بدون منازمة بنحذر من عدم اليقظة يعني ما تبقاش مصح صح كده وخاصة في ناحية دفاعية بنحذر كمان من اقتناص أي فرصة لأن أي فرصة خارج ملعبك هي تساوي الكثير استثمار الفرصة خارج ملعبك وتحولها إلى هدف بيسهل لك المهمة أما بتلعب في ملعبك فأنا أعتقد أن كل النصيح دي ألا حساب البدري بس لو أنا كابتن فرقة طبعا بالتأكيد مش هزود عن نصيحه كتير إنما هقول حاجة واحدة مصر بتنتظرنا جمهور النادي الأهل العظيم عبر تاريخه مستنى الفرحة دي إمكانياتكم كلاعبين وأعطائكم خلال فترة اللي فاتت يستدعي تتويج هذا المجهود إلى كأس غالية وبالتالي أنا واثق أن أولادنا إن شاء الله وصل لهم الرسالة دي وأن هم يكونوا على قدر المسؤولية يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى والعدالة التحكمية وإن شاء الله نهاني بعض أنا مش عايز أتوقف عن تقول كتير يعني إنما عايز أتوقف على الإيجابيات وعلى ما يسعد جماهرنا لن أتوقف عند المشككين والانتهازيين إنما عايز أقول إن الرياضة بشكل عام لا نستطيع يعني إن إحنا أو بطورة أو مباراة في كرة القدم إن إحنا نضعها موضع التقييم بالنسبة لأداء مجلس لمدة أربع سنين لأن هنا فيه خلط في الأوراق في الحقيقة وأمر يعني أنا شايفه أصغر بكثير من قيمة النداء الناد الأهل مؤسسة رياضية ومؤسسة مصرية يعني بالغة الأهمية فمسألة ربط أداء إدارة بمباراة كرة قدم أو بطولة أنا شايفه إن ده أمر بيقذب من دور النادي النادي الأهل يدوره أكبر من كده بكثير النادي الأهل حريص على البطولات ده حقيقي حريص على إنه يكون هو النادي الأكثر حظا للبطولات وده عبر تاريخه لم يتغير وده موجود بغاية دلوقت في الحقيقة إنما في نفس الوقت النادي الأهل كمنشأة أنا بسميه منشأة رياضية اقتصادية وطنية أخلاقية وبالتالي هناك من الكثير الذي يقدمه النادي الأهلي أيضا بجانب الاحتفاظ بالبطولات أحنا مش عايزين نعمل عملية الخلط إلا ما عايزين نقول إن النادي أهلي قادروا أن يقدم دائما لمصر المثل والقدمة في كل شيء رياضيا وأخلاقيا وأجتماعيا وبالتالي إحنا حرسين كل الحرص على أن يستمر النادي الأهلي بهذا المفهوم أن يستمر النادي الأهلي بهذا السلوك أن يستمر النادي الأهلي في كل أنشطته قريبا من أعضاءه وليس بعيدا ده منهج النادي الأهلي اللي فربنا عليه والرؤساء عبر تاريخه علمونا هذا الأمر النادي أهلي شيء كبير جدا وغالي جدا صحيح البطولات مهمة ولكن يبقى الأهلي أغلى من كل البطولات نمط التشجيع تغير إنما هي نفس الأصالة كانت موجودة في الجيل بتاعنا إنما الأسلوب مختلف ممكن دلوقتي زائير الجماهير بقى أكثر حدة إنما التشجيع لم يختفي أبدا من ملاعب كرة القدم أو من ملعب مختار التيتش في الحقيقة إنما خلينا أقولك إن المشهد ده في الحقيقة كان من أهم في الحقيقة الأوراق المهمة اللي حفزت أولادنا في تونس واللي هي ذكرتهم دايما بشيء مهم جدا إن الجمهور لا يفقد الأمل في البطل وبالتالي دي كانت عامل مرجح في الحقيقة حتى أولادنا أما تأخروا بهدف والمهمة أصبحت أكثر تعقيدا أعتقد إن وقفت جماهير الناد أهلي في مختار التيتش ذكرتهم إن أنتم قادرين على تغيير النتيجة وصنع المستحيل المشهد ده أتمنى من ولدنا ألا يغيب عن أذهانهم في نفس الوقت مش عايز لحظات التتويج تغيب عن ذهن أولادنا برضو لأن هيتذكروا هم إمتى تم تكريمهم إمتى خدوا البطولة دي إمتى فرحوا جماهيرهم أعتقد كل المشاهد دي أما بتيجي في ذهن لعب الكرة وبيتخيلها قدامه أعتقد إن هو بيطلع كل ما لديه وهو المطلوب أنا مش طالب من لعبيتنا غير إن كل واحد يطلع كل العنف وبالتالي هم بهذا الشكل هيكونوا الأكثر خرباً للبطولة هم الذين يستحقوا البطولة يعني تبقى لأداء الأهل خلال مشروع الأفريق وهم الأحق إنما أحق دي بتحتاج جهد مضاعف فعايز أتكلم يعز أقول في نصايح كتير جداً لأن حسام البدري ابن جيلي يعني إحنا كنا زملة فرعة واحدة وبالتالي هو عاصر معنا روح الناد الأهلي إنه إحنا في الأشبال مروراً بفترة الشباب ثم الفريق الأول وبالتالي هو معجون أهلي يعني حسام البدري معجون أهلي وبالتالي هو هيوصل كل هذه الرسائل لولدنا إن شاء الله يكونوا على مستوى المسؤولية وبإذن الله الأخطاء هتكون أليلة جداً وهيكونوا أكثر حرصاً وهم تماماً يعلموا إن فيه مباراة تانية إن شاء الله وبمجموعة المباراتين إن شاء الله الأهلي يتوج ويصل إلى النهائي ويحقق بإذن الله حلم المصري إن شاء الله مشوار أفريقيا كان في التمانينات كله تقريباً من 82 لغاية 90-91 كان فيه لحظات فرحة كتير جداً ولحظات حزن قليلة طبعاً إنما أنا أتذكر أصعب موقف يعني أنا مريت بي في أفريقيا إن كنا باللعب عشان تكوتوكو سنة 87 وجلنا ضربة جزاء في ديئة 45 قضية 44 يعني في الوقت يعني الكرة دي تضيع ومعنى دي آخر كرة في المباراة وإشان تكوتوكو طبعاً من الفرقة التقيلة جداً وفي ملعبه النتائج غير مضمونة ونتيجة هدف واحد غير مطمئنة ودي ضربة جزاء وفي لحظات يعني في ديئة 45 يعني دي اللحظات القليلة أو اللي في الحقيقة يعني حصل لي بعض القلق وبالتالي كانت ضربة جزاء كان يعني كنت داخل بمزيداً من التركيز بقى والحرص الشديد جداً ودي كانت هدف تاني وخسرنا هناك واحد صفر فبالتالي أصبح الهدف ده هو كان الهدف المرجح لنتيجة المباراتين ودي كانت مبارات الوصول النهائي لمبارات الهلال دي أعتقد أصعب نطف أتمنى إن شاء الله أن أولادنا يريحونا في النتيجة دي وما نحتاجش بقى فرق الأهداف أو فرق النتيجتين وبإذن الله تكون المبارات الأولى مطمئنة وحققوا بإذن الله طموحات جماهيرنا جماهير النادي الأهدي بهدفة تقليدي طوارق طائر اشتركوا في القناة 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 من خلال طبعا تركيز اللاعبين وإصرارهم على نتيجة إيجابية فيه هذا اليوم إن شاء الله يبقى أهلاوي أحمر بأمر الله بغض النظر طبعا النهاردة احنا نلبس أزرق زي البديل في هذه المباراة يا رب أمر الله كل التوفيق زي ما احنا شايفين كده كنا على الشاشة لقاء كابتن طاهرة وزيته وتركيزه على بعض الأمور اللي ممكن بعض اللاعبين يستغلوها في هذه المباراة وأمامنا أيضا على الشاشة طبعا مدينة سوسة وأوتوبيس الخاص بالعبي فريق النادي الأهلي والمتجه للملعب الأولمبي بسوسة اللي هتلعب عليه المباراة بأمر الله أكيد حالة تركيز شديدة جدا من اللاعبين خلال طبعا تواجدهم ومتجهين لأرض الملعب يا رب إن شاء الله يكون حالتهم الفنية والزهنية والبدنية في أحسن حالتها في هذا اليوم إن شاء الله كل التوفيق ليهم بأمر الله طبعا هيكون معايا في الستوديو نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي اللي هيكون تحليل مفصل عن هذا اليوم الصعب وفي نفس الوقت المهم بالنسبة لفريق النادي الأهلي يا رب كامل التوفيق ليهم كابتن ربيع يسين نجم مصر ونجم النادي الأهلي موجود معايا في السلطة طبعا كابتن ربيع براحب بحدك كابتن ربيع نور دائما ومتعلق وموفع دائما يا رب أمر الله طبعا كابتن ربيع رحب بي كابتن وليد زكروة نور حشن حبيبي يا كابتن نور حشن كتير أيضا كابتن سامير كامونة نجم مصر ونجم النادي الأهلي كابتن سامير برحب بيه كابتن الشيخ حبيب أوروام ناور وموفق يوم حلو بأمر الله خلينا أقولكم سريعا بقى أنا رحب طبعا بديو في يمكن زي ما احنا شايفين اتجاه الباص خاص بفريق النادي الاهلي للملعب ولكن طبعا تشكيل فريق النادي الاهلي وصل لنا في حراسة المرمى شريف إكرامي علي معلول محمد نجيب رامي ربيع أحمد فتحي هشام محمد عمر السلية وليد سليمان عبدالله سعيد أجيه وليد أزر ده طبعا تشكيل فريق النادي الاهلي النهاردة أكيد اللعبين اللي قلنا أسميهم النهاردة أو دلوقتي هم موجودين دلوقتي في الباص بيفكروا بشكل مختلف طبعا اللعيب الأساسي خلاص المسئولية هتبقى عليه كبيرة في بداية المباراة أكيد كله بيبقى عليه مسئولية سببها الاحتياطي أو الأساسي أو اللي برة ولكن هؤلاء اللعبين اللي تم اختيارهم بيبقى موقفهم في الأوتوبيس مختلف بيركزوا بشكل مختلف الوضع بالنسبة لهم بيبقى مختلف ولكن طبعا كل التوفيق من بداية من شريف إكرامي وحتى وليد أزارو كل التوفيق ليهم إن شاء الله يبقوا في أحسن حالتهم في أفضل حالتهم كابتر ربيع يعني تجاه الأوتوبيس وإحنا قلنا التشكيل تشكيل كمتوقع كابتر ربيع إن شاء الله النهاردة يبقى يوم كويس بإذن الله وليلا نفرح بيها زي مفرح يوم الترجي ومصر تعيش سعيدة بإذن الله وربنا يبقوا بخاطرهم يقدموا عرض رائع ويجعوا بنتيها كويسة بإذن الله أعتقد هو منطقي جدا وهو تغييرين هشام بديل العشور وأجياء مؤمن ده أحسن تشكيل وأنسب تشكيل وأعتقد أنه بامتياز بالنسبة لحسان بادش طيب يعني كابتر يمكن كلام كثير كان عن إن هشام محمد آه بقاله يعني موجود مع النادي الأهلي بس فترق سيارة كان فيه عنده ثقة من كابتر حسان بادل وإشراكه في مبارات الترجي وشوفنا كان لعيب صراحة ما شاء الله ما عندهش ما بيخافش نزلوا وكان بيتحرك وبيضغطوا وبيشوت كميع عنده القدرات دي بشكل مميز ولكن النهاردة كابتن برضو حسان في حيط الدفاع وجود محبا النجيف زي ما هو ما غيروش بالرغم من اعتماد الفترة اللي فاتت بشكل كبير على ساعة ده برضو بيأكد أن كابتر حسان ما بيحب الشغاية طبعا ما احنا اتكلمنا على كان عنده ثبات في التشكيل ما بيغميرش أهو بيكسب بييلعب بيه هو ثبت في كل حاجة يعني حسان على مدار الموسم اللي فات في دوري وكاس وافرخي أنه عبره الفنية واضحة يعني واضح فكره واضح أنه الرجل بيتقلق ويبدع ويكسب خلاص أنا غير ترى أربعة اتنين تلاتة واحد مثبتة وهي الهضمها اللعيبة وهو اللي بيحق بيها الأرقام ويضرب بيها الأرقام يبقى أنا أألف ليه هي الدوافع بس بتختلف من مباراة المباراة ده لك أنا ممكن أعب عندي مرونة تكتكية أثناء سيل المباراة يعني احنا مثلا نشوفنا في التراجل التونسي عشان أحداث وغير أحداث النهاردة محمد كان ممكن تختلف حاجات كده جدا لو مثلا أنا كنت أدخرت في الأهداف كان أكيد هيغير لكن أنا مغاشر مثبت تشكيلي ومثبت مجموعة الوظائف اللعيبة في الأماكن بتاعتهم ومثبت الطريع والشكل إذا كان هجومي أو دفاعي فردي وجماعي فهي تشكيلة حسامة يعني مثبت وبيكسب والأمور مشا كويس والخط الضار اللي أتكلم عليه أعتقد أن الخامسة شريف بخط ظهره كانوا نجوم برات الترجي كانوا فيها أخطاء يعني الخامسة دول بصراعة فلازم يثبتوا ونجيب بيرجع فيه وقت ورائع ورائع من الحمد لله بدأ بيرجع لمستوى معلول في أفضل حالاته الفنية وفاتحي على طول في أفضل حالاته ما شاء الله فالرباعي بشريف كانوا مطلقين في ماتش الترجي بالرغم من كابتا ناريد من كابتا حسام البادري قال أن أنا هلعب بشكل مختلف لفريق النجم السحري لأن شخصية فريق النجم مختلفة عن الترجي طريقة لعبه الشكل الفني النقاط القوة والضعف عنده مختلفة عن فريق الترجي ولكن ما زلت أنت ما بتغيرش حتى لو أنت هابتفكر بشكل خطتي مختلف بص هو حفظ على نفس الطريقة متفق معاك أربعة اتنين ثلاثة واحد لكن أنا شايف أن التشكيل لا فيه تغيير فيه مغامرة هجومية يعني النهاردة هشام محمد على حساب حسام عشور نحن عارفين أن حسام عشور دايما هو اللعيب اللي بيرتكز قدام خط الدفاع بالكامل النهاردة إمكانيات هشام محمد وإمكانيات السولية دايما على قدام فأدي التكة التكة التانية وجود أجاية على حساب مؤمن ذكرية دي برضو يعني فيها واضح أن كابتن حسام بيعمل مغامرة محسوبة أنه هو بيلعب بأجاية أجاية هيروح كراس حربة تاني مكان أو جنب وليد أزارو دي أنا تقلقني تقلقني ليه لأن الجنب اليمين بتاع النجم السحلي جانب قوي جدا حمد بنقاز قدامه كمان بنجورة النجم الكبير خليل بنجورة بقى حمزة لحمر دون معطع كلام هذا كابتن بس عشان يعني التغيير في التشكيل يعني ده جلنا من تونسان أنه هو سعد سمير مش محمد نجيب بس عشان نوضح وانصحح المعلومة ها هو كان سعد طبعا كان مصاب ونجيب هو اللي لقى بالترجي لكن سعد رجع وسليم اللي اتنين مش هيفرقوا أو عن بعض هو هيفرقوا في المراكز بمعنى إيه لو سعد اللي بيلعب يبقى رامي هيروح سردباك شمال لو نجيب اللي بيلعب يبقى نجيب هياخد سردباك شمال ورامي هيروح سردباك يمية وده نقطة مهمة جدا يعني في تاكتك المباراة خصوصا في التعامل مع عمر مرعي نقطة مهمة جدا أن كل واحد يكون بيلعب في مكانه لأن انت عارف النادي الأهلي والفرقة الكبيرة بيلعبوا منطقة مش بيلعبوا مان فبالتالي عمر مرعي هيروح ناحية الشمال هياخده نجيب هيروح ناحية اليمين هياخده رامي ربيعة وهكذا دي تفرق كتير قوي مع النادي الأهلي وفرقة من ساعة محجزي مشي والمكان ده يعني فيه اهتزاز شوية لكن أنا بس عندي تحفظ على أجياء أنه هو يلعب كطرف شمال أنا خايف من الجابهة دي هل الكابتن حسام يدي الأجياء مهام دفاعية هل هيعاون علي معلول في صد الناحية القوية جدا لفريق النجم الساحلي حمد النقاص ده طبعا باكرايت منتخب تونس وقوي جدا قدامه خليل بنجورة ده واحد من أحسن اللعيبة للأفارقة اللي موجودين كمان حمزة الأحمر بيروح هناك يعني الجابهة دي جابها قوية جدا فهل الكابتن حسام مميل حد مميل هشام محمد مميل كويس كانت في مبارات ترجي سواء وليد سليمان أو مؤمن بس مؤمن العودة للجزء الدفاعي مع أحمد فاتحي أو معلول مؤمن إمكانياته الدفاعية أعلى من أجاييه أجاييه الردة بتاعته ما بتبقاش زي مؤمن مؤمن بيرجع للآخر خالص هو وليد سليمان لدرجة أنه بيدخل منطقة التمنتاشر يعني حتى لما علي معلول يضم الجوه جنب نجيب ويمسك هتلاقي مؤمن سليمان مؤمن زكريا أكي أنه هو الباكليفت بتاع النادل أهل نفس الوضع بيعمله وليد سليمان الناحة التانية لما أحمد فاتحي يخش ويضم جوه بتلاقي وليد سليمان أكنه باكريا فالحطة دي النهاردة هل الكابتن حسام ملعب أجاييه عشان يقفل على حمدي حمدي النقاز اللي هو الباكريا المميز جدا ممكن ممكن يكون عايز ياخد من وراه ممكن يكون عايز يسيبه يهاجم وهو يفتح جبه أول ما الأهلي يستحوز على الكورة كل ده هنشوفه لكن طبعا التشكيل في ناحية هجومية في واضح أن في شراسة في جراءة في جراءة من الكابتن حسام البدري لأن كل اللي بلعبه كل إمكانياتهم هجومية باستثناء رامي ونجيب باقية الفرقة كلها التامة اللعيبة كلهم عندهم قدرات هجومية برضو هذا كابتن كامولة رأي هذا في التشكيل بس السؤال ممكن يعني يبقى مجمع علينا لو حد عنده رأي في الجزئية دي يشام محمد يعني رأي طبعا لما نيجي نبص لكابتن حسام واختياره دائما لحسام عشور هو عنده قدرات خاصة قدرات خاصة في الملعب هو أنه ألم الكورة استخلاص الكورة من الخصف وهكذا يشام محمد عنده القدرات الهجومية كما كابتن وديد تفضل وقال بشكل أعلى بشكل أقوى هل كابتن حسام هو بيفكر أن يختار يشام محمد وإلا أحمد فتحي يعني ممكن كابتن حسن تغيير أن أحمد فتحي يخش في نص الملعب هل حتى ممكن ينجح في جزئي اللي هو خصوصا أن أنت رايح بتلعب فريق ممكن مختلف عن الترجي بشكل كبير كابتن سامير لا هو اختيار موافق من كابتن حسام تشكيل كله متناسق فيه خبرات كبيرة كله لعب مع بعض بيعتمد كابتن حسام على المرشات التقيلة على خبرات لعبة النادي الأهلي زي عبدالله السعيد وأجيه وطبعا السولية وعبدالله السعيد وأزارو كل دي لعبة بصفة مستمرة زي ما تكلمنا من شوية أنه فيه حاجة اسمها سبات التشكيل فالنهاردة الكابتن حسام لما حط شام محمد حطوا الأهداف لعبوا ماتش الترجي شوت تاني قدر أن هو يستحوز ويلعب كرة والتوزيع والتحرك من غير كرة ويخل نفسه مساحة وشوت كرة على المرمى كان ممكن يجيب منها هدف فهو كان بأسباب بيحضروا للظروف دي ما كانش من فراغ أن كابتن حسام بيلعب هشام محمد المباراة الترجي وسي الجماهير والضغط العصبي مباراة كانت صعبة جدا أنه هو بيفكر فيه بعد كده وبيحضروا المشاط دي تحسبا لأي ظروف فالنهاردة بالفعل حصل حسام عشور تمنا له السلامة حصلت لأصابة فأول واحد بيفكر فيه مين هشام محمد أنه هو خاد التجربة واكتسب الثقة ماتش الترجي فأنا شايف أنه ليه دور كبير النهاردة أنه هو هشام محمد برضو عنده خبرات في أفريقيا مع فريط المقصة لعب مع كابتن هاب جلال بطولة الكونفادرالية أو بطولة أفريقيا فرجل في الملعب ونتعود على ماتشاط أفريقيا فالكابتن حسام النهاردة حطه جنب السولية هيبقى سنائيات يعني هشام محمد كورته أسرع شوية بيعمل أسستل قدام السولية بيبقى واقف شوية فهشام محمد نهاردة هيبقى ليه دور كبير كابتن حسام بيدي له ثقة كلنا ثقة في هشام محمد وبقية اللعيبة إنما نوجد نظر أن هشام نهاردة هيبقى ليه دور كبير جدا أنه هو يبقى واقف تمركز في وسط الملعب عنده تمرير كويس عنده انتشار كويس فاختيار موفق نادي الأهلي 3-0 طبعا هدف محمد أبو تريك في ديها كناشينو وأسامة حسني ومحمد بركات يعني دي تاريخ أنا أقول لحاولكم يعني تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين ده الهدف الأول لمحمد أبو تريك طبعا ده محمد بركات أنا آسف طبعا نجم مصر نجم نادي الأهلي محمد بركات كان جيل مميز جدا يعني الأحصائيات بتقول أن الأهلي لعب النجم الساحلي أفريقيا وعربيا 11 مباراة فاز الأهلي مرتين وتهزم مرتين وتعادل 7 مرات 12 هدف لصالح فريق الأهلي وتسع هدف فقط لفريق النجم الساحلي أكبر النتائج بالنسبة ل ما بين الفرقتين الأهلي في نهاية أفريقيا 2005 اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة 3-0 أما لفريق النجم الساحلي أيضا نهاية أفريقيا 2007-3-1 واضح جدا من النتائج أو الإحصائيات أن دائما مباراة صعبة ما بين النجم الساحلي والأهلي طبيعة خاصة ما بين الفرقتين فبالتالي هنشوف كابتر الربيع مباراة صعبة مباراة ما بين الفرقتين صعبة يمكن فريق النجم الساحلي هو الوصيف بنسبة للدورة التونسي السنة اللي فاتت أداءه مختلف يعني تحس أنه يعني فرق من الفرق اللي هي ممكن نقول مش عايزة أقول اللفظ الرخم في حتة الدفاع يعني تبقى دايما بتدايق الفرق الكبيرة قدامها كابتن طبعا هو فريق كبير ولكن بدايق الفرق مثل فريق آلي ما فيش حاجة سألها ما فيش حاجة سألها من نادي الأهلي زي ما قلنا الدوافع حتى في قبل النهاية حتى لو فرق ضعيب فيه دوافع كتيرة جدا منها الجمهور مثلا خد بالك هلعب الجمهور منها أنه هو صاحب الأرض منها الحكم حاجات كتيرة جدا الأجوال اللي عايشها النادي الأهلي يعني تحس أنه هو قبل نهاية وبعدين فيه دوافع كتيرة جدا إذا جايزة مالية كبيرة جدا ليوصل نهاية طبعا مليون وخلصمية ألف فرق تقريبا حاجة زي كده يعني المبلغ كبير جدا الدوافع كتيرة جدا ومنها دعوه زيكسب ودعوه زيكسب بس يبتتوقف طبعا على توفية الله سبحانه وتعالى ثم قلنا هناك أسباب فالنها من وجهة نظري الحمد لله إن النادي الأهلي كبير في أي موقع أو أي مكان وقدم أي فريق نادي الأهلي يملك القدرات اللي ما تخوفش النهاردة حصان البديل ماشاء الله البديل موجود لما عشور مشي بتصاب بص لقية شام محمد لما مؤمن قال حاجات كتيرة جدا الدوافع كلها تقول النهاردة حتى موضوع الملعب الداية أنا من وجهة نظري في الصالح نادي الأهلي دائما القدرات والمهارة العالية جدا في الملعب الداية ديها وليد واشابيل بقى لصالحنا إحنا الخبرات ممكن تحسن من كرة من جول لجول وقى لك ممكن من سرع ببصة تمريرة أمامية متقنة حاسمة تروح بي على الجول حتى في الدوافع دي كلها إحنا متعودن عليها الخبرات موجودة محمد تعودنا نادي واخد بطولة بطولة تسع مرات مفيش حد محصلة اتعود على كل حد ومادي وأجيال فتستعمل المعزينة التسع إن شاء الله ما هي خلاص الكابت الربيع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فلخصود الجانب الفني بالنسبة لي أنا الحمد لله أكيد كابت الحجام زي بقونا بطريقته هو جارس الفرقة كويس قوي زي كان فرقة بتعب أربعة أتنين بجناحين أدي اتنين وواحد واحد طبعا دع الشاشة ده أفريقيا بالنسبة لمواجهات التلقيتين لأهلي كسب 3-0-0-0 في توليش وكانت 0-0-0 في توليش برضو هم كسبوا بتالتة واحد فالسامور تخليف أنا بقول لك مفتحة كبيرة أن فريق آدل ABOUT أجهز فريق مش في مصرف أفرق ما مبلغش لأن لو كتبت مركة مركة لو كتبت كل واحد الواحده فرديا هقول لك الحمد لله عندنا قدرات عندك دلوقتي مشى الله رس بارمع رأى على مستوى فالجانب الفني من وجه نظري الحمد لله رب العين ما فيش خوف فيه خالص هو الأمور احنا كسبنا الترجع عشان انتزامنا خططيا عشان بعيدنا عن التوتر والعصبية وكان الأمر هادي والصغة خطالية جدا عشان نفذنا كلام مدرب نزلنا نفذنا الفنيات هي الفيصة احنا لما بتنفذ الفنيات محمد واللعيبة ان شاء الله بتتحد وبتتعاون وفيه ترابط فني على عنا مستوى من الأول للآخر بتروح تحقق اللي انت عاوزه فأكيد الكابتن حسام متفاهم الفرق كويساوي وزي ما قولت على مستوى الجانب الفني مش خايف وبعدين في ميزة هو ليه احنا عدين خمس سيان في تونس احترامة للفريق منافسة وخلي بالك الحجم متاع الفريق ده كل ده تركيز انتزام كل ده اكيد ان حسام بأمر الله تعالى حفظ الفرق كويساوي احنا عندنا دوافع فنية محمد دائما الفرق بتلعب بيها ويا الفنيات يا الحفظ ان انا عارف ان انا مطلوب من ايه مهام فبرده يعني هشام حجم هشام لما جابه الناد الاهلي اكيد عارف ان هو يلعب في ايه وقت والمطلوب بانه ينفذه ان هشام لعيب اكيد كبير ونجم كبير الاهلي جابه مفيش خوف طبعا وهو لعيب عنده جراءة كابتن يعني نازل ماتش اللي فات مش خايف نازل لا لا طبعا يعني عنده قرار التصويب مش هامم اي حاجة اولا هجيب مع لعيب يا محمد ففوست كوكابة الناد الاهلي والنجوم والبطولات دي كلها وعنده خبرات كافة مع المقاصر طبعا وعنده وكان مبوض مع الناد الاهلي ما ينفحش اجيب لعيب حشان اختبره ما ينفحش اجيب حشان لسة ولسة فالامور الفنية لما نتكلم فيها ونتكلم بعمق فيها امام الله تعالى هتلاقي الحمد لله الصالح لعهم بإذن الله تعالى وتوفيه لتيب النادي الاهلي ان شاء الله انا بشكر طبعا جمهور النادي الاهلي اللي مع الفريق هناك في سوسا وبدعمه بشكل كبير ودي حاجة مش مش قليلة او مش اول ولا اخر مرة جمهور النادي الاهلي هيكون متواجد مع الفريق المهندس الحمود طول كمان هو قاعد مع جمهور ويتكلم في المرحلة اللي جاية كمان مع جمهور ودخوله بقى والحال اللي ممكن تبقى موجودة ان شاء الله في الفترات القادمة ما بين بعد ان شاء الله دخوله الجمهور دي حاجة كانت مميزة جدا كابت وريد خريق اقول لك قوة المباراة النهاردة ان النجم السحري كان الاول على مجموعته وماشي بشكل كويس من بداية البطولة اوضع النادي الاهلي تاني على مجموعته ولكن النادي الاهلي برغض النظر بقى تلع تاني ولا او اول ولكن هو بيبقى هدف ودايما الوصول للمباراة النائية النهاردة تلعب على ارضه كالترابية تفضل وقال الملعب رغم النواء صغير ولكن لا فايدة لنا ولكن عندنا مشكلة ودي حتة دايما بتبقى صعبة ويمكن الهدفين اللي دخلوا فينا في مهورات تراجي كان من كرات سبت ملعب الصغير كرات سبتة بتبقى بالنسبة له خطيرة جدا زي النهاردة كانت عشان ممكن يتعامل معها مصر احنا عندنا مشكلة في الدربات السبتة دي حقيقة يعني مش عايزين نخفى لها خصوصا بعد مغادرة احمد حجازي تحديدا وحشام غالي وعمري جمال فيه 3-4 لعيبة كده كانوا اطوال في النادي الاهلي لكن بيحاول اللعيبة تتعامل مع كرات السبتة طبعا شريف اكرامي مهم جدا التواجد جوه خط التمنتاشر دي نقطة مهمة جدا من الشريف يريح كل الديفينس انت النهاردة عندك يعني لو شفنا محمد نجيب ورامي رابعة ووليد أزار من وجهة نظر ثلاثة فقط لو ساعدة هو اللعب أو نجيب هو السردباكين والرأس حربة الباقي كله علي معلول قصير هشام محمد قصير فاتح قصير عبدالله سعيد قصير وليد سليمان قصير يعني ما عندهمش كمان ألعاب الهوى فبالتالي انت لما بيجي عليك فأولاد على التمنتاشر وكورنرز كتير دي فيها مشكلة علشان كده احنا بنقول لكل اللعيبة للسولية لهشام للعيبة اللعب اللي بتلعب في نص الملع حاول تقلل من الأخطاء على التمنتاشر حاول بقدر الإمكان أحمد فاتح بيندفع علي بيندفع وليد سليمان بيندفع كل اللعب اللي بتلعب بحماس ممكن ساعات بيبقى زايد حاول بقدر الإمكان تقلل النقطة دي لأن الحتة اللي انت بتقولها دي غاية في الأهمية انت النهاردة الترجي جاب فيك الجنين من ضربات سبت إذا كانت واحدة على التمنتاشر من برة أو ضربة ركنية فبالتالي ماينفعش إن احنا كل شوية نتقرس منه فدي نقطة مهمة جدا آه النادي الآلي بيعاني في الضربات السبتة الملعب صغير الموضوع يبقى أخطر كمان بمعنى إيه إن أي كرة هتلاقي جواه التمنتاشر الملعب لما بيبقى مسحاته قليلة يعني أنا لو هرفع من عند الباك ليفت من عند الباك رايت من بعد النص الملعب هحطها في التمنتاشر هتبقى مشتركة ما بين أفراد كتير هنا مين اللي رايح شريف إكرامي شريف إكرامي ما شاء الله بيقترب من اتنين متر بيلعب بأيدي حارس مرمى كويس أطلع وأمن خط الدفاع بتاعي وأطلع وأمن نفسي يعني حط رجبتي يعني ربنا يمسيه بالخير وحش أفريقيا كبير بقى كابتن إكرامي كان يطلع ورجبته في صدر أي حد جاي عشان ما يجيليش تاني لكن إن أنا ألعب كورات سابتة وتبقى رايحة جاية طبعا وفي نفس الوقت أنا كمان لما يجيلي ضربات سابتة كابتن ربيع ذكر نقطة مهمة جدا الماتش اللي فات كان في الترجف في مصر تقريبا وكمان في مباراة طلاع إنت بيجيلك 8-9 كورنر و7-8 فاولات ما بتستفيدش منه بتستفيد بوحدة مع إن بيجيلك 17-18-20 كورة سابتة لا عايزين لو أنا جالي لا نحس إنها دربات جزائق كابت ما نحسش إنها كده بتعدي الظبط لو أنا جالي كم ده كفاروق لازم أنا بقى لو أجيلي 17-18 واحدة أجيه 3-4 صح فبالتالي من وجهة نظري عندي واحد من أحسن اللعيبة اللي في أفريقيا بتلعب ضربات سابتة علي معلول بيلفها كأحسن ما يكون عبدالله السعيد وصالح جمع لما بينزل رجليه مصبوطة سواء صالح أو عبدالله فأنا بعمل الكروس بس أهم حاجة الناس اللي بتنقض الضربات السابتة بتمثل أكتر من 20-25% من أهداف العالم فبالتالي وخصة في مباراة زي مباراة الممكن تصعب خلينا نروح لمحمد سعيد زي مننا في أهل مدينة ناصر مخار نادي الأهل مدينة ناصر أكيد أجواء هناك من خلال طبعا الأعضاء هناك واستعدادهم لمشاهدتهم لهذه المباراة سريعا محمد يقول لي إيه الأخبار عنك موسيقى 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 كابتن محمد فاروق أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهل وجمهير النادي الأهل في ربوع الوطن العربي الكبير هنا من مقر النادي الأهل في مدينة ناصر ومتابعة حية ولحظة بلحظة مع أعضاء النادي وجمهير النادي هنا في المقر لمتابعة هذه المباراة وبالتأكيد متابعة حية لهذه المباراة الهمة في ظل حضور أعضاء من النادي الأهل في أقصر من مكان داخل مقر النادي خاصة إدارة النادي أو الإدارة التنفيذية خاصة أقصر من مكان وسيكشن من خلال شاشات برجكتور لمتابعة هذه المباراة في هذه اللحظات معي يمكن عدد برضو من جماهير النادي الأهل وأعضاء النادي الأهل والمفاجأة الجميلة وكأنك في الاستاد سواء في السوسة أو في استاد برج العرب الجمهور متواجدة معي بالأعلام والزمامير الكل متواجد زي ما انت سامع طبعا كابتن محمد فاروق الجميع سعيد طبعا بمتابعة هذه المباراة أهلي خلاص بيقترب من اللحظات الأخيرة ومباراة نصف النهائي في البداية برحب بيكو على شاشة القناة الأهلي حرسين على متابعة المباراة داخل مقر النادي النادي مديد مصر طبعا كل مرة كده لازم بنيجي ونشجع النادي بتاعنا طبعا وإن شاء الله النهاردة متوقعين فوز جامد إن شاء الله احنا رجين 2-0-1-0 بس ياريت بقى كده فيه ثقة نعم ثقة جامدة إن شاء الله إن شاء الله كل مرة كنا بنبقى يعني مجدودين وخايفين ولكن الحمد لله ربنا بيوفقنا الحمد لله أهلي 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 طيب برضا عايزة عارف توقعك ويمكن شايفين عالم النادي الأهلي طبعا بيتزاين هنا داخل مقر النادي لما يتنصر بداية عايزة عارف توقعاتك شايفة المباراة زي وإحساسك كده بالأهلي في نصف نهاية أفريقيا أنا توقعاتي إن شاء الله النهار ده هيكون 2-0 والسعيد إن شاء الله هو اللي هييدخل الجال المباراة صعبة؟ صعبة أكيد بس إحنا قدها وقدود أجواء المباراة السوسة ولا الأهلي عنده خبرات ممكن يرجع بنتيجة إيجابية هناك لا أكيد هيرجع بنتيجة إيجابية ده الأهلي ده ده الأهلي مش أي حد طيب برضا عايزة عارف توقعك للمباراة مباراة ممكن تقلص كام كام أو الأهداف إيه أنا بقول إن إحنا الحمد لله يعتبر أنا بتوقع إن إحنا خدنا البطولة الأسبوع اللي فات كنا متأخرين بجون وبعد كده جبنا جونين فأنا بتوقع إن الحماس دلوقتي اللي موجود واللي تعلموا اللعيب في الفترة اللي فات دي الأسبوع اللي فات ده جديل إنه هو يخليهم يفوزوا النهاردة وفرق مش كبير طبعا واحد يمكن بكتير قوي وهيرجعوا يفوزوا هنا إن شاء الله وهنلعب في النهاية وهنفوز في النهاية توقعك ممكن من ينجي أهداف؟ آجة إيه آجة إيه طيب برضا أزعرف توقعك ممكن من يحرز هدف النهاردة بالنسبة للنادي الأهل أنا قلت لك أنا عندي عبدالله السعيد هو نمبر ون قلت لك برضو علي معلول وعلي معلول عندنا هنا علي معلول هيبقى بقى معلول وعبدالله السعيد وأجاي إن شاء الله يا رب نجيب ثلاثة يا رب المزمار والعالم ده حاجة أساسية لكم ومتجوا تطورة نحن متربين وإحنا صغيرين على بي بي بأهلي بي بأهلي دي لازم أهلي 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 اهلي اشتركوا في القناة 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 انت بقى هنا عندك المشكلة انك تاخد كرة تانية وفي نفس الوقت تقدر تنع عمر مرعي من يلعب ضربات الرأس في شكل جاي داخل الثمانتاشر الكبار بصه مهم جدا ان انا اعرف اللعب اللي قدامي بيتماس بيه وابتدي حاول اعمل الحاجة اللي تفقده ومسته بمعنى ايه فيه راس حربة بيبقى حريف مثلا انا ده ما خليش الكرة توصله فيه راس حربة بلغة الكرة كده هجام يعني عمر مرعي من رؤوس الحربة اللي بيجري في كل حتة وبينطه في كل كرة ويعني فيه برضو لعبه فيه شوية عشوائية يعني بيجري في كل حتة ده اللعبه ازاي اللعبه بعقل بمعنى ايه ان ممكن هو يطلع ياخد الكرة مفيش مشكلة اسيبه ياخده بس اخد انا من تحته يبقى انا عارف وهو طالع هيحط الكرة يمينه او شماله ابقى انا مأمن نفسي وهكذا ملتحمش معه كتير لانه هو وهو في الهوى بيقع بيعرف ياخد فولات عمر من زمان وهو في الداخلية وهو في انبي وحتى لما راح شوية منتخب مصر يعني في كل المواقف بتاعته في مباراة الاهل ترابلس خد فولات كتير لانه هو بيعرف يستلم ويقع زي ما بيعملها كده عمر جمال اعرف انا اتعامل معه بس بالمخ بالعقل مش بالقوة لو تعاملت معه بالقوة هو هيتعبني لكن اتعامل معه بالعقل فمهم جدا ان انا لكن كمان في نقطة التخطية برضو كتير مهم جدا برافو علي لما عشان ده في الاخر بيطلع عشان يدي الواحد جاي من تحت برافو علي هو الرأس حربة اذا كان حتى تحته خليل بنجورة او لو لعب ايهاب لمساكني غالبا هيلعب على حساب امين الشرميتي الاتنين عندهم سرعة والاتنين بيروحوا في الاماكن الفاضية فانا النهاردة دور احمد فاتحي ودور علي ان الراجل عمر مرعي ده لما يطلع وياخد الكرة بدماغه ابقى انا مغطي زي ما انت بتقول في نفس الوقت شريف اكرامي مهم جدا انه يبقى ورا خط الدفاع في مواقف كتير جدا لو الرأس حربة زحلق الكرة الورا او لو كرة طولية لازم انا كحرس مرمى اقمن القصص دي كلها واخد كل المواقف دي ابقى انا على طول في مكان بيسمح لي ان انا اروح والعبها مرة واحدة خصوصا ان الملعب داية ملعب داية يعني ايه يعني من عند الاخ كوناتي او رامي البدوي طبعا لعيب الدولي لو حطاها واحدة طولية لعمر مرعي يبقى انا خلاص انا بقيت ايه جوة طبعا يبقى انا هنا كحرس مرمى اكون فين ايه دي النقطة فالنقطة صحة كابت لازم صحصحة النهاردة طبعا وتركيز عالي وبتفي مع كابت ربيع مليون في المية في كلمة قالها كويسة جدا الملعب لما بيكون دايق وانا اللي بلعب برا دا في مصلح تانا المساحات بتبقى دايقة وانا عندي خبرات عالية جدا وعندي حرس مرمى عنده خبرة دولية وعندي الباكليفت دا منتخب تونس هيلعب على الباكريت منتخب تونس يعني الباكين الاساسيين في منتخب تونس هيلعبوا على بعض اذا كان حمد النقاص او علي معلول فعلي اكيد حافظ حمدي بشكل كويس قوي بيلعب معاه في نفس الفرقة فبالتالي نفس الوضع كمان محمد امين بن عمر العيد داولي الدفندر في نفس الوقت كمان ايهاب لمساكني كل دول المفروض انه اما زماية العلي معلول في المنتخب تونس فهو حافظه وفي نفس الوقت انا مش عايز انت قلت كلمة مهمة جدا انا مش عايز تحسب عليها ضربات سبتة كتير الملعب لما بيبقى داية وكورة بلغة كورة كده مخنوقة والالتحامات كتير هنا دور الحكم بقى هيبان هل كل كورة هصفر هل انا بلغة كورة كده هركب فريق النجم السحيلي عن نادي الاهلي كل دي حاجات انا بتفق معك انا بتتكلم في اللقاء قبل قبل ما نخش خبتان في الاستوديو كان بتتكلم عن مجوزية تحكيم ودي داية الاهلي احنا ببصلهاش بس ضركنا في اوقات كتير كابتن ولي اكد عليها كابتن ساد عبد الحفوظ امبارح تحديدا في الاجتماع الخاص بتاع المباراة مع مسؤول الاتحاد الافريقي واحنا عارفين الحكام هيبقى كده عندك عدد من الدول العربية المختلفة يعني الحكم من مكان والمساعد من مكان والمراقب من مكان الفكرة في ايه ان ما ينفعش اكون انا بلعب قبل نهائي وما يكونش عندي طاقم التحكيم على نفس الكفاءة انا بلعب الاهلي والنجم والنحة التانية اتحاد العاصمة والوداد يعني جزائر مغرب تونس مصر وهتروح للنهائي عربي خالص فما ينفعش انا اكون بلعب بالحجم ده مكافآت اتنين ونص مليون دولار للبطل تقاهل لكاس العلم للاندية محفل كل العلم بيتفرج عليه عشان يشد العيبة النهاردة انت الدور الفرنسي بيتفرج السمسرة من بلجيكا بيتفرجوا سمسر السويسرة بيتفرجوا اخطف واحد زي عمر مرعي اخطف واحد مثلا زي مؤمن زكريا اخطف واحد زي صالح جمع الناس كلها عينيها على دوري ابطال افريقيا زي دوري ابطال اوروبا بالزبط فبالتالي ما ينفعش انا عالي في كل حاجة واجه في عنصر التحكيم وابق واقع ارجع لافريقيا اللي هي الستينات والسبعينات اللي هو كل حاجة طالما بلعب صاحب الملعب بالفرقة واي حاجة ضربت جزاء والكلام ده طبعا يعني مش هيبقى مقبول طبعا كاتلان احنا المقشين اللي فات فصراحة الحمد لله ان احنا بتركزنا وان احنا ما فكرناش في موضوع ده ودائما ده بقوله واحنا دائما كاتل خلي بقلك وكاتل ربية كلنا يعني عدينا المواقف دي احنا بمنبوسش خالص موضوع التحكيم وبنركز بشكل كبير في الملعب وربنا بنصرنا في الواقع وانتا محمد اخر من بتاع ترجي انتين اتنين اللي فات اوليب ده عمل كل حاجة وربك خاية اللحظة ديها كابتن معرفناش هل هو جزء اخت فرنقكم ولا مجي سايب الحمد لله انتون انا سيبك سيبنا طيب قبل ما اروح لكابتن سامير هروح بس اروح شوف تقريري عن المباراة وارجع اتكلمه على جزء الهجوم النادي الانهاردة وكافية التعامل مع ادفاع النجم السحاب جماهير الكرة المصرية والعربية على موعد مع واحدة من اقوى المواجهات ببطولة دور ابطال افريقيا في نسختها الحالية والتي وصفها الجميع بانها نهائي مبكر للبطولة تلك المواجهة النارية التي تجمع بين نادي القرن الاهلي والنجم الساحلي بملعب الاخير بسوسة ضمن ذهاب دور نصف نهائي ودائما ما تحفل مباريات القطبين الاهلي والنجم بالندية والاثارة على مدار تاريخهما في البطولة الافريقية ولم ينجح الاهلي في تحقيق اي انتصار على النجم الساحلي في ملعب الاخير بسوسة حيث تعادل ثلاث مرات الاولى في الفين وخمسة بنتيجة صفر صفر بنهاي دور الابطال وهي نفس نتيجة ذهاب نهائي نسخة الفين وسبعة وكان النجم الساحلي بوابة الاهلي للتتويج ببطولتين افريقيتين بالسنوات الاخيرة حيث ظفر المارد الاحمر بلقب دوري ابطال افريقيا الفين وخمسة بعد الفوز على النجم بنتيجة سلاث صفر في مباراة العودة وفي الفين وسبعة طويج الاهلي بطلا لكاريخ والذي اقيم بدولة اثيوبيا في ذلك الوقت بعد اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية حيث انتهى الوقت الاصلي بالتعادل السلبي بدون اهداف كل التوفيق للمارد الاحمر في مواصلة انتصاراته واسعاد جماهيره بفوز مطمئن ومريح اليوم يضع به قدما في نهاي البطولة الافريقية اشتركوا في القناة الاحلي بصراحة فريق كبير وما فيش حاجة اسمها مستحيله قدامه بدليل مش المطش اللي فات بس لا تاريخ النادي الاحلي كله الحمد لله الاحلي دايما بيوقف قدام الصعاب ودايما ربنا بيوفقنا واحنا املنا كبير اوي في ان اللعيب ان شاء الله هيكون على قدر المسؤولية والمدربين والجمهور وان شاء الله ربنا وفقنا ونطلع من نتيجة ايجابية انا مش عايز اقول ان احنا نغلب تلاتة واربعة لا نطلع من نتيجة ايجابية وان شاء الله ربنا يكلم لنجاحها اللعيبة والجمهور ومجلس الادارة ونحمل الكاس ان شاء الله طول عمرنا النادي الاحلي موقف صعب يبان والتاريخ بيقول كذا لو هنرجع 2001 2006 سلعب الحفيز بعدين زبوتريكا فهو ده الاحلي انه معد لعبت الاحلي عشان كده اي لاعيب بيجي في الاحلي لازم بننامج بصرها وياخد طبيعة النادي الاحلي بيتشكل تشكيل النادي الاحلي ترجي طبعا معروف ان هو احسن من نجم الساحلي بكتير واقوى بكتير فان شاء الله النادي الاحلي بقوته وبمدربه وبجمهوره وبمجلس ادارته ان شاء الله قادر على انه يتخطي هذه العقوة بالسهولة جدا 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 هي ان شاء الله مستعبة على اللاعبه وما قدها ان شاء الله وبإذن الله هيرجع منصرين ان شاء الله وبإذن الله اتنين سفر الاحلي اولا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرنا وهو مطش اولا من السهل يعني فيه ناس فاكرة اللي احنا خلاص وصلنا الدور النهائي لا المطش مستهل وفريق النجم الساحلي مستهل فاحنا ما مش عاوزين اللاعبه يبقى عندها نوع من السقة زيادة واكيد الكابتن خسام البدري هيقول لهم الكلام ده لان احنا المطش ده مستهل المطش صعب فان شاء الله ربنا هنصرنا ادو حيلكم وخليكم رجالة زي مطش الترجي انتو فرحتونا كلنا يوم مطش الترجي وفرحنا بيكو قوي وان شاء الله تقدروا تستمروا على نفس الحكاية لان اهم حاجة في لعبه الاهل ان ما يجياش يأس وان شاء الله نكسب ونوصل للنهائي ان شاء الله فاقولهم البطولة دي بان وحشتنا فاحنا نتمنى ان شاء الله ان المطش دوت ان شاء الله ان هو هناك زي ما قدروا يفرحونا في مطش الترجي انا باذن الرحمن عارف ان ان شاء الله مش انا بس كل اهلاوي عارف ان ان لعبة النادي الاهل باذن الله حيفرحونا ويكسبوا المطش باذن الله كل المواقف على مدى تاريخه الأهلي هو بطل المواقف الصعبة وبطل الساعات والدقائق الأخيرة وعودنا دايماً على الانتصار ومنتظر منه إن شاء الله الانتصار ودايماً الأهلي مش بيفرح بس الأهلوية بيفرح جمهور 90 مليون مصري بالعكس أكتر من 100-200 مليون عربي مستنين يفرحوا بالنادي الأهلي وجماهيره ومشجعيه في كل الدول العربية متعودين على كده الحقيقة أن مسيرة النادي الأهلي أنا شايفها مسيرة ماشية بطريقة زهبية وقوية جداً وبعتقد إن هو إن شاء الله حيحقق نتائج كويسة جداً في المطش اللي جاي مع النجم الساحلي خاصة إن هو أقوى من أقوى ندي تونس وبعدين برضو بعتقد إن فوز النادي الأهلي العظيم على نادي الترجي برضو ده حيديله دفع كبيرة جداً وحيديله قوة كبيرة للاندفاع نحو الفوز إن شاء الله على نادي الترجي نجم الساحلي إن شاء الله ربنا هينصرهم وتوجيء ودعاء من ربنا أنه يسعدهم ويوفقهم ويرفع رأسهم هناك ويرجعهم منصورين إن شاء الله الأهلي دايماً معودنا على البطولات ودايماً معودنا على الأوقات الصعبة وملعب سوسا ده إحنا عارفينه زيه زي رادس بالزبط ودي ملعبنا وإحنا بنعرف أصلاً نلعب قدام الفرق التونسية وعارفين بنكسبهم إزاي إن شاء الله هنكسبهم في سوسا وهنكسبهم في القاهرة كمان إن شاء الله أتوقع أن الأهلي يعمل ماتش كويس وربنا أقدم في الخير كده ونكسب الماتش هناك أنا بتوقع طبعاً يفوز الندي الأهلي وبقول لعبة الأهلي ألف مبروك على المشارة اللي فاتت وربنا أغفهم في المشارات الجاية وببرج طبعاً لجمهور الندي الأهلي وجهاز الندي الأهلي وكل اللي بيشجع ندي الأهلي طبعاً بقولهم ألف مبروك على الماتش وإن شاء الله كاس أفريقيا لي ألهم شدر حلكم ووجمهور وراكم ومصر كلها معاكم وإن شاء الله المكسب الحقيقة ندي الأهلي كان معتاد وكام هون معاودنا دايماً في المنشطة الصعبة بنبدع فأنا متفاعلة خير وإن شاء الله البطولة أهلاوية بإذن الله والله يوم ما كانوا كويسين وماشاء الله عليهم يعني وربنا يكرمهم بإذن الله طبعا هذه المبورة قوية جدا والسبب هي فيها نتيجة لحق النادي الأهلي اللي كانت غير متوقعة بالنسبة للجمهير بتاعت تونس والفوز على نادي التراجي فالمباراة تبقى صعبة جدا في تحفوز جامع جدا من جانب كل جمهير التونسية هيحضر مباراة عدد جمهير هيبى كبير جدا بس إن شاء الله الأهلي قادر على التخطي المباراديات وإن شاء الله هنعمل نتيجة جمهية هناك بإذن الله أتمنى التوفير للنادي الأهلي لأنه نادي كبير جدا مش على المساوق قرارة أفريقية كمان وإن شاء الله النادي الأهلي يفورس إن شاء الله بإذن الله زي ما عدوا التراجي هنعد النجم السحلي إن شاء الله لدول أبطال وزي ما خدنا بطولة أفريكا في اليد وفي السلة وفي الهندبول ان شاء الله نكمل الرابعة والله احنا اتفرجنا على الماتش اللي هو كان في تونس بين الفرقتين التونسياتين ان شاء الله الاهلي قدراته اعلى بكتير من الفرقتين والاهلي لعب مباراة جيدة جدا صحيح الطايم الاولاني كان مش مش في كامل قوة ولكن الطايم التاني ابدع بين نادي الاهلي وحقق كلها ده الماتشا مسه بقى اقوى بكتير بكتير من التركي بكتير قوي 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 واذا كان اللي عيب تلالي شايفيننا دلوقتي وبتكلم معهم انا برجوهم وانا معظمهم اصدقاء لي ان انتوا يعني تكونوا رجالة زي الماتش اللي فات ما نقولش بقى معجزة لا احنا عايزين فعلا نبقى رجالة مع المعجزة اللي هي تخلينا نكتاز اللي نجل الصحي من هنا كانت الفداية المصريين للقتولة رجعين 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 لاروحنا دون ديكم الكاس الله يخليكم موسيقى فعلوها الرجال اولاد الرجال الاهلي يرسم بسمة في عيون المصريين موسيقى 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 عن حبه وغالي يا الهوالي علي الله الحباس كلمات أغلى بالناس يا ربي أنا أغلى بالناس لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اشتركوا في القناة 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 وأحب بس أقول إن شاء الله بطولة أفريكا تبقى في الجزيرة إحساسك النتيجة ممكن يبقى فيها مكسب ولا تعادل إيه النتيجة من وجود نظرك الأعرب ليه؟ لا الأعرب المكسب إن شاء الله إن شاء الله نقسم الجولة دي من هناك إن شاء الله برضو عايز عرف رأي حضرتك إحساسك اللي أنا ممكن يعمل نتيجة الجباية بعد الفوز في تونس على الترجي ممكن يحقى نفس نتيجة إن شاء الله في سوسة مع النجل إن شاء الله هو المطشة اللي فات كانت كويسين جدا يا رب إن شاء الله يعملوا زي المطشة اللي فات توقعاتي إن شاء الله 2-0 النهاردة وربنا يوفقهم يا رب إن شاء الله يعني ممكن يحرز أهداف لو أنت شفت التشكيل أو عارف إن انطباعاتك كده عن الناحية الهجومية أجاي أزارو عبدالله السعيد علي معلول والله ممكن ربنا يوفق أجاي إن شاء الله وعبدالله السعيد إن شاء الله شوطة كده باله كتير ماهدفش فإن شاء الله في المطش دوت إن شاء الله يعملوا كويس إن شاء الله شكرا جزيلا كابتن محمد فروز ما بقولك جميع الأعمار السنية رجال شباب سيدات برضو العنصر النسائي بيتابع هذه المباراة في البداية برحب بيكي وعايز عرف يعني في البداية انتباعك عن المباراة احساسك مباراة الأهل والنجم والكل خلاص يعني لحظات وعد تنازل لهذه المباراة المهمة هو طبعا متشو صعب يعني بس ان شاء الله يعني نعمل حقيقة كويسة أتليس حتى التعيدل يعني وربنا يسهل وربنا يستر بس عشان متشو سو يعني دايما المتشوات اللي في سوسة بتبقى غير مثلا بتاع رادس بس ربنا يسهل يعني الاهلي قدها وان شاء الله العيبة تبار الجنة زي المتشوة اللي فئت متابعة مباراة الأهل يمكن انا لفت انتباه انك قلتي مباراة سوسة مختلفة عن رادس معل كده انت من المتابعين جايزين لمباراة الأهل طبعا طبعا يعني احنا اهلوية ليلة كل اهلوية صاميمة ونفوتش متشوات ولا دوري ولا كيس ولا اي حاجة طبعا فربنا يسهل يعني ان شاء الله يمكن النهاردة نكسر الموضوع ده وان شاء الله نكسب يعني ان شاء الله برضو عايز عرف رأيك احساسك كده يعني الاهل ممكن ان شاء الله يعملين نهاردة نحن بندع من ربنا ان هو يرجع يعني ربنا جبر بخطره واللعيبة تبقى رجالة وعلى يعني على قد المسئولية والحكم يا رب يكون كويس زي مش زي كله مرة وربنا يقف معهم ان شاء الله وعشمانين بالفوز ان شاء الله النتيجة وتوقع الهدف مين اه 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 اتمنى ان يكون عبدالله السعيد في صالحنا شوية بس ربنا يسهل يعني النتيجة بقى سبعة على ربنا مش عايزين نقاطع اه مش عايزين نقاطع يعني نتمنى الفوز بس كله خير ان شاء الله يعني هما بس يبقوا قد المسئولية وما يخافوش من جمهور بتاع النجم الساحلي لان جمهورهم صعب شوية وان شاء الله هتعدي على خير يعني وعشمانين خير ان شاء الله اسلام يا فندا مشكرك شكرا جزيلا برضا عايز اخد رأي حضرتك ان توقعك للنتيجة للمباراة شايفة ازاي اه الاول في البداية عايز اقولك ان الاهلي هو صانع الفرح الوحيدة الحالية في مصر عايز تطمينك وطمين كل الجميل الاهلوية ان الاهل الكيان الاهل العظيم الاهل الخبرة الاهل التاريخ قادر على حسب النتيجة من تونس وجميل ان هو كمان بنق الروحه حتى لو مش اهلاوي يعني لما تشوف ان المرة اللي فاتت الروح اللي كانت عند علي معلول وعندها جايه الناس كانوا بالعبوا كأنهم لابسين فهم الحمرة من عشرين سنة فاسمع لها حييهم النهاردة واشكرهم واقول اصدخاء الزمال كوية بالذات لان انا بحبوهم جدا بما ان الفرحة اصبحت هي الاهلي فخليك اهلاوي تكسب شكرا جزيلا خليك اهلاوي تكسب دين طبعات واراء اعضاء النادي الاهلي هنا في مدينة ناصر كابتن محمد فاروق كما تبات وسمعت بنفسك وكل مشاهدي قناة الاهلي مش عايزين نقاطع سيقاتنا كبيرة في لعبة النادي الاهلي ان شاء الله يكون فيه دور لعبدالله السعيد المهم ان شاء الله الاهلي يعود بنتيجة جباه من سوسة تساعد بإذن الله على لقاء العودة في برد العرب بعد سلاسة سابيع من الان العد التنازل لهذه المباراة بدأ ساعة او ساعة يعني ان شاء الله بإذن الله على انطلاق هذه المباراة واقل من ساعة العداد بتتزايد بإذن الله اهل مدينة ناصر خلال متابعة المباراة وبعد المباراة ان شاء الله تكون فيه فرحة بنتيجة ايجابية قبل العودة من تونس بإذن الله خلال الساعات القادمة والاستعداد ان شاء الله لمباراة العودة والطريق ان شاء الله يكون المشوار وردي بإذن الله لفريق النادي الاهلي والاستعداد للمرحلة القادمة والوصول بإذن الله للمباراة النهاية عود إليك من جديد كابتن محمد فاروق وديوفك القرام واستكمال التحليل لمباراة النجمة الساحلة والأهل في زهاب دور النصف النهائي لدور الأبطال الأفريق تشكر رزمينا محمد سعيد من مقر نادي الأهل في مدينة ناصر أكيد أعضاء الجماعة الأممية والأعضاء النادي مستمتعين طبعاً بتوجدهم داخل النادي وما بتفرجوا على فريقهم وكلهم صيقة زي ما أقول لكم هي صيقة متبادلة ما بين الجمهور أو الأعضاء النادي مع اللعبين والهدف هو إسعاد الجمهور والهدف هو حصد البطولات ويبقى دواليب مليانة في النادي الأهل بالبطولات إن شاء الله بطولة مهمة بطولة بقينا كلنا مستنينها بطولة أفريقيا دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله تبقى التسعة زي ما احنا بالنادي كده اللعبين التسعة يا أهلي إن شاء الله تبقى موجودة هذه البطولة وزي ما قال الكابترابيك كده وتفاعل خير إن هم بقوا وتسعة ولكن خلاص لسه هنخش إن شاء الله في هذه المعمعة إن شاء الله من خلال هذه المباراة ونكسب إن شاء الله جيل يمكن محقاش هذه البطولة حتى الآن مجموعة كبيرة منها يعني محقاش هذه البطولة حتى الآن نتمنى إن شاء الله من خلال هذه البطولة يكتبوا تاريخ دي ومن خلال حصولهم على هذه البطولة يعني لو معنا حازم البرع من مقر الأهل من الجزيرة طيب حازم سأخير عليك حازم حازم سأخير حالو طيب عبار ما يرجع حازم كتن عربية ما زلت في محور الهجوم وأكيد يمكن الثقة اللي موجودة عن الجمهور النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي خارج أرضه وبقت موجودة عندنا من المباراة الأخيرة للتراجي وفوز على التراجي هناك في تونس وأقل من أسبوع كابتن نشوة الفوز موجودة عندك من خلال طبعا الفريق واستقراره هناك نهاردة محور الهجوم عايزة أكمله كابتن كابتن حسام البادر نهاردة هتعامل ازاي خصوصا أن الوضع مختلف لجزء الدفاعي لفريق النجم الساحلي وطبعا بيعتمد على مجموعة حاجات فنية ومن هنا بيبتدي يختار القدرات اللي أقدر أروح بها وحق اللي أنا أعاوزه في التلت الأخير هو إحراز الأهداف طبعا شكرا قبل ما تنخش الجزئية الهجوم والتعامل مع الجزء الهجومي طبعا ودفاعات الفريق النجم الساحلي أروح لحازم مرة أخرى على الهاتف حازم مساء الخير عليك حازم إنسان نور كابتن محمد فاروق وديوفك الكرام تحيياتي ليك أخبار المقار الجزيرة وطبعا أعضاء النادي هناك بيستقبلوا للمباراة إزاي والدنيا أخبار إيه عندك هنا أجواء أهلوية رائعة كابتن محمد فاروق الأعضاء سراثوا بكثافة كل جاي وكل بيحدود للتعامل وثقة بالفور إن شاء الله بإذن الله درس النادي الأهل وفرت ثلاث شاشات عمضاقة في حضور أعضاء سكير جدا 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 هنا أثر بأكملها حضرة الزوج الزوجة الأولاد ممكن الجزة أو الجزة جوا جميل جدا وإذن الله يقول لحركة يا كابتن إن شاء الله بإذن الله نهاركك كل بيحضر الأمل إنه هنكتب وإنحاء نتيجة تقربنا من الرسول في دور النهاية طيب يعني قولي أكثر الأعضاء المتفائلين بيتكلموا عن نتيجة المباراة زي هو الجميع هنا لما نجي نتكلم مع حد فيهم بيتكلم لا إن شاء الله بإذننا هنكتب واحد هنكتب اثنين ده عبد الله سعيد هيتطلق النهاردة أظهره النهاردة إن شاء الله بإذننا هنشوف واحد ثاني وحيجيب أهداف في ثقة عالية أو إن شاء الله بإذننا في العيب في نادي الأهلي الروح العالية ده إن شاء الله بإذننا مصدرها إن الفوز الكبير اللي حققه فريق الأهلي على الترجي طبعا وكلهم برضو هنا بيتكلموا على الموضوع ده وإننا زي ما كسرنا الترجي إن شاء الله بإذن الله في تونس فهنحقق برضو الفوز على فريق نجز تحلي وهنقرب أو إن شاء الله بإذن دم البطول بالدور النهائي إن شاء الله الحزن في القاهرة إن شاء الله يا رب وده زي ما بقول إذن سيقع متبادلة بين الأعضاء وجماهير نحن سيكون بنتكلم مع محمد سعيد في مقر أهلي مديد نصف وبنتكلم معك دلوقتي في الجزيرة أكيد هو على قلب رجل واحد سواء بقمهور أو اللاعبين وجهاز الفني ومجلس إدارته إن شاء الله للحصول على هذه البطولة إن شاء الله ركبت الناربيع محور الهجوم ولكن قبل ما أقول لك محور الهجوم أقول لك بس التشكيل بتاع النجم الساحلي عشان هاتك برضو تكون في هذه الصورة ونت بتتكلم على هجوم النادي الأهلي والدفاعات النجم الساحلي المثلوسي في حراسة المرمى حمد النقاز من يمين الشمال حمد النقاز زياد بوختاص وكانوتي وغازي عبد الرازق في خط دفاع خط الوسط بين عمر أيمن الترابلسي وإهاب المساكني وأمامهم عالد بريكي وخليل بنجورة وفي الأمام كرأس حربة عمر مرأي ده تشكيل فريق النجم الساحلي كبت النهاردة وجهة نظر حتك في جزئية الهجوم النادي الأهلي وكيفية مواجهة دفاعات النجم الساحلي كبت فيه السلاسي طبعا بيحتمد عليه حسام البدر كويس قوي وبيختار السلاسي عندنا عبد الله السعيد وعرفين من عمق ودوره والعين المفكر المرحلة الهجومية الحاسمة ده مهم جدا فيه وليد سليمان معروف بخوته وسرعته وتسجيله وصناعته للأهداف وليد عنده ميزات كويسة جدا وكانناه دول فعال لما نزف ماشي التراجي في مصر ولما بدأ في التراجي في تونس أجي طبعا ده صاحب طبعا التخصص في في التغير وفي هز الشباك والفعالية الهجومية فترة غير عادية في الفترة الأخيرة بالنسبة له هجوم النادي الآلي مع أظهر القوي السريع أنت بتختار قوة سرعة تحول من دفاع لهجوم هجوم لدفاع بتتدور على انسجام بتدور على مرحلة أخيرة تقدر بأمر الله تعالى تسجل بها محمد يعني هنا طول سيستم في حسام البدري في استحواز في بناء واخد بالك في نهاء هجمة عامل التمرير له هدول كبير جدا في الفعالية الهجومية اللي بروح يأتي من النادي لهجوم من النادي الآلي يعني الحمد لله أن البناء من تلت المرحة محمد بيتم على أكمل ما يكون واحد اتنين بيوصل لعدات كتير جدا بتفنش بهدف أو تفنش كرة قطيرة واخد بالك على المرمى ده زاد أظاره أظاره عنده حاجات كويسة جدا عنده حاجتين مهمين جدا القوة والسرعة واخد بالك والجاري كتير للطول وبالعرض من هنا يمكن حسام لما قلنا في مواتش التراجي أن نبتدي بأجاية هو كان عنده وجهة نظر في أنه هو بيهد خط الدار بنتعني حاجة مهمة جدا محمد عشان خط الدار بياخدش سخة لازم قربكو ولازم أزعجو الحتة دي هي اللي بيديك السخة واخد بالك بتفرد اسلوبك بتروح من هنا حصلت الهزة لو تفتكر توليس المسشوت الأول كانوا مسكين الكورة كورة فتتين الملعة كورة كورة الخطورة كانت قليلة لكن لما ضغطت من الأمام واخد بالك وترجعت فوقات معينة وضغطت وترجعت واستحوز وسيطرت وروح تهدت وتوغلت بشجانب المهاري اللي هو حسام مختار حداشا للعيب المهاري صحيح خط بالك يا محمد مهفوظ وصفات للتشكيل خط بالك البدني يعني جهز بدنيا كل العناصر البدنية اللي موجودة جهز بدنيا زاد المهاري يعني تمرير يعني تحرك خط بالك حاجات كتيرة جدا طب كبتا يبدو نقطع كرام حتك ما الفارق ما بين المباراة اللي فاتت والمباراة دي عشان يحط أجيك اللاعب أساسي في التشكيل ويبقى معاه مؤمن على ذكر الاحتياط ايه الفارق اهو اهو اجيه عنده ميزات كبيرة كتيرة جدا خلي بالك النالة الهجومة دي حسام حب يبتدي بيها النالة الهجومة اللي نقالها اجيه الشوت التاني اللي انتهت بيها المباراة طبعا ده رفئيدي وراء رفحة عمل يعني عمل كل حاجة من أمتع الأشوات اللي عملها اجيه من الساعة مجيناد الاهل خلي بالك محمد وحأهلي انعاوزه تبنا لكنه خاصة الخلي بالك دي الملعب احنا بنبدأ تحت الضغوط يعني دي الملعب والجمهور الضغوط دي خلي بالك بتخلي الاهلي يتوغلوا وينطلقوا ويبدعوا فأجيه أبدع الابداع ده لازم أتدي بيه النهاردة أخلي بالك عشان أكثر بالسخة وانا لو سجلت هدف بدل يفرم مع محمد الهدف ده خلي بالك هيهديني الدنيا كلها ويهد جمهور ويهديني الفراء أنا بالمفهوم العام يعني انه أهد الفراء بأجيه جاهز وخلي بالك فأخطرت أجيه بيعمل لي مشاور جهي جدا ولاعب محوري ولاعب جوكر ولاعب يسدي في أي حت وعنده سرعات وعنده اختراق وعنده بكرة بتوغط كثير وعند ميزات كتيرة جدا اللي أصده النهاردة هو كامل الأوصاف في الاختيارات لأن أنا برو بأوصل كتير يا محمد أنا ممكن أوصل ومسجلش ممكن أوصل وقد قال لك مباش فيه ترابط ممكن أوصل وضيع لكن قال لك أجيه عنده بيزة إنه بيضعش كتير يعني ممكن تجيه ثلاث فرص يسجل منها واحدة أو اثنين فنسبة النسبة التهديفية برضه ويحافظها لي حسيم نسبة النسبة التهديفية وليد بيسجل طبعا ما هو لازم أفكر مين اللي بيروح يوصل ويسجل لي مؤمن كويس بس ويمكن بعيد شوية الموتش اللي فاد يعني مؤمن بيروح وييجي ممكن نستبج إنه إن شاء الله مغيره فأدي بنسبة الأجيه وبنسبة لعبد الله وبنسبة لوليد سليمان وبنسبة لأزهر طيب كابتن برضو تكملة برضو للموضوع أجيه هو شوط التاني فرق كمان في حتة انه ودي كتت مهمة جدا عشان تنقل نص فريقك في نص الهجوم وكان بيعملها بشكل كويس وده يمكن سبب من أسباب إنه يبقى موجود مع النجم السحية كابتن والتشكيل اللي شايفو حضرتك واختيار المدارب الفرنسي أوبير في لود اللي هي هذا التشكيل يعني ما فيش تغيير كتير كان فيه توقع نامين الشرميتي بس هو اللي كان طبعا محمزة الأحمر واجه على حساب اتنين من أحسن اللعبة اللي عنده أمين الشرميتي وحمزة الأحمر مادين بشكل كويس أقول لكن واضح إن الراجل مستر أوبير مقسم المباراة باين إنه حاطط كذا ورقة يقلب بهم المباراة يعني هو هيلعب 4-3-2-1 لكن البريقي علي البريقي هيلعب قدام غازي عبد الرازي ويعمل جبهة هو واضح إنه بيلعب النهاردة على جبهات فهيلعب حمد النقاص قدامه خليل بنجورة وهيلعب غازي عبد الرازي قدامه علي البريقي ويحط محمد أمين بن عمر وأيمن الترابلسي كدفندرين ويحط في الجزئية القدام إهاب لمساكني وخليل بنجورة تحت عمر مرع 4-3-2-1 هيشتغل جبهات واضح إنه هو ذاكر النادي الآلي كويس واضح إنه هو شاف حتى النادي الآلي في الشرط التاني بتاع الترجي إنه هو مكتسح الملعب يمين وشمال عامل حساب لعلي معلول وأجاييه لأنه هم كانوا لتنين نجوم المباراة مباراة الترجي فيبقى هو عايز يقفل على الجنب الشمال يقفل عليه إزاي إنه هو يزود اللعيبة اللي تقدر تدافع من ناحية اليمين فهو حطت ثلاث دفندرات هيعاونه كمان حمد النقاز مع خليل بنجورة أنه بيرجع نوجة نظركات أنه عامل حساب النادي مليون في المئة لا طبعا عامل حساب النادي الأهلي كويس قوي وأظن أنه هو حاول يتلافى الخطأ اللي وقع فيه الترجي اللي هو نقص اللي يقل بدنية حضرتك كل اللي احنا بنتكلم فيه ده سببه الأساسي هو نقص اللي يقل بدنية وتفوق النادي الأهلي في آخر نص ساعة عشان كده أجايز ظهر كده عشان كده علي فاء وفتح وراح يمين وراح شمال وتقلق جاب الهدف من ناحية الشمال وعمل الأسست من ناحية اليمين كل ده ما كانش هيحصل لو اللي يقل بدنية اكوال فهو هيلعب على الحتة دي هيعلي اللي يقل بدنية جدا أظن ده اللي عمله مستر أوبير الفترة اللي فاتت هيحاول أن النجم يلعب لغاية آخر وقت لغاية الدقيقة تسعين بنفس اللي يقل بدنية عشان كده واضح أنه هو ما قاعد أوراق كتير أقوية جدا يعني أنا بقول لك بأكد لك أن إحنا لسه ما معناش الاحتياطي بتاع الفريقين لكن لو حمزة الأحمر موجود في الاحتياطي هيلعب تفضل طب هستاذاني واسكتل لأن حمزة الأحمر موجودة كدت على فكرة هنأخذ التشكيل وتاني مرة تانية والبودلاء ولكن خلينا هروح سريعا لأمير يشام من ملعب الأولمبي بسوسة أمير هايقل لنا طبعا كل التفاصيل الخاصة طبعا بالمباراة والدخول جماهيرنا واستعدادات الفريق داخل الغرف الملابس أمير اتفضل أمير اتفضل محمد وليد 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 بالنسبة لدخة البدلاء الخاصة بالنسبة لأرخل خارج محمد 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 الأدواء هايقل أدواء طبعا عمسية جدا من قبل ظهور حيث جدا جدا من قبل مليان على أدو حوالي 15 ألف تطرق من طريق محمد متواجد طبعا عندهم حباد خمال كبير مثل عثم هما متحمدين بشكل وعندهم أمل كبير هما يستطيعون مدين آني طبعا إن شاء الله يستطيع إن شاء الله مدين آني حول آني مدين آني سيكون رجالة مارجة نطرح حول جميع جيدة طبعا طبعا طريق محمد هل دخلوا الأستاذ دخلوا على أرض أيها الملعب أو دخلوا على الغرف على طول طبعا الطريق أو الموصل لأستاذ يدخل الغرف الصف ما شوفوش أرضيك الملعب يعني بعدها دخلوا على أرض الملعب عشان يتركي على أنه الغرف الصريعين من شكل العمل أبل عمد مبرار طيب يعني الوضع بالنسبة لك الحمد لله الأمور إلى حد ما فيه هدوء بالنسبة للعبين أمور ماشية بشكل كويس محمود طير أمامنا كمان عشان شاشة كان وصل هل اجتمع باللعبين قبل المباراة ولا ما اجتمعش لا طبعا كابلين محضرة في الوكيل قبل محضرة في طريق المعب يترافل بروه وشك تنفيذ علماء المحفزة في المحفزة شك تنفيذ شكل جديد محاين كابلين بدأ يقالوا للعبين عشان شك تنفيذ مباراة تحديد صلب من العلم الآن يستحوذ على الخرق إلا وقت استحوذنا إن شاء الله سنكتب المباردين بالتالي الكلام الأفضل محمود طهير كان هناك اكتماع قبل اللاعبين أو لا؟ المهندس طهير كان هناك ثلاث تحديث من الجاذة الفنية لللاعبين وطبع منهم يستمروا في البجولة ويستمروا في الأداء الجايد ويستمروا في الأداء الجايد ويستمروا في الأداء الجايد ويستمروا في الأداء الجايد لتعلمنا القرش بدون المعادس طهير في الأداء الجايد يقرر أكل مباردين شكرا أمير كل التوفيق الدقائق ونبقى متأكدين في الملعب وبدأت المباراة ولكن لو هناك جديدة أمير ستكون معنا طبعا تقولنا عليه شكرا أمير غير مجهود هو دكتاق من القناة من تونس بقالهم أسبوع أو عشر تيام صراحة شغل قوي جدا لمرسليننا هناك بين كل كبيرة وصغيرة فريق احنا بننقل له لحضراتكم من خلال القناة الأهلي كنت قولي دي ممكن كنا بنتكلم على فريق النجم الساحلي وحمزة الأحمر حتى كنت بتتكلم عليه إذا كان موجود يعني لو كان موجود أكيد هياخد دور أو ليه دور لفت نظري كمان في احتياطي النادي الأهلي وجود محمد هاني يعني فيه تلاتة تحديدا أنا من وجهة نظري مؤمن زكريا وصالح جمعة ومحمد هاني ممكن يقلبه المباراة تاكتيكيا يعني وجود محمد هاني ممكن في بعض أوقات المباراة إذا ربنا كرمنا وأحرزنا هدف أو اتنين أو كنا متفوقين في النتيجة يقدر محمد هاني ينزل كبكريت ويضم محمد فتحي كثالث زي ما عمل كابتن حسام البدري في التراجي زي ما نزل شام محمد وكان موجود السولية وكان موجود حسام عشور يقدر يقفل قلب الملعب بحمد فتحي في حالة النتيجة كويسة كمان مؤمن زكريا وجوده وأجيه يطلع كراس حربة برضو نقلة نوعية ممكن يبقى على حساب وليد أزارو ممكن يبقى على حساب وليد سليمان فيها تكة فنية كمان صالح جمعة وطبعا الزيادة العددية اللي بيعملها النادي الآلي لا قدر الله لو في حالة ان احنا متأخرين في النتيجة فكل ده سيناريوهات الكابتن حسام بيعملها لو جبنا جون إلا أنا هعمله لو لا قدر الله طرد مننا واحد هنشتغل إزاي لو ان شاء الله جبنا احنا جون هنشتغل إزاي لو دخل فينا جونين هنشتغل إزاي لو احنا جبنا جونين هنشتغل إزاي كل ده سيناريوهات بيكون محضرها المدير الفني مع لعيبته في التحضير للمباراة طيب كابت سميري قبل ما اروح لتقرير عن المواجهات ما بين الاهل والفرق التميسية بس سؤال تشكيل حتى كنت قلت لي أن فيه نقاط ضعفه في فريق النجم سحلي من خلال التشكيل الموجود حاليا أنت مصر على جزئية يعني هل فيه حاجة جديدة ممكن فيه النقطة الضعف اللي بالنسبة للفريق النجم جديدة بالنسبة لهذا الفريق لا هو 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 هيبدأ المباراة رقم خمسة ده لعب مالي زي ما أنا اتكلمت من شوية قلت أنه عنده نقط ضعف أو فيه خلل في الدفاع نقدر نستغلها عن طريق أزاره إنما طبعا ما فيه شك إن فريق النجم السحلي مركزين أول نهارده كل تصريحات وكل الكلام في السوشيال ميديا إن المدرب نازل هيضغط ويدغط جماهير وعايز يكسب النادي الأهلي ودرس النادي الأهلي مباراة التراجي إمتى يهاجم وإمتى يدافع عمل نفسه سينيريات كتير إنما لو إنت جيبت جون إن شاء الله أورجه ساعة هتغير كل السينيريات اللي هو عامل هتلغبط له الدنيا إحنا عندنا واجبات النهارده الدفاعية بقى للنادي الأهلي لازم أتكلم عليها واجبات سينيات النهارده عندك عمر مرعي إن شاء الله ساعة سامير يوفق ويلعب معه منتومان في الكرات المتحركة أو في نص الملعب بالإضافة للكرات السابتة إن عمر بيلعب بهيدرز كويس جدا لازم يكون فيه رقابة دفاعية والعاب الهوى تتعامل معها بمرونة وتركيز دي مشكلة هتبقى على النادي الأهلي النهارده زي ما تكلمنا الملعب دي فيه فاولات كتير فيه ضغط فيه مشاكل ممكن مع الحكم فيه فاولات كتير إنما النهارده دور أحمد فاتحي ومعلول ورامي وساعد ما نعملش فاولات برد 18 ما نعملش مشاكل من على الإطراف إن هم مميزين بالكرات العرضية مميزين بالكرات العرضية مع عمر مرعي فدي ميزة ليهم عايزينا تبقى عيب لينا وتبقى مشكلة وبقى فيه خلل دفاعي بالنسبة لدفاع النادي الأهلي لأنه نهارده هل تقيدوا على قلبه صراحة في مباراة تراجل كتاب سمير أي فاولة حوليه 18 كانوا موفقين جدا لدفاع النادي الأهلي مع الشيطة الكرام الحقيقة عكس المباراة الأولينية الأخطاء ميزة الأخطاء أنت بتتمرن عليها وبتتقلب لإيجابيات أو بتتقلب لميزة ليك أو بتصلى على أخطاءك ده بقى واضع طبيعي جدا أنا عايز أتكلم النهارده مباراة هيبقى فيها تقبيل كتير جدا مش هيبقى فيه ضغط عالي لصغر الملعب وضغط الجماهيري والكلام ده كل ممكن يكون ضغط في نص الملعب من الترحيل يعني القريب كل واحد مع واحد في مكانه إنما الضغط العالي اللي الكابتن حسام عمله في مباراة التراجل من قدام هيبقى صعب جدا الملعب مساحته دايقة مش هيبقى فيه خلاص كل مساحاتها تبقى دايقة كل اللعبة الخطوط كل يعني الاربع يبقى فيه وقفين وركبتن فاروق واثنين مهاجمين نادي الأهلي مثلا أزاره وجاي تحته ووليد بيكمل هتلاقي كل اللعبة دايقة يعني أنا متوقع أول ربع ساعة النهارده هيبقى فيه تغبيب جامع جدا والحاكم هيسفر كتير إنما إحنا بزكاء نحن وزكاء المدافعين إن إحنا ما نعملش فاولات من العم من على الإطراف ليه؟ هم مميزين بالكرات دي ولا كورن ولا كورن يعني كل دي يعني الكورات السابتة بأنواعها يعني إنما أنا بأتكلم بقى وكمان النادي الأهلي يعني الناس كلها بتقول النادي الأهلي أو شمال أفريقيا ما إحنا كمان من شمال أفريقي إحنا مصر الشمال أفريقي صحيح إن إحنا كمان مميزين وأحرزنا هدف قدام التراجي من كورة سابت فعندنا ميزة زي الميزة اللي هم يعني بيمتازوا بها الكورات العرضية وكلام ده كل فهنا فيه ميزات وهنا فيه ميزات شرط الأولاني أنا وجد ناصر هيبقى جاسنب ما فيه يعني حذر هجومي هنا وحذر هجومي هنا انت لو عايز تقلل الفاولات على التمنتاشر تضغط من قدام تضغط من قدام بس كابتن حسام هو ممكن يعملها بس هيبقى بتحافظ شرط يعني مش عايز يكشف كل أوراقه كابتن حسام عنده سنوريات شرط تاني ممكن عنده مؤمن بيجادها كويس جدا بيبافره التاني دخل التمنتاشر كل دي سنوريات بين المدير الفني لكن أنا من وجود نظر الشرط الأولاني هيبقى فيه تغبيط كتير وهيبقى فيه انذارات فاحنا انه بحذرين جدا ما نعملش الكلام ده لان احنا هيساعدنا هيبقى عندنا رصيد للشرط تاني خلينا نروح لتقرير عن مواجهات الأهلي مع الفرقة المسيح وارجعنا نكمل كلامة طبعا الفني عن هذه المباراة الأهلي والنجم الساحري مباراة قمة قروية مصرية تونسية بمعنى الكلمة في ذهاب دور نصف نهاء بطولة دور أبطال أفريقيا ما ساء اليوم بملعب سوسة والتي ينتظر منها الجميع وقبة قروية دسمة بين فنون اللعب والمهارات الفردية والديكتيك ومدى نجاح كل مدير فني في فرد شخصية فريقه وتحقيق نتيجة إيجابية فالفوز هو شعار الفريقين للوصول إلى المحطة النهائية والأخيرة للبطولة الغالية خصوصا الأهلي الذي يبحث عن فوز خارج ملعبه يسهل من مهمته المقبلة في القاهرة وعلى مدار تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية التونسية فهناك العديد من الأرقام والمفاجآت التي شهدتها مواجهات الأهلي مع فرق تونس المختلفة في كافة البطولات حقق الأهلي 16 فوزا على حساب الأندية التونسية فيما تعادل في 14 مباراة ومني بالهزيمة في 7 مباريات مختلفة الأمر الذي يعطي انطباعا إيجابيا وتفوق واضح للأحمر أمام فرق تونس في كافة البطولات الأفريقية ولم يتوقف التفوق الأهلوي أمام فرق تونس في عدد مرات الفوز وإنما تفوق الأحمر أيضا على صعيد الأهداف حيث أحرز لاعب الأهل 43 هدفا في شباك فرق تونس فيما استقبلت شباكه 26 هدفا فقط ويعد الماجيكو محمد أبو تريكا نجم الأهل السابق وأمير القلوب هو هداف الأحمر في الشباك التونسية برصيد 6 أهداف يليه عبدالله السعيد وعماد نتعب وعمر جمال برصيد 3 أهداف وكان أكبر فوز يحقق الأهل على فريق تونسي كانت نتيجة 4 صفر على مستقبل المرسى في كأس الكؤوس الأفريقية عام 85 فيما كانت أكبر هزيمة منيبها أبناء القلعة الحمراء كانت 3 واحد من النجم الساحلي في نهاي دور أبطال أفريقيا 2007 وحقق الأهل الفوز خمس مرات في تونس بينما خسر مرة واحدة في القاهرة وأحرز لعب الأهل عشرة أهداف الأراضي التونسية بينما تلقى 11 هدفا واللافت للنظر أن الأهل لم يحقق أي انتصار في ملاعب سوسة أو المنزه أو صفاقس أو بنزرت حيث تحققت جميع انتصارات الأهل والتي هي أربع مرات جاءت كلها في ملعب رادس آخرها الفوز الإعجاز على الترقي في المباراة الماضية 2 واحد ترى هل ينجح الأهل في تحقيق الفوز اليوم وكسر عقدة ملعب سوسة بالطبع هذا ما نتمنى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر الحقيقة إن شاء الله يعني كامل التوفيق لفريق النجم الأهل نضع إحنا 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 ما كسبناش أبدا فريق النجم السحلي في سوسة إن شاء الله تتكسر هذه العوضة في هذا اليوم إن شاء الله بأمر الله كل التوفيق يوم ويبقى فيه يوم فوس كده ونقصر هذه العوضة فعلا كابتن ربيع كنت عايز أسأل سؤال لحاتك بخصوص عملية الضغط بتبين أنت غاية تعمليه شخصيتك هتبقى في المباراة من إزاي هل كابتن ربيع أو كابتن حسام النهاردة يفكر في عملية الضغط تبقى من الأمام ولا يسير فريق زي النجم النهاردة يتعامل وينقل الضغط في نص ملعة فقط لديه بص أول حاجة الضغط ده فرق معنا خلش الترجي شوف الشوت الأول والشوت التاني أدي واحد الحيث التاني أنا سؤال ده بتاعك أبو عمر أنت الأحيد اللي تجاوب عليه سؤال صعب جدا فأنت الأحيدة كابتن بمصر أنت كابتن بمصر لتتجاوب عليه أخذ راحتك فبالنسبة لعلى فترات كبيرة جدا شوف أنا من وجهة نظري أن النادي الأهلي بفضل الله تعالى كامل يعني النادي الأهلي جاهز لو أنا ضغط أولا إحنا قلنا المال عبد أو أنا إمتى أخاف وأعمل الزون وإمتى أتراجع عشان أحضر وأجهز وأبتدي البنامي تاعي وأروح أطور هجمتي وأنهيها إذا كان على الإجناب أو العمق لو أنا في بداية موسم وإنما أنا ونجي التواصل من الحمد الأهلي واقف صح يعني بص الأهلي خلص على الترجي بدنيا فدي حاجة الجانب البدن الحمد لله عندنا بفضل الله تعالى امتهاز أدي واحد يخليك تضغط من أي مكان ودي ميزة بيعمل له حسام أعملها الشوط التاني في أي مكان بيدغط رعب فرد الترجي بصراحة فمن هنا أنا أبتدي أبقى أضغط من قدام دا وجهة نظري لأن أنا جاهز وماشي زال فل وعندي القدرات اللي تقدر رتم وبراء أتحكم فيها ويمترجع وقالتو إرجع حاجات كثيرة جدا حاجة تانية أنت الجانب المهاري عندك متفوق فيه الفردي يعني ممكن أجهي يخطف الكرة ويروح بيعرجوه ويسجل ولسه من يخطف فمن هنا بقولك اضغط اضغط الكرة التونسية طول عمرها بتحترم الكرة المصرية بمجموعة الفنيات اللي بنتكلم منها الضغط المباشر الأمامي واخد بالك منه قدام فأنا من وجهة نظري أن الأهلي جاهز ما فيش مشكلة للضغط خالص يبقى من الأمام وفي نفس الوقت أنت عارف التحول من الدفاع الهجوم وهم الدفاع الرباع الهجومي عارف التلت الأخير يروح يقول الزجاج وحفظ الملعب أنت عندك ميزة محمد أنت يجي لك فرص الحمد وتسجل فمجموعة الفرص اللي هتيجي إذا كان بالعرض مين أو شمال أو العمق بالنسبة للعقل المفكر عبد الله من هنا زاد أظاره أنت لازم يجي لك أخطاء كابتن شكل الجمهور طبعا أو أعضاء النادي في أهل مدينة نصر وأهل الجزيرة طبعا حاجة جميلة واستعدادات لرؤية هدين مباراة طبعا وإن شاء الله كلهم عندهم حالة من التفاؤل بالفوز إن شاء الله كابتنوية حفظة إن شاء الله فإنت يعني بتبني هجماتك بتبنيها أوقات من خط الضهر بالشريف لخط الضهر بتبنيها من نص الملعب بتفنش في التلت الأخير في أوقات خلي بالك هتخطف كورة بالضغط هتخطف فرديات هتخطف تجانس هتخطف ترابط حاجات كثيرة عندك خلي اللعيب أنت عندك لعيب زكي عندك لعيب على مستوى يقدر يحبل لك الفارغ في أي وقت التنوع الهجوم محمد بيجي على مجموعة أشكال المدير الفني بيفكر فيها عشان يخلق فرص خال الفرص هيجي بالضغط الضغط الجانب الخططية مهمة جدا المثلسات طريقة المثلسات اللي بعمل لحسان من بدري دي مهمة جدا مفيدة جدا أنت بتروح على خط الظهر الكهربية أي خط الظهر فإن شاء الله نارضة بإذن الله للاقي كل حاجة كويسة وزي ما قال وليد أبليكينة حالة اللعب مهمة جدا يا رب كون لعبة في حالتهم طول ما اللعب النادي الأهلي في حالته مفيش خوف على النادي الأهلي بأمر الله كتوليله كان تفكير كتوليله كان تفكير كتوليله كان تفكير في حالة الدخط العالي ده أكيد فريد أنت بتضغط عليها هبتدي لعب الكرات الطول صح بالزبط فإيه اللي هيحصل مفروض أنت دوقتي عم يحتاج بقى أنت في الحالة دي تعامل جيد من خط الدفاع وفي نفس الوقت تعامل جيد من نص ملع عشان يقدر ياخد الكرة التانية عايز أوضح حاجة تكتيكية بس يا كبت فاروق عشان حصل فعل أغبطة وبعد مباراة الترجي ناس كتير قالت أن الأهلي كان أحسن الشوته التاني وفي ناس كتير قالت أن الأهلي لما ضغط الشوته الأول فما بقاش كويس والترجي يسجل والشوته التاني لما النادي الأهلي يرد في نص ملعبه بقى كويس والأهلي كسب لا أنا عايز أوضح جزئية هو إيه اللي وصلك لأنك أنت تكون في آخر نص ساعة وان سايد جيم إيه اللي وصل المباراة وإيه اللي وصل الترجي لانهيار كامل في اليقى البدنية هو ضغط الشوته الأول خد بالك بس عشان الناس تفهم الجزئين أنا لما بضغط وبيكون عندي لعيبة عندها اليقى البدنية عالية وعندها خبرة كبيرة وعندها قوت شخصية في الملعب ده بيرهق فريق الترجل اللي أرهق فريق الترجل جدا هو الضغط بتعشوته الأول عشان كده انت في الدقيقة يعني تقريبا تقريبا 47 أو 48 غير نزل أجايبة ده المؤمن زكريا وبعدها في الدقيقة حاجة وخمسين هشام فانت انت ضغط في آخر نص ساعة كنت تقدر تكسب 4 و5 صحيح فمش العكس مش مسألة ان انا لما رد بالعكس بقى انا وجهة نظري بتفع مع كابت ربيع مليار في المية ان انا لما بروح في ملعب داية ولو سبت له انا نص الملعب هيروح الراجل بقى ايه كانوتيه وزياد بغطاس وحمدي ينقلوا الكرة بالراحة وياخدوها من اي من المسلوس حارس المرمى ويطلعوا لنص الملعب وبعد كده يروح عامل لك كرة طولية في قلب الثمنتاشر عندك بقى اللعبة فين بقى اللعبة عندك انت جهة الثمنتاشر طب الكرة دي هتنزل نفترض ان عمر مرع ما اخدهاش ونفترض ان سعد او رامي هم اللي اخدوها هتنزل لمين دي النقط ادي الكرة التانية هل هتنزل لهم هم هتنزل لبنجورة والاهاب اللي مساكني ولا هتنزل للسولية وشام محمد طب وانا ليه وانا ليه كل ده طب ما انا اضغط من قدام يضطر هو يعمل ايه بقى وكمان بقيت انا في نص ملعبه هو لكن لو انا سبت له نص الملعب انا اظن ان الملعب الدايئة محتاجة ضغط في كل حت ده شكل الملعب كانت في شكل جميع زي ما انت شاهد جمهوري النادي الاهلي ومدرجه وطبعا 15 الف متفرج في هذا الملعب ملعب صغير لكن لايقرا طبعا باستاذ الجيش ان شاء الله نحاول بقى نملاق ونحاول ناخد اكبر عدد من الجمهين اخذ فكري اللي جنب البشموندس محمود طارداء من ايامنا كان بيسافر معنا بيسافر معنا ان شاء الله بمطارق قيرو ان شاء الله فضلك اتواليد انا ياسف حلوة اللقطة ديمة التالتة شمال مكان النادي الاهلي المفضل والمميز يا رب نتمنى بالتوفيق ان شاء الله بس هي فكرة التاكتك دي مهمة اوي انا شخصيا لو مدرب كرة او مدير فني ورايح في ملعب دي انا هضغط على الفرقة دي بطول الملعب بحس ان انا اقلل الضغط عن شريف اكرامي واقلل الاخطاء اللي ممكن ياخدوا منها ضربات سبت كل حاجة يا كابتن فاروق وليها ميزة كابتن حسام لما رد في نص ملعبه في المباراة الترجي اه الملعب كان كبير وملعب واسع بس كمان اوجد لنا خلف البكين وده كان الهدف فالنهاردة اقدر اعملها ولا لا ده على حسب تاكتك كابتن حسام البدري برافو علي بص المساحات موجودة في كل الملعب لكن تخلقها ازاي برافو لكن في الحالة دي المستر اوبير بيلعب باربعة مدفعين وقدامهم تلاتة مدفعين كمان انا شايف ان الراجل خاف مننا وشايف حاجة مستر اوبير مش عايز ان انت تسجل هدف مرمى خد بالك النقطة دي مميما جدا الراجل بيلعب على المطشين بيلعب على ان التسجيل في مرمى معناه ان الهدف ده بجنين لو الاهل يقدر يعني اقولك الحاجة لا قدر الله لا قدر الله لو انت اتغلبت اتنين واحد تمام تكسب هنا واحد صفة وفر فالراجل مش عايز ولا هدف يدخل في مرمى ده الاهم بالنسبة له ان هو عام حساب للنادي الاهل برافو عليك تجربة التراجع كابتن اكيد حطت اثر برافو عليك انت بتسجل هدفين وبتروح بخمس ست فرص مؤكدة وفي منهم انفراضين من نص الملعب لا بلعب على المهل هل تحلي بالك هي النقطة فيه انت اديت انطباع ان انا مش خايف وانت وانا في تونس فبالتالي هو لا وهو ترعب من الضغط ده من الاول يعني هو الرعب على المدير الفرق وليد جرز انزار للفرق الافريقية كلها فكل الفرق خايفة وعمل حاضر دفاعي النهاردة وملاء لك الملعب بتلعب دفندراء ما كانش بلعب كده فبيبقى فكر تاني وعارب بالدرس الفرق اللي قدامك بقوتها عاملة ازاي يعني هو لما جي يدرس النادي الاهلي جاب مباراة التراجي كده وقعد يتفرج عليه فلاقى الاهلي نازل من اول دقيقة بيضغط بطول الملعب ده وبرا كمانا وبرا في التراجي والتراجي يعني مش اي فرقة يعني خد براك التراجي رجبة على النجمة على طول فبالتالي هو بيشوف شخصية الاهلي كشخصية بطل فهو عمل ايه راح ملعب غازي عبد الرازي ده الرجل ده بيلعب باكلفت وعليا البريقي بيلعب باكلفت راح اللي اتنين يقفلوا الجنب ده والنحية التانية راح حمدي نقاض مع ايمان الترابولسي يقفلوا الجنب ده فهو امن نفسه باربعة تلاتة اتنين واحد فبالتالي لو كابتن حسام خد باله من دي لا الكابتن حسام يضغط ويتبقى انت الهدف بتاعك ان انت تسجل في اللي كامونة يعني وجهة نزكة سامير وكابتن وليد وكابتن ربيع في جزئة الضغط من الامام متفق في جزئة دي متفقين طبعا يعني طبعا مفيش اجمل من كده الحياة انا بشكرهم على التحليل الركضة جدا انما حالة الفرقة بقى كفرون حالة الفريق هي كل اللي احنا اتكلمنا في ده هتترجموا بقى من نواح الاجابية او السلبية فانا اتمنى ان شاء الله فرقة النادي الاهلي النهاردة زي اخر 25 ديام مباراة ترج فبإذن الله روح لازم النهاردة قوة قبلها بقوة جاري طبعا معدلات الجاري هنا وهنا لازم انا نتفوق على الفرقة وروحي وادائي وحماسي يتفوق على فرقة النجم بالاضافة طبعا عشان الجماهير لا انا روحي وبلعب باسم النادي الاهلي فلازم انتفوق عليهم بإذن الله سأكون مع بعض ان شاء الله بعد المرش فتودي بشكرك شكرك الفرق شكرك اللهم استعان ان شاء الله في المباراة ويبقى نتيجة مميزة نقدر نتكلم فيها بعد المباراة نتيجة ايجابية بأمر الله شكرككم ان شاء الله من خلاصة الاهلي بعد المباراة اشتركوا في القناة نتيجة المباراة بين النجم السحلي والاهلي في الدور قبل النهائي مباراة الزهاب هو فوز النجم السحلي اتنين واحد على الاهلي اعتقد انها يعني لكل محب النادي ده هي مش وحشة يعني هي اعتقد انها نتيجة جيدة الى حد ما فوز النادي ده هي انها واحد سفر اعتقد ان الامور تبقى في صالح النادي الاهلي ولكن طبعا ما يحزن في هذه المباراة اكثر هو ليس الهديمة فقط ولكن فقدان احمد فتحي في المباراة القادمة نتيجة طبعا عدد الانزارات اللي اخدها في المباراة فبالتالي الاهلي سوف يفقد مجهود احمد فتحي في المباراة او مباراة العودة هنا في اسكندري يعني ده كان نتيجة المباراة نين واحد لفريق النجم السحلي اكيد ان شاء الله التجهيز للمباراة القادمة هيكون على قدم وصاق بعد طبعا هذه المباراة بعد طبعا العودة من مباراة الكون ومنتخبنا الوطن ان شاء الله كل التوفيق لي في المباراة القادمة لكن طبعا للتحليل الفني هيكون طبعا معي كابتن ربيع سين وكابتن وليد صلاح وكابتن سامير كمورة كابتن ربيع برحب حاجتك مرة تانية انا بيك انا ورى كابتن اخل لك اخل لك اخل لك لا اخل لك نسبة للمباراة على مقدار شطاي المباراة حدك شايفو ازاي بوسي الأول طبعا انا بشكر اللعيبة بشكر جهاز الفني على مدار وقت وليل جدا من قبل الترجل حد وقت هعمل معاملين مجود جبار ووضح جدا تحامل الموصلية في عينيون طبعا نقدر البشر يعني لكن ان شاء الله نقدر نقوله ان احنا بإذن الرحمن في مصر هنا بمشيات الله ان شاء الله قادرين ان احنا نعمل نتيجة جيابية كبيرة بفضل الله لها الاحصال افضل الخبرات القدرات نارضة ما تشوف كلها محمد خلال التسعين ديها في نص الملعب خمس لعيبة ضد خمس لعيبة خمس وص ملعب من فريق النجبة الساحري ضد خمسة من النادي الاهلي خمسة الفعالية الهجومية من الفرقتين انت على فترات كبيرة جدا الاهلي احنا قلنا لما بيضغط على فرقة تنسية بوقف أخطاء وشوف في الشرط التاني لما الضغط على فترات وأنفق أخطاء جبنا هدف من الضغط تحصالح وكان هجي الهدف التاني اللي لعب لادة دماغه وطلع بحصوزين كان بالقائم الأيصر المجمل الفني خلي بالك احنا رحنا بسبعة كورنر هما راحوا بكورنر في الداية 68 يعني 70 من الشرط التاني محمد هما عندهمش فعالية أمامية الفعالية في التمرير التمرير واخد بالك هما عملوا اللي بالعرض واخد بالك اللي سجل منها الهدف رقم 8 وغير كده وحدة بالعرض والتصويبة واخد بالك إنما أنت الفعالية بس يعني الفعالية اللجومية اللي كانت موجودة عند عبدالله وعند وليد وعند أجايه وعند أزاره الفعالية مش موجودة بتاعت النجم السحيل فده اللي أثر فيك إنما أنت وصلت وصلت وروحت وسجلت وكمونك تسجل تاني ولعبت على على الضغط الأمام الضغط كان له دور كبير جدا في وصولك وتسجيلك هدف وكمونك تسجل هدف التالي لكن برضو الفعالية اللجومية هما وقفوا عمل السونيات بنجورة خد خبالك لأ العويف عند معلول المدير الفني الحين كان في السونيات هو قدر يحزن عندك بكين كانوا بطلعوا دائما يعملوا كروسات وقفوا من نهارة لكن المجمل العام فنياتك مش وحشة حاولت عملت اللي عليك يمكن الإجهاد يا محمد نارد دور شوية في التعديئة إنما السرعة مش موجودة السرعة مش موجودة السرعة بتحول من الدفاع الوجوم اللي كان مما يزبيه السلاسي المرعب بتاعنا بتاع ناد الآن فإن شاء الله هرد لك نتيجة كويسة جدا الحمد لله عملت اللي عليكم في مصر الناس ما تنساش نفيشون تاني في مصر مشيات الله تعالى بنسبة 200% إن شاء الله نكسب مكسب ولكن الجمهور أنا كان حبيب كابتن تبقى المباراة إيه إيه لحد ما يبقى مطمئنة أكثر الحمد لله نتيجتها هناك ولكن طبعا دايما بنقول المباراة على شوتين وشوت في تونس وشوت إن شاء الله يبقى هنا خرجنا بقال الخسار الحمد لله وخسار بسيطة جدا والنتيجة دي الحمد لله أحسن من 1-0 صحيح وحيح كابتن أنت أحرز هدف كابتن وليد خارج أرضك بتفرق كتير جدا لما بتبقى في المباراة التانية بص السيناريو اللي احنا قلناه بالزبط يعني حتى في التغييرات احنا قلنا التغييرات محمد هاني صالح جمعة مؤمن زكريا هارد لكن نادي الأهلي مبروك النجم السحيلي بس إحنا نتيجة مش وحشة وقلنا قبل كده إن مستر أوبير خايف جدا إن انت تجيب جون فيه الهدف ده بيعتبر باتنين وقلت لك قبل المباراة اتنين واحد تحديدا بنفس اللفظ بنفس الأرقام اتنين واحد مش وحشة للنادي الآلي لأنك تكسب هنا واحد صفر إن شاء الله نوصل هو بس أنا اللي مزعلني جدا بقى أكتر من نتيجة المباراة الانزار التاني لأحمد فتح صحيح يعني أحمد فتحي نخد انزار القاوت القاوت طبعا احنا أحمد فتحي عنده مشكلة وقلنا الكلام ده وإحنا قلنا إحنا خايفين جدا على أحمد في مباراة كتير جدا إن الحكم لكن طبعا الحكم ما كانش موفق فيها لأن إحنا اللي مغلوبين وواضح إن إحنا اللي بنجري نجيب الكورة وشريف إكرامي بيجري يجيب الكورة علشان إحنا اللي عايزين نتعادل فالحكم ما كانش موفق فيها يعني لو عنده لكن الحكم كواس قوي تقم التحكيم كأحسن ما يكون من أحسن المباراة اللي أنت بتلعب خارج أرضك وإنت حاسس باطمئنان وحاسس بعدالة فيه قلنا برضو إن اللعيب دايما حالة فيه عدد من اللعيبة مش في حالتهم الطبيعية يعني علي النهاردة مش هو علي معلول بتاع الترجي رامي برضو على فترات السولية على فترات عبدالله السعيد على فترات وليد أزارو برضو بيتتابع نفس الأداء وأنا قلت لك هنا قبل تقريبا ثلاثة أربع مباريات قلت لك هل النادي الأهلي هيستحمل وليد أزارو إنه يفضل يضيع الحمد لله إن النتائج مش في صالح النادي الأهلي لكن أنا بقول لك إن وليد عايز وقفة فيما يخص تضيع الفرص واحدة الشرط الأول سهلة أوي طبعا الستوديو كان بيتكلم فيها اللي كان زائع المباراة حصري يعني من وجهة نظري بختلف معهم تماما إنه 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 محضر نفسه يعني إحنا وإحنا بنتفرج على كرة وعملها له وأجاية أنا لازم أحط رجلي ليمين وأبقى عامل زي صالح جمعة كده أنا بحط رجلي الشمال في الزاوية البعيدة أبقى محضر لكن فكرة إن أنا أبقى أفاجأ بالهجمة أو إن أنا أحط نفسي في إن في مفاجأة إن أنا في انفراد عشان كده هتتصرف غلط ولما أستلم ماستلمش بشمالي على برة وبعد كده أخذ قرار التصويب الكرة دي تتنكش من فوق الجون كده زي مصالح عملة جون فهي الفكرة يعني وليد برضو تاني للمرة دلوقتي تقريبا العشرة أو أكتر بيضيع فرص من ساعة مجين نادل آلي فرص بغربة شديدة برضو تاني أأكد إن أنا بشوف إن أجاية لو لها براس حربة ومؤمن سليمان ومؤمن زكريا لها بعد طرف الشمال أظن إن النتيجة هتبقى أوقى لكن كله اشتغل كويس كابتن حسام اشتغل بشكل كويس تاكتك قلنا إن محمد هاني ورقة ممكن ينزل بيها الكابتن ويدم أحمد فتحي في نص الملعب فرقت في الشوت التاني وأحمد فتحي مع عمر السليع عملوا نشاط لنص الملعب كمان نزول صالح جمعة بدل وليد أزارو واللعب أجاية كراس حربة ولعب صالح وعبد الله السعيد ووليد سليمان تغييرة رائعة برضو قدت للنادي الأهلي في نص ساعة بص صالح جون وعمل جون اللي الراجل كان هيجيبها في نفسه فيعني تغييرة مؤسرة جدا تغييرة مؤمن زكري أشوف أنها تأخرت شوية في ديئة 86 قليل قوي على مؤمن 4 دقائق كنت أتمنى أن الكابتن يدي له أكتر من كده على الأقل 10 دقائق أو حاجة يقدر مؤمن زكري يستغل سرعته لكن إحنا أقرب وإحنا أقوى وإن شاء الله بإذن الله حتى أحمد فتح لو مش موجود حتى حصام عشور لو مش موجود النادي الأهلي قادر إن شاء الله أنه هو يحسمها ويروح للنهاية إن شاء الله كابتن كفتا سامير رؤيتك للمبارات لا خصوصا يعني الشوط الأول كان لحد ما النادي الأهلي بعد يعني من بداية المبارات هو بيستحوز على اللقاء ولكن الشوط الثاني اختلف شوية بالرغم من ذلك أنت يعني أحرصت هدف ولكن طبعا توفيق النجم الساحلي في تزديدة أو استخدام سلاح التصويب وده يمكن سلاح مهم جدا إحنا لغاية دوقتي ما بنستخدمه بشكل جيد خلاهم أمهم تقدموا بشكل كبير في المبارات خلالي نركة تفرؤ إن التملي نقولها كده بنقولها في كورة تقدم على طول إن الأرض بتلعب مع صاحبه أي نعم ممكن تقلب عليك على فترات إنما الأرض بتلعب مع صاحبه النهاردة نهاردة لكننادي الأهلي شوط أول بنلعب في مدينة اللومبية في سوسة شوط أول انتهى صالح النجم اتنين واحد عندنا شوط تاني نفكر في شوط تاني نشوف أخطاءنا سلبياتنا اللي احنا وقعنا فيها واخطاءنا احنا وقعنا فيها النهاردة من وجهة نظر شوط أول متوسط المستوى من الفرقتين من نواحي التكتكية حتى من نواحي البدانية اللعيبة عندها تقل شوية في حظر دفاعي في تحفظ اللي احنا شفناه أول خمسة واربين دي بعد كده الوضع يتغير من تغييرات لبنادي الأهلي لتغييرات للنجم حسمت اللقاء طبعا عندنا أخطاء دفاعية لازم نتكلم فيها كان عدم الرقابة النهاردة من رامي وسعد سمير داخل التمنتاشر أصفر عن هدف الأولاني للنجم السحالي وإحنا تكلمنا الكلام ده أول مباراة وقلنا أن الرقابة الدفاعية مهمة جدا من الخط الضهر الرباعي مع الرابط مع شريف كروم فإحنا لازم نخلي بالنا جماعة من الكورات العرضية طيب أستاذينا كتسمين ونرجع لحظك طيب كان زميلنا محمد سعيدة يكون معنا دلوقتي من أهل مدينة نصف ده كتسمين يعني عندهم طبعا حمد النقاز وغازي عبد الرازي طبعا دول سلاح النجم السحالي الطرفين على طول الأيمن والأيصر يتعودوا أن هم بيهجموا على ملعبهم وعملين جبهات بيشتغلوا باكوهاف اللي هف بيتأخر والباك تملي بيكمل اللي هو حمد النقاز وإحنا قلنا عليه من أول مباراة هم كانوا مركزين أهو كابتالي كابتال الربيع كابتال سمير على الجبهة اليمنى اللي هي بتاعة البنجورة بالكورات العرضية وبالفعل ده حصل أفيد من بنجورة طبعا بنجورة فص الملعب يا ولي بس ما مش فعليه لعيب كويس جد بنجورة هو عمل ربط يا فاروق بيالعب عمل النهاردة الباكو والهاف مع التبادل يعني حمدي بيهاجم بنجورة بيوقف في نص الملعب شوية بنجورة بيهاجم تتحس أن حمدي واقف على رجله كمان حمدي عنده ميزة أنه هو لعيب كورة يعني بكرا يتلعيب كورة ومتحرك بيعرف دوسع كورة كويس جدا كروسات بتاعته مفيدة قوي فقدر أنه هو يعمل كروس الشيط الأول أصفرت عن هدف طبعا أو خطأ من الرباعي خط الظهر وما كانش فيه رقابة ساعد سامير ارتقاء عالي ما أقدرش الكورة أنه هو يطلع ياخدها إمتى ياخد خطوة الخلف يشيلها بدماغه الرجل يبقى في صدره بلغة الكورة طبعا خبطت في كتف وليد سليمان الراجل حطاها طبعا يعني خطأ احنا تكلمنا عليه لكن الأخطاء وردة نتعلم من أخطاءنا الشروط الثاني عندنا في مصر إن شاء الله الأجواب تختلف عندنا جماهيرنا وعندنا الشغل والفنيات وتغيير الطريقة وبعض اللعيب أنها ممكن أنا أطلب بها إن شاء الله كابتا أن يبقى فيه جمهورة عدده أكبر من الكتف في مباراة التراجل وده مهم جدا شايفين شكل الجماهير كانت في أستاذ الأولمبيب بسوسا كانوا عاملين إزاي والشكل كان أكيد نساعدينهم بشكل كبير ما ينفعش بقى عشرين وثلاثين ألف إحنا عايزين العدد يبقى أكبر من كلا طبعا كابتا إحنا بس إحنا عايزين الموافقة أن يبقى العدد زيادة ده المهم إن شاء الله لأن طبعا الجماهير بتفرق زي ما إحنا شايفين كابتا قبل السفر للتراجل مباراة التراجل جمهورنا كان جاه في أستاذ مقتدر تيتش عملي ما بقى إن شاء الله يبقى متواجد في الملعب وده مهم جدا كابتا ربيا خلينا أقول لك البداية بتالشوت الأول العامل وكابتا حسام مبادري في الشوت الأول يعني هو ده إلى حد ما أنا كنت أطمنت قلت لا إن شاء الله النتيجة جاية ولولا طبعا الخطأ اللي بسببه تم إحراز الهدف الأول في مربع الأهلي لكن إحنا اللي كنا أفضل كنا أحسن بتشوف كابتا حسام عمل إيه بالنسبة لي هذا الشوت الأكابتال نصر هو إحنا البداية يعني أنت كان عندك ميزات كانت موجودة في المتشاط اللي فاتت الفوارق هي اللي كانت بتصنع الفوز عندك وبتديك الأفضل لأنك توصل وتسجد وتحقق اللي أنت عاوزه في إيه في السرعات السرعات النهاردة المشكلة النهاردة أن أنت في وسط الملعب إحنا نشوف الحالة برضو الحالة برضو النهاردة الخمسة مش 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 فائقين الفوآن يعني أجار أجاية النهاردة مثلا مش فوآن الترجل التونسي وليس هو كافا من أفضل اللعبين في الملعب شوت الأول شوت الأول أنا سمعت بعد التحليل برضو على أجاية يعني هو أجاية اللي كان بيستلم وهو اللي بيسدد على المرمى وأكتر واحد موجود وبيسيطر بشكل جيد برضو بص هم أعملوا حاجة كويسة جدا نهاردة الجانب الدفاعي وخاصة بص الملعب هم حزموا بص ملعب النادي الأهلي بالطرفين واخد بالك فعشان كده الخطورة ما كانتش موجودة إنما ليه لأن أجاية وليد سليمان الدليل النهاردة إن المساحات ما كانتش موجودة محمد اللي بنطلق منها لعيب النادي أهلي وبيروح وبيعملوا خطورة خطورة الأهلي في المساحات النهاردة المساحات ما كانتش موجودة نص الملعب هم بالتبادل والتمرير والتحرك إنما أنت بيبعندك ميزة في تحولك يعني وليس سليمان في انطلاقاته في الانطلاقات بتحول السليمان الفردية أو الجامعية عبدالله خلال التسعين ديام دوره الهجوم الفعال أنا بتكلم على هجوم فعال أنت مسل الكورة ومستحوز قلتلك نسبة الوصول بتاعتك أكتر منهم لكن الفعالية الهجومية اللي موجودة في التراجي اللي موجودة في ماتش اللي موجودة فعالية هجوم النادر السلاسي السلاسي دايما بأذاره اللي بروحه أنت قت لأذاره أول شوت بتاع الشمال برضو دي أدي هدف واخد بالك ووصلت إنما هم قدروا يفسدوا وقدروا اللعبوا بروح قتالي عالي جدا في وسط الملعب وقدروا أن يعطلوك يعطلوا السرعة أنت عندك ميزة محمد في السرعات عشان كده بدأ بأجاهي وبدأ بواليد وبدأ بعض الله مع زاره السرعة حتى النهار ده فتحي ومعلول أنت دول الحل من الحلول الكورة العرضية عندك هي اللي كسفتك ماشي الترجل تنسي قبلك اتنين من المليمين النهار ده وقفين وقفين هم خطرتهم في أن هم وقفوك في وسط الملعب نرفزوك عقبالك عطلوك إنما إحنا كنا لازم نوجد السرعات يمكن لدي الملعب بعد أن نقولنا خلي بالك أن حسام لازم يضغط من الأمام ويلعب على الأخطاء والأخطاء بيابة هدف فهو ده كان لازم يحصل اديها اديها فعالية فعل قدام ويلعب ضغط كتير ويفس الكورة لكن اللي كان بيميز لازم ينادي الأهلي دايما في خطورة الفعلية خطورة الشق الوجوم خطورة الحتة الأمامية ما كانش موجودة إحنا مستحوذين وروحنا أولك سبع كورنر أكتر من كده لكن إحنا يعني برضو الفعلية ما كانش بشكل كبير لكن في الأول والآخر هي تسعين دي وشوتة محمد لكن برضو أنا من وجهة نظري اللي جاد كان ليه دور شوية يعني تحسكت الفوآن 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 عبدالله السعيد مش هو عبدالله السعيد عبدالله النهاردة لو اديته درجة سديله درجة بعيدة جدا عبدالله المجمل الفني بتاع عبدالله في تحرك في تمرين في تصويب طب النهاردة هلنصب نش على تصويب تصويب يمكن شونت الأول واحد بتاعت فوق سلاح مهم جدا نكات تاعت أجايب أرد لأهم أجايب يعني فيه شوتة أولانة تفتكارها طبع حسن زينا كاتم بس لأن معنا طبعا لقاء مع المهندس محمود طهير مع زمان أمير إيشان متصدر أمير إن شاء الله لعب النادي الأهلي قادرين إن هما يعوضوا في مصر معي في هذه اللحظات المهندس محمود طهير رئيس النادي الأهلي باش مهندس يعني أهارد لك عن نتيجة النهاردة لكن إن شاء الله إحنا قادرين إن إحنا نعوض في مصر طبعا ما فيه شك المباراة كانت قوية جدا في أجواء طبعا جماهيرية شديدة الجمهور كان ليه دور كويس قوي مع الفرقة إن شاء الله بنتمنى جمهورنا في مصر زي ما وقعدته وزي ما ومعودنا هيقف جنب فرقته وأعتقد إن هي نتيجة من السهل تعوضها الكرة في ملعبنا دلوقتي بنبارك للنجم السحلي قدنا مباراة قوية إنما إن شاء الله أعتقد إن إحنا قادرين على التعويد والتعويد كويس بإذن الله في مصر محزرة المهندس محمود طهر الفريق النادي الأهلي سوف مباراة التراجع أو مباراة النجم السحلي أكيد كان شيء مهم جدا في مجلس الإدارة وبتحديد رئيس مجلس لا إحنا دايما نقفين على فرعتنا ودايما بنعمل كل اللي ممكن لتسهيل عملهم والتركيز ومش شديد جدا وبنوفر لهم كل الإمكانيات اللي بيطلبوها وأعتقد أنهم ما بيقصروش النهاردة يعني بعض الأخطاء الصغيرة هي اللي قدت إلى هذه النتيجة هنا وأنا بعتقد إن شاء الله في مصر قادرين على التعويد مباراة العودة مباراة مصرية هل سيبقى في محاولة لزيادة عدد الجماعيين زيادة عدد الجماعيين إحنا مقدمين بالتأكيد عاملين طلبين 60 ألف وإن شاء الله ناخد موافقة الأمن عليها أو نرجع مصر إن شاء الله عليها عندنا وقت عندنا تلت حسابيها بإذن الله هنقدر نزبط الدنيا هتقول لعبة النادي الأهلي أو ما نروح له لا هارد لك ما حدش فيه مؤثر كان هناك معض الأخطاء طبعا الفنية دي وننكلمش فيها إنما هتطالبهم بمزيد بقى من المجود ومزيد من الجهد الشديد جدا في ممورات العودة إن شاء الله عشان نقدر نعوض ونتأهل النهاية بإذن الله شكرا جزيلا كان لقاءنا مع المهندس محمود طهر رئيس النادي الأهلي أكيد كان لقاء مهم لكن هارد لك لكل جمهوري النادي الأهلي في خسارة النهاردة لكن لسه المشوار ما انتهاش لسه فريق النادي الأهلي قادر إن شاء الله إن شاء الله إن هو يعود هذه الهزيمة في مصر رح محتاجين هدف إن شاء الله ونكلله نوصل للدور النهائي من هذه البطولة عودة للصدر طبعا برشمانس محمود طهر بيتكلم على الجماهير هنا ودعمها إن شاء الله للفريق ومطالبين إن إحنا طبعا لجهات الأمنية توفق على ستين اللي برشمانس محمود طهر يتكلم عليهم ستين ألف أعتقد عدد أليل كمان على جماهير الأهل لكن طبعا ساعة الملعب بتبقى هي بتسمح بكده لكن إن شاء الله يبقوا موجودين ستين ألف يتم المفاقة على هذا العدد إن شاء الله كابتون وريد لكن خليني بقى أروح لجزئية أو تكمل الكلام على عبدالله سعيد وبعض اللعبين الموجودين يتكلم عليك الترابيع وإن ده سبب من أسباب طبعا إلى شكل إداء اللي ممكن يكون مختلف عن مباراة الترابيع بص من وجهة نظري سبب من أسباب ظهوره عبدالله السعيد بشكل يعني مختلف أو بشكل نقول أوليه الهجوميا هو التكلفات اللي ادهاله الكابتن حسام البدن خد بالك إحنا النهار دا كنا بنلعب أربعة تلاتة تلاتة عبدالله السعيد خد المكان اللي قدام علي معلول بحيث أنه هو يقفل على بنجورة ويقفل على حمد نقص وسبق جايه هو الفري اللي لما نقطع الكورة نحطها له هو وليد أزارو فدي عملت حاجتين من وجهة نظري أولا قللت اللي أقل بدنية عند عبدالله السعيد لأنه دافع في المكان دا كتير قوي قوي كمان ما ظهرش عبدالله السعيد عشان كده لما صالح نزل صالح كمان هو اللي خد المكان اللي جنبه وليد سليمان وفضل عبدالله السعيد نحط الشمال حتى وهو أجايه راح كراس حربة طيب هل قاتت سمرها التكة الفنية دي أنا من وجهة نظري لا ولا عبدالله قدر يقفل معالي معلول على المكان دا والمكان دا تم اختراقه كتير كذا مرة وفي نفس الوقت أنا فقدت عبدالله السعيد في حتة التصويب اللي حضراتكم اتفقتوا عليها أو في حتة إن أنا ألعب سروباس سواء لأجايه أو لوليد أزارو أو لوليد سليمان فهنا النهاردة وجهة نظري إيه حلها زي ما قلنا قبل المباراة حلها من وجهة نظري برضو المتواضع يعني إن مؤمن زكريا هو اللي ياخد المكان دا وأجايه يروح راس حربة وكل دا على حساب وليد أزارو مؤمن معالي معلول يقدروا يقفلوا الحتة دي كويس قوي على فكرة بنجورة وحمد النقص هيتعبونا جدا هنا عندهم سرعة والاثنين دوليين والاثنين خفاف والاثنين صغيرين في السن فالجابهة دي مش هيقدر علي معلول لوحده ولا لو ودت له عبدالله السعيد إنه يقدروا يقفلوها هو محتاج واحد زي مؤمن زكريا زي ما وليد سليمان عمل مع أحمد فتر شوط الأول بعدين أنت هنا كمان مطالب أنت هاجم فأنت عبدالله أنت محتاجه قدام بقى مش محتاجه ينزل في حتة الدفاعية بشكل كيف كان موجود بالضبط فبالتالي النقطة دي مهمة يعني ده تاكتك عمله كابتن حسام رجع عبدالله السعيد وبعدين عمر السولية وبعدين هشام محمد وكانوا بلعبوا تلاتة حتى شوط التاني لما محمد هنين نزل وأحمد فتحي ضم في نص الملعب كان عبدالله برضو هو اللي واخد المكان قدام علي معلوم طيب كانت سامير يمكن أنت حضرتك قبل للستوديو وكلمت على جزئة ضعف الدفاع أو القلبية الدفاع اللي كان موجود بنسبة لفريق النجم ساحلي يمكن احنا استغلناها في الشوط التاني عن طريق ضغط صالح جمع وجبنا بها الهدف تعادل يعني أعتقد أن كان مفروض من البداية كان الموضوع ده يبقى ضغط بشكل شديد زي ما احنا شفناه كده في الشوط التاني على قلبية الدفاع كان أمور فرق كتير هو طبعا كانت نقطة إجابية المفروض كنا نشتغل عليها من أول اللقاء احنا قلنا أن فيه بطء للتنين مساكين زياد بغطاس وكونيتي طبعا اتنين لعبها كويسين بس في ألعاب الهوى الكرات اللي تحت ضعف شوية وشوفنا صالح اول ما نزل ضغط على الراجل زياد قطع منه الكرة وجابه منها هدف لو كنا اشتغلنا كده عن طريق وليد أزارو وأجيه من الشوط الأولاني وكان هيفري معنا كتير جدا لكن طبعا وليد كان بيدغط عن الاطراف على الباك رايت أو الباك الشمال بالإضافة طبعا أجيه كان متأخر شوية في نصف الملعب بعد الفترات الشوط الأولاني فدي طبعا اديته مرتاحية ان هما بينسيوا الكرة وينقلوها وتدوير اللعب من الشمال ويضغطوا عندهم حلول فردية عندهم نواحي هجومية صالح بيختارك من العام كمؤمن من الاطراف كل دي كانت يعني يدرنا ان احنا نضغط على الاتنم السكين ونعمل حقا كويسة منه طيب يا كابتن ربيه خلينا كلمك يعني الدور هشان محمد النهاردة انت بتشوفه برضو قام بالدور اللي كان مطلوب منه في حجوزية نصف الملعب لا 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 ده انه غيره وصف في حاجة يا محمد مهمة جدا حاجة اسمها السيارة المبره هو أنا مش يعني ممكن اغير هو ايد بولاربعة ثلاثة 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 طب ما انا كان ممكن عشان استفيد من عبدالله ارجع الطريقة لديمة واستفيد لان انت كلازم تلعب بالسلاسي اللي هم بيقلوك النقلة اللي بتروح تسجل بيها وتحقق اللي انت عاوزه يعني خلاص لما انت كده كده ما قال في الاجناب اجيوة دي في الشمال واخد بالك وماليد سليمان في اليمين وخلي عبدالله في العمق في حتته لانه ممكن تجيو واحدة لعبدالله بيخلص بيها وكمان نحس به انا بتكلم على فعلية عبدالله السعيد الهجومية خلال التسعين ديها كم مرة راح لجول كم مرة سنع هو عبدالله كان عنده ميزات كتيرة جدا حتى لو هو بعيد ممكن يسجل وفي نفس الوقت ممكن يصنع تمرير الامامية نسجل بيها واخد بالك وعنده ميزة التصويم النهاردة انت عندك سبع كورن محمد مستفدش ولا كورن ده برضو لأ حجم النادي الاهلي لازم استفدته سبع كورن ما ينفعش عندي رامي وعندي سعد غير أزاره حاجات كتيرة جدا فسير المباراة انا ممكن اغير يمكن التحافز اللي كان عنده حسام بان لأ المباراة ماشية وهسجل او انا انما فوآل اللعيبة هو يعني برضو مش اللعيبة الفيئة فوآن عبدالله برضو كان ليه دور يعني تسعين ده محسنش مع عبدالله خالص النهاردة وبعدين في نقطة معلش هو انا نازل يعني الوقت برضو في تغيير يبقى بدر شوية صالح عمل انتحاشة واجمية رائعة صالح حكومة ممكن اعمل بانتحاشة واجمية كويسة او لان صالح يعني خالد النهاردة نزل في الديها اتنين وعشرين وليد في مصر استفيد يعني ودخل وحاجات دي كلها عشان ما نزلموش بقى كابتن يعني خبر وحش يمكن كمان لمنتخابنا الوطني عبدالله سعيد مزق في الخلفية ومشاء الله بكرة ووضو في القايرة هيكون فيه اشعة عشان نتطمن عليه طبعا من شفت من غير ما نعرف هو عمل مجهود دفاعي انا كتسمين كمونة برضو قال لي والله انا اضطل الفترة ممكن يحصل له داخت المباريات منتخب تمرين تركيز منتشات اهلي افريقيا كاز دوري خبر وحش جدا كتير طبعا زعلانين طبعا مباراة 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 8 أكتوبر عبدالله سعيد واحد من الناس الاسس انتدوير طبعا وحسام عمل العالمي كتا خير واللعيب عملت الكحلي بتكلم بسين مباراة سيدنا كابتن معلش هروح سريعا لزميننا محمد عيد من أهل مدينة ناس ومعاة طبعا معالج رزير الصابر كابتن طهر أبو زيد فضل موسيقى 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 انتهت طبعا موسيقى موسيقى هنا من الجماهير موسيقى 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 بكل أوراقه مش عايز أقول الهجومية إنما التحفز كان الغالب في معظم فترات المباراة في أخطاء طبعا في أخطاء واعنا فيها في جهد مبزول أولادنا بازلوا جهد كبير جدا في الحياة برغم ان المنافس كان على ملعبه بدنيا وزهنيا وقتاليا كان بيعي تماما ان دي مباراة البطولة يعني هو عاوز يتجنب مباراة القاهرة فبالتالي كان عنده روح قتالية عالية جدا ظروف الهدف المفاجئ الصادم في الحقيقة اللي مش عايز أتكلم عنه كتير لأنه كان فيه سزاجة بعض الشيء وكان فيه حسن النية وكرة القدم لا تعترف في حسن النواية وكان فيه برضو انتهازية من المنافس إنه لم يلتزم بالروح الرياضية وخدنا على أخوانا زامي ولنما في الآخر هو خطأ لابد ان احنا نتحمله الهدف ده في الحقيقة قلب الأوراق ولخبط في الحقيقة تفكير لعبتنا كلهم يعني ظهرنا بعد الهدف لفترة طويلة جدا وفيه نوع من الهزة اللي موجودة في كل الخطوط ولولا ستر الله سبحانه وتعالى كان ممكن جدا النتيجة تزيد إنما أعتقد إن مرور الشوط الأول بالنتيجة دي ادانا فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق للشوط التاني وأعتقد إنه كان فيه إيجابية جدا من ناحيتنا في الشوط التاني أصفرت عن هدف أعتقد كان تغيير إيجابي في الحقيقة هو تغيير تغيير صالح جمعة بوليد أزارو وأعتقد إنه كان تغيير متأخر جدا لأن في الحقيقة يعني وليد على قد الجهد اللي بيبزله إنما في الحقيقة مواصفات راس الحربة مش موجودة فيه وبالتالي إحنا كنا في معظم الأوقات يعني خسرانين راس حربة معظم الأوقات مش موجود؟ لا هو بيكتهد في الحقيقة وبيبزل موجود إنما مواصفات راس الحربة للنادي الأهلي مش منطبقة عليه وبالتالي إحنا محتاجين إعادة حسابات في المركز ده صالح جمعة في الحقيقة كان عايز أقول نقطة تحول في المباراة مش لأنه جاب الجول إنما لأنه قد النادي الأهلي تؤلف وسط الملعب خلاه أكثر تحكماً في الكرة طبعاً الإجهاد حل بمعظم لاعبين في منتصف الشوت التاني ودي كانت في الحقيقة نتيجة الجهد المفزول على مدار المباراتين مش مباراة الانزارات الكتيرة اللي حدثت وهنفتقد فيها أبرز عناصرنا مشكلة إصابة عبدالله السعيد كواحد من أيضاً عناصر الخبر نتمنى إن شاء الله إن هي ما تاخدش وقت ويلحب المباراة التانية إجمالاً المباراة ما تقلقش لأن فنياً النادي الأهلي أعلى ولأن عايز أقول النجم الساحلي برغم المجهود اللي بازلوا وبرغم النتيجة اللي هي تبدو إنها مكسب إنما هو برضو يعني مش بعيد المنال يعني سهل جداً إن احنا نتجاوز في مباراة العودة البعض متشائم من النتيجة على النات 2-1 عايز أقول إن في المباراة الكبرى أحياناً التعادل بيبقى أسوأ لأنه بيخليك ترتاح وبالتالي بتطمئن إلى الفوز النتيجة بتاعت النهاردة هتبقى لا تلزم إلا نتيجة واحدة وهي الفوز والأهل وسط جماهيره وبتاريخه الكبير إفريقياً وأيضاً بطموح ولاده وبعطاء مدربه المخلص ابن النادي الأهلي أعتقد أنه هو مؤهل إن شاء الله أن يتجاوز المباراة التانية النجمة السحيلة هيكون منافس قوة هيكون ند هيكون ند طبعاً بالتأكيد إنما إن شاء الله تكون أولادنا يعني زي بقولوا إيه استعادوا الراحة الكافية وابتادوا ياخدوا التقاط أنفاس من مباراتين مش سهلين يعني الترجي والنجم السحلي في أسبوع واحد خارج مصر ده جهد غير عادي عايزين نشكر أولادنا عليه ونقول إن نتائج المباراتين حتى نتيجة مبارات النهاردة مش سلبية بالقدر الكافي إحنا قادرين إن شاء الله أن نتجاوز المباراة القادمة إن شاء الله واسقين في حسام البادري إنه هيتعامل مع المباراة بتشكيل مناسب أولادنا إن شاء الله دايما في المواقف الصعبة ليظهر معدنهم هم مروا بظروف أصعب من ذلك بكثير وبالتالي مباراة اليوم إن شاء الله أعتقد إن هم قادرين على تحييق فوس بورج العرب وسط جماهيرهم العظيمة والمساندة الجماهرية اللي هتحدث بمجرد عودتهم إن شاء الله أعتقد إنها هتكون دافع ليهم مؤثر في المباريات القادمة إجمالا النتيجة مش صعبة الأداء نلتمس لولادنا بعض العز لأن بزلوا مجهود كبير جدا خلال أسبوع لخبطة الهدف الأول وفي الحقيقة المفاجئة اللي فاجئنا بيها النجم السحيلي الجميع كان يتوقع في الحقيقة أن الكرة خرجت نتيجة إصابة لعفة بالتالي بترجع هكذا علمتنا كرة القدم وحتى كل المناسبات المحلية والإفريقية والعالمية كل المباريات يعني فولادنا كانوا مطمئنين بشكل يعني في المباريات الحساسة دي لابد يبقى فيه بعض الحذر هم في الحقيقة تخلوا عن هذا الحذر و كانت المفاجئة أن هم يعني شربوا هدف أو خدوا هدف بمعنى صح إنما إن شاء الله المباريات المتفائل بمؤذرة جمهورنا العظيم وأيضا باكتمال الصفوف مرة ثانية إن شاء الله وتجهيز البديل المناسب لولادنا اللي هم حصلوا على الإنذارين لأن برضو هيدي عناصر أساسية ولها خبرات كبيرة جدا لابد أن أنت تستعودها بعناصر ملأمة يعني المسألة تحتاج حكمة في البديل أسألك كابتن طاهر يعني أولا هو النجم السحلي خالفة قواعد مبادئ الفيفا مبدأ الفير بلي لأقرر الاتحاد الدولي إن ضرورة إنك حتى الحكم نفس ببقى ليه دور إن مبدأ الفير بلي يتطبع على عبد المعد لكن ما حصلش ده لكن الجزئيين اللي عايز أسأله برضو في مسألة التحكيم الإنذار اللي حصل ليه أحمد فتحي والإنذار اللي حصل ليه وليد سليمان ممكن الحكم طول المباراة ما كانش فيه قرارات مؤسرة والقرارات غلاكة ممتازة لكن هذا القرار بالمباراة بالكامل هل علمت يعني أحمد فتحي عيضاي عوقته خسرا وليد سليمان خد إنذار ببناء على إيه هل القرارات دي شايفها إزاي وهل التحكيم كان ليه دور برضو غيابهم في مباراة العودة قد يكون مؤسر بشكل كبير ومن اللي ممكن يعود غيابهم في مباراة العودة يا كابتن طاهر والله أنت يعني هتخدني لجزئيتي التحكيم وأنا ليه فيها كلام كتير جدا هختلف معاك بعض الشيء لأن أنا شايف تحكيم في الحقيقة في الفترة الأخيرة تحكيم مش أقول أقل المقصد إن أنا أستطيع أن أنا أقول لدى تحكيم سيء موجه والحقيقة لجنة الحكام أو التحدي الأفريقي بشكل عام التحدي الأفريقي لكرة القدم لابد أني بقى معها وقفة لأن مسألة المبالغة في ظلم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة تحكيميا مش بالضرورة أن أنت يعني تحتسب مثلا ضربة جزاء أو أن أنت تحسب هدف تسلل هنا يبقى فيه ظلم تحكيمي إنما فيه أدوات أخرى في التحكيم في الحقيقة مرفوضة يعني مسألة أن أنت تحصر النادي الأهلي بكم من الفولات المبالغ فيها الغير حقيقية دي مسألة غير مقبولة مسألة أن أنت أيضا تتغاضى عن حق النادي الأهلي في فولات كثيرة جدا هو الأحق بيها فتبتدي أن أنت تساعد فيها المنافس مسألة أن أنت تتوعد وتبتدي تأخذ أنزلات وأنت تعلم تماما أكيد كحاكم أن العناصر دي هتغيب عن اللقاء القادم كل هذا الأمر فيه شبهات كثيرة جدا لابد من التوقف عندها فأنا عايز أقولك أن التحكيم في الحقيقة وأنا بلتمس لولادنا العزر في الحقيقة أن أمام هذا التحكيم السافر في الحقيقة وبيقدر يتملك وأعصابهم ووقفين على رجلهم هذا شيء يحسب لهم عايز أوجي كلمتر الاتحاد الأفريقي وأيضا للنادي الأهلي لمجلس دارته أنه لابد يبقى فيه وقفة ولابد يبقى فيه خطاب شديد اللهجة لاتحاد الأفريقي واللجنة حكامه السيئة في الحقيقة اللي بلغت في المباريات الأخيرة في تفصيل تحكيم غريب جدا تفرجت على المباراة النهاردة كاملة وعلى مبارتين الترج سواء الفرج العرب أو الفرادس في تونس التحكيم واضح أنه في حاجة واضح حاجة مش مصبوطة ما نقدرش نتحمل هذا الأمر لأن ده شيء مبالغ فيه ونادي الأهلي كبير نادي الأهلي هو نادي القرن هو نادي المتربع إفريقيا على كل البطولات وبالتالي مسألة أن الحكام تيجي بالشكل ده لا ده أهلي نادي كبير ولا يسمح أن يتلعب به تحكيميا يختاروا تحكيم يليق بسمعة وتاريخ النادي الأهلي أما اللي نحن نشوف في الحقيقة شيء غير مقبول بالمر المباراة القياب بعد 21 يوم من الآن يعني ثلاث أسابيع المطلوب أو اللي ممكن يتعامل خاصة يكون في توقف لمباراة المنتخب الوطني في مباراتين في الدور العام والفرق الزمني حوالي خمس أيام على المباراة القياب ببين آخر مباراة في الدور قبل اللقاء العودة بإذن الله المطلوب اللي ممكن يتعامل والأهلي في اللحظات ساعة تعرض لمواقف بالتأكيد كنت بشارك مع البطولات أفريقية وحصلت الأقصر من البطولة في المواقف اللذي كنت بتتعامله ازاي السياسة بتمشي ازاي داخل الجهاز الفني والفريق سواء معسكر مغلق سواء حضور جماهير ايه المتبع في المواقف اللذي زي لا احنا بنتعامل مع المباراة المثل نتيجة اليوم تعامل ايجابي جدا لأن احنا عندنا كمان من الخبرة الافريقية وعندنا من المؤذرة الجماهرية وعندنا من الخبرات الكافية اللي تستطيع تعويض الفرق في المباراة يعني انت تحتاج نتيجة واحد صفر ودي مش كتير على النادى الاهل ان شاء الله النادى الاهل بإذن الله قادر على تحقيق انما انا احتاج من الآن وحتى مباراة العودة الى ثبات التشكيل في كل اللقاءات القادمة بدءا من الدور المصري يعني الدور المصري ابتدي النهاردة احط التشكيل اللي هلعب به مباراة دور خبل النهائي امام النجم الساحلي وابتدي وكأن بعمل معسكر لمدة 20 يوم باستخدم فيه كل اورائي بسبت فيه التشكيل الافضل بالنسبة لي كفريق مزيدا من التجانس في مباراة الدور المحلية تصل بنا الى مباراة النجم والفريق مكتمل اللي هتفوتوا نتيجة الاقافات او لقدر الله لو حد مصاب مش هيلحق الجانب النفسي ما اعتقدش ان لعب النادي الاهل محتاجين ان انت تذكرهم لانه هم حاسين بالمسؤولية وكانوا في مواقف اصعب كثيرا وتجاوزوها فبالتالي المطلب الوحيد هو تشكيل التثبيت من الان حتى المباراة النجم توفيق من الله سبحانه وتعالى الجماهير العظيمة مش محتاج ان حد يعني يقول لها كيف تؤذر ناديها لان هي اكثر عظمة مننا كلنا حسام البدري مدرب الفريق لمدة موسم ونص فبالتالي كل اوراقه حفظها واحنا واسقين في خدراته على اختيار الافضل يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى والنادي الاهل ان شاء الله باذن الله قادر على تعويض النتيجة اللي هي بتمثل هدف واحد ان شاء الله دون دخول مرمانة اي هدف الحذر الدفاع مهم جدا بنتكرر مرة تانية انا الكلام ده قلته كتير انا خايف اكون يعني ببالف او بكرر كلامي انما عايز اقول ان ممنوع الاخطاء البسيطة اللي هي على حدود خط 18 ده لا يمنع من الجدية ومن التلاحم وانما الحذر لان واضح جدا ان فرق شمال افريقيا تحديدا تونس كل قدراتها اكثر من 50% من قدراتها في كرات السبتة وبالتالي احنا عايزين نتجنب هذا الامر اشمعوني بعارفين مزايا الغير وانرح له عشان يستفيد منها اخطاء على خط 18 او المناطق الخطرة السبتة دي نتجنبها تماما النهاردة برغم في الحقيقة ان عايزين نقول ان فرقتنا ما كانتش في نفس حالة مباراة الترجي من اسبوع انها الحقيقة عندنا فرص سهلة كتيرا نهاردة ده برضو نقطة مهمة جدا لابد نتوقف عندها كتير الفرق الكبرى ما بتضيعش فرص سهلة وبالتالي لازم في تأكيد على ان التفريط في اي فرصة في المواجهات الكبرى قد يكلفنا الكثير ده برضو رسالة لولادنا ان شاء الله في المباراة القادمة سواء المباراة المحلية او المباراة الافريقية ممنوع التفريط في انصاف الفرص هارده جت لنا اكتر من كرة في الحقيقة سهلة كان يمكن جدا ان هي تريحنا انما خلاص مش هننتكلم عن اللي فات نقول كلنا ثقة فيك اولاد كلنا ثقة في حسام البدري اتحاد الافريق لرسالتنا لتق الله في وضع حكام يليقه بمكانة واسم النادي الاهلي وايضا اهمية المسابقة جمهورنا العظيم ان شاء الله قادر على تحفيز ولادنا ان شاء الله وتعويض فرق الهدف ان شاء الله سؤال اخير كابتن طاهر مباراة العودة ايه العدد الجماهيري المطلوب انه يحضر في هذه المباراة مش عسع لكابتن طاهر ابو زيد كان نجم الكرة سابق في النادي الاهلي وكابتن الاهلي ومنتخم مصر لكن في منصف كوزير للرياضة قد حكت وزير للرياضة في فترة من الفترات خلال الاوينة الاخيرة وفي التوقيت ده الاهلي بيمس المصر ومقبل على مباراة همه جدا والمباراة دي مفتاح للوصول النهائي يعني استاد برج العرب كمان اسموع يفضل في حوالي حوالي 60-70 ألف متفرق بعدها على طول مباراة الاهلي هتبقى صعبة أو تسمع 20 ألف يعني هتبقى صعبة جدا والملعبة يبقى فاضي خاصة ان استاد برج العرب استاد كبير لما تحدد عدد قليل بيباني الاستاد فاضي يعني العدد المناسب للحضور في هذه المباراة ازاي لمسندد ودعم الاهلي ان شاء الله لحد الأقصى لساعة استاد برج العرب جمهور الاهلي هيروح ان شاء الله المباراة مش محتاجة مياعة من حد في مسألة الجمهور قد ايه مسألة مصرية بالنسبة لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هيحضر بالتأكيد بكسافة غير عادية وهيؤازر فريقه لانه في موقف يستدعي المؤذرة وبالتالي اعتقد ان الساعة الكاملة لستاد برج العرب ان شاء الله هيستوعبها جمهور النادي الاهلي دون النظر الى الساعة التي قد يقررها البعض ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله شكرا شكرا كابتن محمد فاروق ده كان لكونا مع الكابتن طاهر ابو زيد نجمي طبعا النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر وبالتوفية رب للأهلي في لقاء العودة بالتأكيد الاهلي يقدر بإذن الله واحد سفر يتأهل للمباراة نهية لكن الشيء المطلوب خلال الفترة القادمة عقل مباراة المنتخب الساعة الكاملة او عدد كبير من جماهير النادي الاهلي في استاد برج العرب خاصة ان حضور الجماهير سيساعد بشكل كبير جدا الفريق على التأهل للمباراة النهية عودة لك من جديد كابتن محمد فاروق ونتمنى الشفاء بإذن الله للاعب النادي الاهلي المصابين من اجل اللحظة بمباراة المنتخب الوطني ثم مباراة العودة امام النجم الساحلي على استاد برج العرب يوم الالفتاني والعشرين من شهر اكتوبر الجاري بإذن الله إليك الكاملة شكرا محمد شكرا جزيزي طبعا بنشكر كابتن طهر ابو زيد ماردون النيل واحد من نجوم مصر الكبار ويمكن النهاردة كنا محتاجين تزديد وكلنا بنكلم عن تزديد طبعا كابتن طهر ابو زيد يعني كانش فيه احسن منه في هذه الجزئية وتكلم طبعا في جزئية التحكيم حتى الشكل الفني والتحكيم الفني كان بكلم عليه في شكل رائع يعني بالتالي مش هيلعب المباراة القادمة أيضا عبدالله سعيد مزء كهرباء دلوقتي حتى كمان جلنا خبر أنه هو استبعد من المنتخب نتيجة طبعا مزء في العضلة الضمة فبالتالي يعني اتمنى طبعا الأمور ما تبقاش كده بالنسبة عشان منتخبنا الوطن والمباراة القادمة ولكن يعني الخيرة بقى فيه مختارة الله إن شاء الله واللعيبة الموجودة تقدر تأدي بشكل جيد والمكسب إن شاء الله يبقى فيه المباراة القادمة بالنسبة للمباراة الكونغو كابتن وليد يعني قبل ما أنروح أتكلم على جوز الدفاع هروح بس للمؤتمر الصحفي الخاص باع بعد المباراة وكابتن حسام البديل فضل يعني أكيد الربارة المعضة كان فيها صار في أداءها وكان فيه تباين في الأداء ما بين أداء النيم في فترات النيم كان أفضل في فترات الأهلي كان عنده فرص طبعاً واضحة جداً لكن ما كانت فيها توفيق كان النيم كان موفق أكتر مننا النهاردة في الفرص أو في الأخطاء أنها حصلت فبالتالي كان فيها توفيق بالنسبة له يعني جاءت أهداف إحنا وكلاش موفقين بالرغم أن جاءت لنا برضو فرص ويمكن الهدف الأولاني شوفنا يعني إحنا بكلم عن فرب لي وكده لكن أنا قلت بالعبتي تصرف ما فيهوش خبرة لأن حتى من تلعب ما يعملنك لابد حتى ما تطلع الكرة وانتظروا بلهم الكرة تتلعب لهم تاني لكن هذه كرة القلب سعادة ما فيها أخطار لابد التعامل مع كل حاجة يعني تبعي تلكيس كل حاجة وزياد في المقرات الكبيرة ما يسميش حاجة للصدفة فده هو الخطأ باللعبتي الهدف الأولاني لابد التعامل من المقرأة أن نتيجة العودة أو مقرأة العودة هي اللح تحسن إن شاء الله النتيجة وإن شاء الله نكون موفقين هناك بإذن الله لكن المرأة لنشاء الله هنكون موفقين بإذن الله لأن التوفيق غاب عننا النهاردة فأنا بقول في الإجمال هي مبراتين بقي بإسم النهي يعني يعني كان فيها إصارة طبعا بحجم الآية وبحجم فلية النهي فضلوا على سئلة أنا مش هرازم من السئلة حتى محدش بعمل يعني ممكن أخذ إذا ما أنت عزيز فنم 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 لا أنا أنا أخسر ما ببقاش تعودت لأن أنا ببقاش يعني راضي لكن هي النتيجة طبعا إحنا وفقنا أن نجدنا هدف بيسعيدنا بشكل كبير جدا لكن ما يجو شكل حاسم لكن تمنا من المدرب بيخسر لا كان نفسا أخذ منها سؤال كامل كانت حسام خلد عشفيو على البياضي المرضى خلتها كنتيجة لأحب كبير مرمونا لكبير الكبير الكبير المصيح وأعتقد أنصاف الفرص المريحة خاصة فرصة أزارو الممكن فعلا لغير متيجة المرات المنو ونطفل لأزالي بتادي المصيح التعامل السلام ونطفل أعطب المرات الجاية والسانية التي يسمى إن شاء الله أعطبت مهين التي يجب جدا بلغة تعمل جميع المنو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المنوفقين لازم إن شاء الله نستعيد بشكل كويس عندنا فوصة كليلة إن شاء الله الهدف كان مهم جدا برضو من نسباننا وكنت أتمنى أني مجيش أهداف تاني بعد الهدف اللي احنا جدناه لكن الهدف حيساعدنا ونتمنى إن شاء الله إن شاء الله لنخدم نفسنا ونستغل النتيجة دي بكون صالحنا لكن نمش نحاوز نقول النتيجة مطمئنة أو لا لا مش مطمئنة أو لا لازم نشتغل إن شاء الله ولا مطمئنة لي ولا مطمئنة للنجم خالص كان هل تفضل سامع عزيزين نتطمن على التنصي طبعا مصدف عن المبارات هل يحب مكفاج للمبارات طالما هل يفت مع من حي لقد يرتف للنسبة لنسبة لنسبة المبارات نتمنى أنه ممتخب 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 عبدالله فنأتمنى إن شاء الله أنه ينحن الممتخب إن شاء الله فتح عجيب عن الممتخب إن شاء الله عندنا البديل إن شاء الله لكن سنخسر معه بمهمة توقيت كونش أحيان كتنا بإذن قمت بتأجيل المقارنز المقارنز الأخيرة 16 هل كانت تغييرا موافقة مش بيقون فيها أو حين مش بيقون فيها هي كل المبارات وليها ظروفة طبعا يعني كل المبارات وليها ظروفة تراجل عنك الفكري اللي كنت بتعادك والنهاردة التاليت بفكري تاني لكن عملت مع المبارات يعني التغييرات الأهم اللي كانت أثناء المبارات مهمة لكن كان فتل أن أبتلي أجاي هو ده التغيير اللي حصل عن المبارات اللي فاتت من البداية عن مؤمن زكريا لأن كنت عاوز برضو عم التسافة عددية في العمق واستغيبت برضو بعض الأخطاء اللي بتبع موجودة فرية النجم تقييم المنافسة يوم النجم السائل كما كانت في صورة الدراس في مرحيب اليوم أنا فرية النجم لا أنا فرية كبيرة فرية عندها إمكانيات كويسة طبعا هم قدوا مباراة كويسة نهار فطقيني بتتكلم على أن لعاب النجم لم يلتزموا بمبدأ اللعب النظيف وده يمكن في الهدف الأول كانت أيضا سنحسم الصعود لنهاية دور أبطال في مباراة العودة هنا إن شاء الله في برج العرب التوتيق غاب عن الفريق أمام النجم أيضا اتكلم على هدف صالح جمعة أنه مهم وسيساعدنا في لقاء العودة وده أكيد طبعا الهدف وإنت بتلعب خارج أرضك بيفرق كتير جدا خصوصا لما تكون النتيجة بالشكل اللي احنا شايفين واثنين واحد فوز هنا واحد سفر يعني أكيد يوصل فريق النادي الأهلي للدور النهائي أيضا كابتا حسام تتكلم على أن النتيجة مش مطمئنة سواء بقى للنجم أو للأهلي طبعا كل واحد عنده فرصة في مباراة العودة أيضا كابتا حسام تتكلم أنه هو لعب مهم وغيابه سيؤثر طبعا على الفريق في المباراة قادمة طبعا طبعا زي ما قلت بحضراتكم والخبر اللي جن أن عبدالله السعيد عنده مزء في العضلة الخلفية وده في حد ذاته طبعا هيؤثر على النادي إن شاء الله يعني قدام نحنا 22 أكتوبر هل النادي الأهلي هيلحق ولا لأ أنه هجاز عبدالله السعيد يعني اتمنى طبعا العودة سريعة لعبدالله ولكن طبعا هو منتخبنا الوطني هو اللي هيخسر هيخسر مجودات عبدالله السعيد أيضا سيناريو المباراة الترجي مختلف عن مباراة النجم السحي ده كابتن حسام البدري هو بيتكلم على هذه المباراة وشكلها وظروفها مختلفة تماما عن مباراة الترجي أيضا نتكلم على فريق النجم إنه هو فريق مميز ولكن له سلبيات كابتن وليد لو لك تعليق على تصرحات كابتن حسام البدري لا كلها تصرحات متزنة كابتن حسام برضو بيظهر مجددا هادئ بدأ يعجبني في أسلوبه حتى والنتيجة عكسية يعني كان دايما زمان كنا بنشوف الكابتن بيبقى متعصب لكن النهاردة هو هادي بيقول كلام متزن بالفعل لعبة النجم إحنا كلنا استغربنا وإحنا عاديين بنتفرج إن الطبيعي إن الكرة طلعت برة عشان عالي معلول مصاب فالطبيعي إنك ترجع الكرة للفريل خصم لكن خلينا نتغضع عن الجزئة دي ونقول إن الهدف برضو من كرة عرضية أنا لو واقف صح لو اللعبة كلها مركزة مهم جدا بص أنا مش هتكلم على الهدفين اللي جون فينا أنا هتكلم على 3-4 فرص خطيرة جدا من كرات سبتة سواء من ضربة ركنية أو من ضربة سبتة أو من كرة متحركة وكلها بالعرض كانوا تيه واحد رقم أربعة واحد من اللي بلعبه ألعاب الهواء كواس قوي في نفس الوقت بعد الهدف جاءت ضربة ركنية تقريبا البريقي أو أيمن طرابولسي قطفها بدماغه وليد سليمان قاعد يتنطط على الدفاع اللي حكت في العرضة فبالتالي الحاجات دي كلها عايزين ناخد بالنا منها هنا إحنا مش عايزين النجم يهدف هنا إذا وصلت إن إحنا عايزين نجيب هدف واحد بس للتآهل ده مش صعب نادي الأهلي قادر على إنه يحرز هدف واثنين وثلاثة نادي الأهلي عنده من الإمكانيات حتى مع غياب أحمد فتحي حتى مع غياب حسام عشور مع غياب صالح جمع هو إنه شام محمد عنده كسر في كف إيده في هذه المباراة يمكن ده سبب خروجه يعني لغاية دي رأيتي ده الخبر اللي عندنا إنه عنده كسر فيه أكف اليد يمكن فعلا ده يكون سبب خروجه ده برضو خبر محزن ألف سلام عليهم في ظل غياب طبعا وعبد الله كل المصابين ألف سلام عليهم بس إن شاء الله فيه ناس هترجع لنا إن شاء الله حسام عشور يعني مش هياخد تلات أسابيع فهيبقى حسام عشور وعمر السلية دول الدفندرين أقدر ألعب بواليد سليمان وصالح جمعة ومؤمن زكريا وأجاييه أقدر ألعب بكذا تاكتك أقدر ألعب بكذا طريقة النادي الأهلي قادر بأي حد إنه هو يكسب فرقة النجم أهم حاجة إن أنا إن شاء الله بإذن الله أتلافى الأخطاء اللي وقعت فيها النهاردة النهاردة أغلب الكرات العرضية أو الضربات السابتة اللي على مربع النادي الأهلي فيها خطورة فيها خطورة شديدة فدي أخد بالي منها في نفس الوقت أنا كمان لازم أخد بالي من الفرص اللي بتجيلي يعني وقعت كذا كرة الواليد سليمان واحدة لتشاهد في الشوط اللي هو الكويس قوي جنب العرضة لكن فيه اتنين تعامل معهم بشكل مش كويس وليد أظهره في الانفراض اللي راح به انت شاورتلي على واحدة كرة بالعرض وليد أظهره بيجري على المكان ومش شاهد في الكرة يعني برضو مهم جدا اننا أبقى شايف احساس المكان فكل دي حاجات طبعا هنحتاجها لكن في الآخر إذا كان الأهلي مش قادر انه يهدف هنا يبقى خلاص صعب انك هتوصل لنا لكن النادي الأهلي قادر انه يهدف في ملعب برج العرب بهدف واثنين وثلاثة فحيح سيكون سامير برضو خليني أكدامك على الجزء الدفاع يمكن في بعض الكرات كرة كانت غير مطمئنة بالنسبة لنا معرفش هل هي نتيجة عدم تركيز أو يعني ما فيش اهتمام بالكرة نفسها يمكن فيه كرة فيه كرة عدة مرتين كتتسمير في حد بيطلعها بكعبه رامي يعني مش عالف رامي مرة رامي ومرة ساعد ما ينفعش أبدا في مبارزة كرة ومحنا بنقول دايما حاول نقال الأخطاء في جزئية كده وده في حد ذاته ما ينفعش في مبارزة كرة بصة يا قد فاروق اللعب خارج ملعبك بيختلف عن داخل ملعبك بيبعندك ارتحية داخل ملعبك بتلعب بهدوء بتبدأ هجمة بيبقى فيه ترحيل في الباص تدور اللعب مساحات ملعب حلو النهاردة الملعب برضو مكان سايق شوية فيه مطباط أنا شايف فيه مطباط لعبة بتجرب كرة برضو إنما التركيز مهم جدا الرقابة الدفاعية مهمة جدا أنا ما ينفعش داخل التمنتاشر هطلع بكرة بكعبي مرة واثنين وثلاث بالإضافة كمال الجون اللي داخل فيها لازم أخذ خطه وراء لسعد واشيلها بدماغي ده طبيعي جدا أنا شايف اللازم يكون فيه تركيز أكتر من كده من نواحي الدفاعية المطش اللي هنا مش مستحمل يعني إحنا إن شاء الله أنا شايف النتيجة كويسة واللعب عملت لعليها كل حاجة إنما الشوط التاني عندنا بإذن الله لو تلعب في برج العرب هيبقى مباراة مسيرة مباراة جمهرية أقوى من مباراة النهاردة فكل واحد عارف دوره الأدوار لما يتوزع على كل واحد وكل واحد يبقى ملتزم بمان بوظيفاته في المكان بتاعها كابتن فاروق دي مهمة جدا من واحد التكتكي اللي كابتن حسان بيحطاه كل واحد ليه دور كل واحد ليه وظيفة في الملعب الأربعة كل واحد دوره الاثنين مساكين كل واحد يمسك واحد النهاردة هشوفنا مرعي تحرك كذا مرة من وراء ساعد ومن وراء رمي ربيعة تسمعك يا تسامي بس هتكمل الجزئية دي والتحركات الخاصة طبعا بفريق النجمة السحرية وعمر مرعي مع ادفعات النادي الأهل لكن هروح رضو الأفعال الخاصة طبعا بجمهور نادي الأهلي أو أعضاء نادي الأهلي في فرع مدينة نصر مع زمينا محمد سيد فضل محمد شكرا لك كابتن محمد دفرو ومشاهديك القرامة في كل مكان هنا من مقر النادي الأهلي بمدينة نصر ورصد انتباعات وعراء طبعا جماهيرة نادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي عاقب لقاء الزهاب والمباراة التي انتهت بفوز النجمة السحلي بهدفين مقابل هدف إن شاء الله كل التوفيق للأهلي في لقاء الياب والعودة بعد ثلاثة تسابيع في برغ العرب يكفي الأهلي الفوز بهدف مقابل لشيء من أجل التعاهل المباراة النهية لكن للأسف من أصعب اللقطات هو حصول أحمد فتحي ووليد سيمان على الإنذار وبالتالي والإنذار التاني وسيغيب عن لقاء العودة لكن لرصد انتباعات الأعضاء ومعرفة عراءهم وموجهات نظرهم في هذه المباراة معي طبعا بعض العينات من جماهير أو من أعضاء النادي الأهلي في البداية برحب بحضرتك ولكن هرد لك عن نتيجة لكن كيف ترى هذه النتيجة في ظل معطيات لقاء العودة بإذن الله للأهلي أمام النجمة الساحلة إن شاء الله الأهلي يقدر يعود ويقدر يوقف على رجلي تاني ودي مش أول مرة تحصل للأهلي الأهلي كان ينقصه خط الوسط النهاردة ما كانش في الحالة اللي تؤهله أنه هو يتملك مور إحنا ما شفناش لعبة يعني مدروسة أو لعبة بيلعبوها لا كان كله كور عالية كور عالية هرد لك للأهلي ونتمنى أنه في الماتش اللي جاي يعود وده شوت ولفضل الشوت التالي إن شاء الله الأهلي قادر على الفوز بهدف لقاء العودة إن شاء الله إن شاء الله الأهلي بمن حضر والأهلي قادر على الفوز إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا لي طبعا برضو معايا برضو عينات أخرى من جماهير النادي الأهلي معرفة أراهم وانتبعهم على مبارات تفضل معايا عايز عرف يعني رأيك عن نتيجة المباراة وهل الأهلي تأثر ببعض قرارات التحكمية ولا التحكم اليوم لم يكن مؤثر في نتيجة المباراة مع الوضع في الاعتبار انظار ألساني لوليد سليمان وأحمد فتحي والله أنا شايف إن التحكم يعني كان مؤثر بس مش تأثير اللي هو إنما أنت كان ممكن تلعب بتبدأ يعني بداية إشان محمد دي غلط إشان محمد ما لقيفش ولا ماتش في الدوري أحمد فتحي يعني هي مش محتاجة أنت كما أخد تبدأ بأحمد فتحي في مص الملعب ومحمد هاني باكرايت والشوت التاني كان ممكن تنزل إشان محمد بس هي كان نتيجة إيجابية إن انت إن شاء الله ممكن تعاور بس انت تتلاف أخطاء الدفاع والتمركز والفرص اللي اجيلك تستغل لها بس هو إن انت الفرص اللي اجيلك رازم تستغل لها انت بتلعب وفم الأهلي يعني كان بيسعى للفوز بأي نتيجة ما كانش بيسعى الأهداف ولا انت شفت الأداء إزاي هل الأهلي اداله المساحة ولا الأهلي كان فعلا النجم كان الأم منه فبالتالي كان عايز يكسب بأي نتيجة النجم يعني هو يعتبر النجم الساحلي كلا كسب النتيجة ما كانش يتوقعها نادي الأهلي بعد الأداء اللي قدمه قدام التراجي وإنك تكسب التراجي 2 واحد ديجي فيه الجون الشروط تاني تنزل تكسب فممكن تجيب التالت بكل توليد أزاره فالنجم متوقعش إنه هي يكسب النتيجة دي يعني النتيجة دي بالنسبة للنجمة إيجابية إنت لو تلفيت أخطائك في الماتش الجاي الأخطائك الدفاعية خاصة إنت هتكسب الماتش أو هتكسب بسكور بس تتلفأ أخطائك الدفاع إنت بتروح بتهاجم حله بس شكرا شكرا برضو محتاجين يعرف رأي آخر يعني اللي محتاجه الأهلي في مباراة العودة في برج العرب عشان يتخطى هذه المباراة وقت أهل إن شاء الله المباراة نهاية اللي محتاجه الأهلي اللي محتاجه الأهلي هي لعب بنظام وبلاش موضوع وليد أزار ده يعني وليد أزار كم مباراة وضيع كم فرصة إحنا مش نعدل على حسام البادر وإزاي بيلعب كده لكن هشام ينزل ليه في المطش إزاي كده لكن إحنا متوقعين إن شاء الله الأهلي متعود ومعودنا الأهلي إن دايما في مباراة العودة إن شاء الله يجب هدف واثنين لكن اللي عيبا ما تخدش من طبيعا إن خلاص سعدين وبتاع يعمل حساب من دلوقت يعني زي ما احنا شايفين كده عودة لعيب النادي الأهلي لفندق الإقامة شفنا شام محمد وهو مجبس إيدي يعني حاجة يعني الواحد حزين جدا على اللعبين اللي اتصابوا النهاردة أولي سوف نفقدهم نتيجة الانزارات أحمد فاتحي طبعا عبدالله سعيد للإصابة وشام محمد للإصابة يعني هارد لك ليهم نهاردة سواء بقى نتيجة أو إصابات يعني النادي الأهلي نهاردة مش يومه لحد ما في حتة النتيجة وأيضا مش يومه في فقدان اللعبين مهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي كتسمير أنت حتاك وتبتتكلم على الجزء الدفاعي واستغلال لحد ما فريق النجم السحلي عن طريق عمر مرعي وبنجورة واللعيبة المميزة في فريق النجم السحلي اللي دفاعات النادي الأهلي وما خلف الدفاعات النادي الأهلي طبعا خلال الأول نقول ألف سلام على الهشان محمد إن شاء الله سلامات ويرجع سريعا إن شاء الله وعبدالله السعيد وعودة أحمد فتح من الإقاف خسرناهم طبعا التلاتة تلاتة لعيبة نجوم كبار ومهمين جدا وإضافة للفريق كان هيفرق معنا قوي مبارات العودة لكن إن شاء الله البركة في الموجود وطبعا دي ميزة النادي الأهلي لما حد بيغيب بيتلاقي البديل الأجهز والأحسن وما فيش فرق طبعا بين اللعيبة وبعضها طبعا كلنا لعيبة بمس لنادي الأهلي ولعيبة كلها جاهزة ودي ميزة النادي الأهلي اللي بتخسره بتخسر لعيب بتلاقي التاني على طول وبتلاقيه جاهز فدي ميزة النادي الأهلي على طول وصفقاته الحمد لله تشهد له سنتين ثلاثة اللي فاته نتكلم على الأخطاء اللي احنا تكلمنا فيها كتفاروق مش عايز رامي ان شاء الله في مرات العودة أو سعد أو نجيب لأيا نكمل إلا هيبدأ الاندفاعات الاندفاعات النهاردة كانت كتير قوي يعني عمر مرعي في تحركاته بينزل استلم وأنا أمتلك راجل محطة من قبل مره باستلم وبيحضن كويس جدا وبيرتقي القار العالية بياخدها كويس قوي يعني النهاردة رامي ربيعة وسعد خد منه خمس ست فاولات تخيل انت كتير جدا بالإضافة طبعا فيه خطأ لرامي ربيعة الحمد لله ان الحكم ما حسباش ضرب الجزاء ممكن يكون فيها شك أنا مش عايز اللعب أو المساك لنادي الأهلي الفترة دي بقى مندافع داخل التمنتاشر انت بتلعب بطولة وممكن مباراة حسيمة مباراة العودة ومباراة حسيمة أنا بتكلم كمان الرباعي خط الضهر كمان مع محمد هاني ممكن يخش بديل لحمة فتحي الحاجات دي طبعا ممكن تخسرك بطولة لازم يكون فيه ترايز فيه هدوء الاندفاعات لما يكون الراجل قدامي وأنا واخده في صدري بلغة الكرة ما اندفاعش وازقه من ظهره وياخد فاول مني مرة واثنين وثلاثة لازم يكون فيه هدوء وأبدأ الهجمة وما يعني ما عملش أخطاء يعني سازجة زي ما بيقوله يعني إنما طبعا تلاتة رامي ونجيب وسعد لعيبة ممتازين ولعيبة اكتصف خبرات دلوقتي وضع المباراة التانية طبعا هيختلف تماما عن المباراة الأولى إنما النهاردة كان فيه أخطاء أخطاء عدم الرقابة الاندفاع فاولات كتير داخل التمنتاشر وخارج التمنتاشر فكل دي بتأدي لأخطاء والأخطاء بتبقى أهداف فإن شاء الله نتغاد عنها الفترة اللي جاية والمطش اللي جاية بإذن الله والمطشات كلها سواء دوري أو كاس أو بطولة أفريقيا أن ده بتبقى إمكانيات لعب أنا بقيم المدافع من الاتقاء الكار العالية الاتحامات الرقابة التغطية الزحلقة القوة السرعة كل ده بيقيم زي حجازي كده لما قعد فترة يتأقل معنا لعب من أكبر لأندال إنجليزية فإحنا بنقول كده الأداء لازم يرتقي عشان أنت تقيم نفسك التقييم للمدافع بالذات لما حجازي يروح مثلا إنجلترا زينا بنتكلم من الصعب جدا أن أنت أخذ لعب عربي كمساكة كمتفاروق فهو اجتهد وخد خبرات من النادي الأهلي عشان كده ربنا كرمه وراح إنجلترا بأتكلم برضو الكلام لأحمد لسعد ونجيب ورامي إنه هما لعبة مميزين جدا إنه ما عايز يبقى فيه سنة هدوء ما فيش اندفاع فترة اللي جاية عشان المشاكل اللي جاية كلها حسين المباراة القادمة كان برضو كابتن مباراة مهمة وسعد كمان من عمدة المنتخف في الوقت الحالي فبالتالي برضو سعد ورامي كابتن طبعا هما مهمين جدا في المباراة قادمة أمام الحكومة ولكن كابتن يعني أمامنا شيف إكرامي على الشاشة سورالي في هذه المباراة تقييمك للخطوط كلها كابتن يعني هبتدي بشيف إكرامي تقييمك لكل شريف النهاردة أنا شايفهم جايد معندوش أخطاء فنية أنا هصف لك الهداف هقول لك من وجهة نظر لكل واحد حسب وجهة نظره لو جينا للهدف الأول الهدف الأول كروس بعيد عن الشريف بعيد عن السيكس المفروض الكروس ده مشترم جابين حارس المرمى والمدافع هو بعيد عن شريف الراجل اللي سندها في جول على يمينه وفجأة برضو اللي يوصل عليها المساك الاتنين مساكين والباك رايت وفش النظر في الهدف كتن هو عضية جات سعد سمير أو سعد 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 ولي حتى وليد سليمان كان عايز لعبها بدماغه يطلحها فماعرش فلت من أدي واحد بريك رقب 8 الهدف الهدف التاني خليك معي الهدف التاني تصويبه من بعيدية تصويبه من فجأة وبرضو خدمة خدمة بن عمر تقريبا 29 لسجل هدف التاني أنه راحت جنب جوار القائم اللي يعني دخلت في حتة بعيدة جدا هو جيري وحاول معه شريف لكن دخلت يعني أنا برضو شايفها أن هي يعني أنا أتفرج عليها صعبة يا وشريف خلي بالك لما بيخطأ بقول خطأ ولما بيوغلط فيه ده وجهات نظر ممكن أنت تقول وجهت نظر في وصفك للجول غير كده خالص لكن أنا بتكلم بفنيات أنا كمدرب شايف أنها بعيدة يا خدم الولد اللي يسأل هنا هو عمل التصويف برة 18 محمد لازم لنهاردة يليه لا يقابله لا يوجد كلام هو النهاردة الناس توسع حتى يصاب لا ينفحش فشريف هنا عنده فيه كرة رجاء على شريف يباد هدفين في التماجدية 68 960 بين عنه وفي تصويفها في الدهاء 95 اللي هو ترامع عليها وجابها وتقلق فيها ففي الدهاء 95 واخد بلك نفس الحتة بتاع الجل التاني ما شاء الله إنما المجمل الفني في الفعلية الهجومية لم يكن كثير جداً لكي نقول أن الراجل لا يوجد أي أخطاء فنية الحمد لله يسعل عنها إذا كان هناك هزيمة فضل إذا كان هناك هزيمة النهاردة لا يسأل عليها غير أن هناك توفي لا يوصل ولا يوصل ولا يوصل ولا يوصل أنا أريد أن تقايم الخطوط التي بقيتها سوابات باعة ونصف ملع قط الظهر بالنسبة لي أيضاً لنا أيضاً فاتحي ومعلوم الجانب الهجومي ما فيش فعلية جميلة زي الترجي صالوا وجالوا عملوا جابتين وجابتين دول بيحتمد عليهم النادي الأهلي جميعاً ولازم البكين في النادي الأهلي بيبقالهم دور وحلول كثيرة جداً النهاردة ما كانتش فيه إنما واجب الدفاع للأربعة حتى الأخطاء هو ساعد سمير ورامي حاولوا كثير النهاردة إنما برضو أنا أعتقد عدم وجود حسام عشور في وسط ملعب النادي الأردن أثر 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 نحن نقول نوص الملعب كان عنده تأثير الأهلي داماً محتمد عن اسم السحوات دفاعين ووجومين محمد امتى بتحاول من الدفاع هم سيطروا هم النهاردة كانوا بدايئين المساحات فما أخذوش راحيتهم كان فيه برضو ميزة في السلاف الخماسي نتاعوص ملعب نادر أهلي إن الشيق اللجومي بتحاول سريع وتروح واخد بالك وما بتفقدش الكورة اللي ما بتفنيش على المرب واخد بالك الفروضة النهاردة الشيق أنا موجة نظري إن الفعالية اللجومية من أقل الماتشوات مع إن جاءنا سبعة كورنر عدم استغلال برضو الصوابت النهاردة برضو يعني النادي الأهل ده من سلبيات وإن فيه ضربات سابتة كتير جات عليه النهاردة أكتر ضربات سابتة جات على النادي الأهلي من فترة كبيرة جدا لصالح اللجم الساحلي فدي سلبيات لكن هي الفعالية اللجومية بالنسبة للرباعي الهجومي وده تقييم بالنسبة للخصوص الثالثة كانت وليد اللي انت شايف أنه هده القصور اللي في فريق النجم اللي تقدر تستغله هنا في برج العرف لا فيه نوء ضعف كتير يعني كمونة تكلم على مكانه طبعا اللي هو كان مميز فيه زياد بغطاس وكانه تيه لا فعلا عندهم مشاكل عندهم مشاكل كتير الكرة الوحيدة اللي اتحرك فيها تقريبا عبدالله السعيد حطها له صالح جمعة الرجل كان هاجبها في نفسه كرة تانية اللي ضغط عليه صالح جمعة فيها اخدها جاب جون حتى التمركز كرة اللي عملها وليد سليمان لأجيه أجيه حطها الوليد أظهر انفراض حتى في التمركز لا عندهم مشاكل كتير كمان بيسيبك تلعب في نص الملعب يعني انت لو تقدر تستحوز النادي الاهلي كان فيه بعض فترات المباراة بيقدر يمسي الكرة بالرغم من دي الملعب كاته بالرغم من دي الملعب ما بلك بقى في برج العرب هيبقى النادي الاهلي قادر لو لعبته في حالتهم يعني لو لعبت النادي الاهلي في الحالة اللي احنا عارفينها عنهم اذا كان صالح هيكون موجود على حساب عبد الله اذا كان وليد سليمان مؤمن أجيه علي معلول حسام عشور لما يرجع السولية اذا كان لعبت الاهلي في حالتهم عندنا مفاتيح كتير لكن في الآخر مهم جدا نأكد على الكلام اللي قاله كابتل حسام البدري المباراة مش سهلة اوه تفتكروا انها اتنين واحد فالمباراة هاجي اجيب جون وخلاص وانتهى الموضوع لا المباراة مش سهلة لانهم برضو عندهم عدد من اللعيبة عندهم اكوستا اللعيب البرازيلي اربع اهداف فرياس طبعا ده مصاب اكيد هيرجع بعد ثلاث اسابيع في نفس الوقت بنجورة لعيب يعني متعب قوي ومزعج جدا لخط الدفاع الفرقة كمان لما بتلعب على طرجة واحد غير النهاردة النهاردة فريق النجم بيلعب على سيناريوهات كتير مش عايز اهداف تدخل فيه وفي نفس الوقت عايز يهاجم عايز يحاول يجيب اكبر قدر من الاهداف لكن ده مش هيحصل في برج العرب برج العرب هيبقى عنده سيناريو واحد بس هو مش عايز الكرة تدخل في مرمى فهيقفل بشكل كبير قوي يعني ممكن يلعب اربعة خمسة واحد ممكن يقفل لك الدنيا خالص ويلعب في تلت ملعب هو عنده هدف واحد انه هو بقدر الامكان يحاول ما يخلاكش توصل للمرمى وفي نفس الوقت يحاول يخطف بالضربات السابتة بكورنر بتصويبة النهاردة يعني انا برضو عندي تحفظ على تعامل شريف اكرامي مع الهدفين انا وجهة نظري اه باتفق مع كابتر ربيع انه هو يعني يعني ممكن ما يتحملش جزء يجبير عنه ولكن هو هنا التميز هنا هنا الحارس السوبر اللي انا عايزه انه حارس النادي لالي وحارس مرمى منتخب مصر يجيب الحاجات الصعبة الكرة الاولانية بتاعة الراجل البريقي هو استلامها منين استلامها من على ستة يرضى في الطرف الشمال يعني كرة نزلت له خذها على سدره الطبيعي في المكان ده للأسف طبعا احنا ما عندناش الصورة لكن لو في الصورة كنت هوريها لك هي ما بين سعد ووليد سجنان المكان ده المفروض ده انا كحارس مرمى اعمل ايه لازم اقفل الدياء يبقى ده لعيب جامد قوي انه يروح عاملها كده في البعيدة لكن ما تخشش في الدياء المسابة بين الشطة وبين المرمى كم يردى كم يردى يعني شريف كان موفق جدا في مباراة التراجي علي معلوم كان احد نجوم المباراة النهاردة اداءه اقلب كتير حتى الكرات العرضية عاملها وحش حتى التخطية يعني بناخد اللعبة كلها على بعضها النادي الآن النهاردة خسر اثنين واحد وقادر على انه يعوض بتفق معاكم مع كابتن سامير في خط الدفاع خط الدفاع مهم جدا ان انا المباراة العودة ما عملش فاولات كتير مهم ان لو سعد اللعب او رامي او نجيب اللي هيلعب منهم ياخد باله سواء من الراجل اكوستا او من عمر مرعي لو لعب مش عايزين نفرط فاي هجمة الاهل لو دخل فيه جون هتبقى لهم صعبة جدا هيبقى عايز يجيب ثلاث اهداف وده رقم كبير فبالتالي عايزين يعني بقدر الامكان يكون كلينشيت نكون مفيش حاجة تدخل في مرمى شريف اكرامي عشان نسهل العملية ايه اللي احنا محتاجينه بقى محتاجينه حاجات كتير محتاجين نستخدم التصويب محتاجين ان محمد هاني وعلي معلول لو هم اللي لعبوا يعملوا اطراف ويعملوا جبهات نقدر نلعب منها كرات عرضية محتاجين ان لو وليد اظهروا اه لعب مش دي المباراة اللي هضيع فيها ابدا يعني مش دي المباراة اللي انا هيبقى عندي فرصة ان انا ضيع فيها اه فرص سهلة فبالتالي مهمة كمان جدا اجايق اجايق انا باتفق معاك واحد من نجوم المباراة بالنسبة للنادلها يعني لو اخترنا نجوم المباراة انا من وجهة نظري بنجورة من اه من النجم الساحلي واجايق من النادلها من وجهة نظر صحيح لكن اهم بقى من ده كله كابتن ان احنا خسرنا اهز عسام عشور نتيجة التحامات نور في التمرير احنا في المباراة القادمة لكن اثناء التمرير ناخد بالنا على بعض اللعبين ياخدوا بال انا عارف انه بيبقى فيه حماسة كله عايز يلعب ولكن ان احنا ناخد بالنا على بعض في المباراة تعتبر فيصالية بشكل كبير او فاصلة لوصولك للنهائي فبالتالي ناخد بالنا على بعض سواء بقى اللعبين بقى مدافعين مهاجمين كله ياخد باله من بعض كابتن ساميخ انا كلمك على تغييرات فريق النجم الساحلي وبنتشوفها ازاي في الظل طبعا نزول خروج اهاب المساكني ونزول سليم بالقاسم في الديئة سبعين وايضا خروج عمر مرعي ونزول ايمن امين الشرميتي ايضا علي البريقي ونزول حمزة الاحمر شوف ازاي خصوصا حمزة الاحمر من اللعب الموجودين في نفس ملعب مميزين انا موجود نظر التغييرات ايجابية وغيرت نتيجة المباراة كان طبعا تعادل بعد كده بقى اتنين واحد علي البريقي وطبعا بن عمر احرزوا الهدفين طبعا كنت عايز اتكلم على الهدف كان واليد بيتكلم من كابت الربيع الهدف اللي دخل فينا برضو كان خطأ من اللعب التاني التاني اللي جابه بن عمر او محمد امين بن عمر محمد امين بن عمر تصويبة يعني طيب معلش كابت سامير انا اسف هتكمل خلينا نروح لزا سريعا ليز من اميري شام من فندق الاقامة طبعا كلام عن المباراة واجواء مع بعد المباراة فضل امير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفريق وبتحديد المصابين يمكن عبدالله السعيد بتحديد لما اصيب مع نهاية المباراة عنده مزق في العضلة الخلفية بالتالي عبدالله السعيد اعتقد هيجيب لفترة بالتالي الاسف عبدالله السعيد صعب ان يكون متواجد مع منتخب مصر في المباراة المصرية امام فريق الكونغو يوم 8 اكتوبر اكيد ده خبر سيء جدا بالنسبة الكل الاهلوية وكل المصريين خصوصا احنا اكيد مجبولين على المباراة مهمة جدا امام فريق الكونغو ده تأكد خلاص ان عبدالله السعيد عنده مزق في العضلة الخلفية بالنسبة لهشام محمد عنده كسر في احد اصبع يده طبعا كسر يمكن في اسبوع من اصابع ايده يمكن ده السبب ممكن يكون احد اصباب بتغييره طبعا مع نهاية الشرط الاول الاهلي ده بالنسبة للمصابين لكن خلينا اقول لك يعني فريق النادي الاهلي طبعا هم مشراضين عن النتيجة يمكن كان شايفين ان المباراة في المتناول شوية يمكن احنا فنيا كنا افضل اكيد انتوا ادروا اكيد اتفرقتوا عن المباراة وعارفين ان اكيد فنيا النادي الاهلي كان افضل بكتير من فريق نجمل السحلي لكن هي ظروف ماتش خلينا اقول لك ان الاجواء كانت صعبة جدا في ملعب بالأولمبي بالسوسة جمعير طبعا متحمسة بشكل كبير جدا لكن اعتقد الهدف الاحرز وصالح جمع اكيد هدف مهم جدا حيساهم في صعود ان شاء الله النادي الاهلي فيه من خلال مباراة العوضة ان شاء الله في بالنسبة للعبين نفسهم كلنا زعلاني كلنا في حال التحوزن لها دي المباراة لكن الاطمئنان اللي موجود للعبين هم عارفين ان نتيجة المباراة هنا في قائرة واحد سفر اكيد توصرهم فبالتالي كلامهم ايه بعد المباراة طبعا اكيد هما عندهم السرار كبير يا كابتن فاروق مصلت بطولة دور الابطال الافريكي اكيد زي ما قلتلك هدف كان مهم جدا من صلح جمعة هما عندهم حلم الحزن ان احنا خسرنا هذه المباراة خصوصا ان بعد هدف التعادل بالتحديد بالنسبة لنادي الاهلي النادي الاهلي كان قادر ان هو يحرز اكثر من هدف وايضا في الشوط الاول كان فيه اكثر من فرصة سواء لواليد ازهار سواء الجونيور اجيه سواء لواليد سليمان لكن ما كانش فيه توفيق بشكل كبير بالنسبة لنادي الاهلي في المقابل كان فيه توفيق بالنسبة الفريق النجم الساحلي لكن ده اكيد شيء وارد فكرة القدم لكن هما من خلال كلامهم مع عندهم اسرار كبير جدا ان هما ان شاء الله يوصلوا المشوار من خلال مبارات العودة في حضور اعتقد عدد جمهير كبير مش هيئلة عن 50 الف متفرق في ستاد برج العرب ان شاء الله يكونوا دافع كبير جدا بالنسبة للنادي الاهلي في مبارات العودة ودافع معناوي بالنسبة للعبين من خلال يقدروا ان هما يوصلوا هذا المشوار ومن خلال ان شاء الله ان هما يقدروا يتأهلوا على حساب فريق النجم السحالي لكن بشكل عام خلينا المجمل بالنسبة لهذه الرحلة هنا في نسبة التحديد النادي الاهلي قدر ان هو يصعر من خلال الفوز على فريق الترجل لكن مبارات النجم السحالي ما خرجتش النادي الاهلي بره البطولة ان شاء الله النادي الاهلي حيقدر يواصل مشوار من خلال المبارات العودة بعد أسابيع بتحديد يوم 22 أكتوبر النادي الاهلي قادر بشكل كبير ان هو يفرح كل جمهور وان شاء الله قادر ان هو يوصل للدور النهائي ومن سما ان شاء الله تحقيق هذه البطولة المهمة كابتن فروق امير قل لي العودة العودة ان شاء تفاصيل العودة بالنسبة للفريق بأمر الله طيب خلينا اقول لك ان في هذه اللحظات الفريق طبعا بيتناول وجبة العشا بعدها خلاص كله هيتوجه للغرف الخاص بي هيتم التحضير للعودة للقاهرة ان شاء الله الفريق هيتحرك هنا من مدينة سوسة في تمام الساعة ستة ونصف صباحا في اتجاهه لمطار كارتاج بالعاصمة تونس الرحلة او طيارة هتطلع طبعا ان شاء الله في تمام الساعة 11 ونصف صباحا بتوقيت تونس 16 ونصف بتوقيت القاهرة وان شاء الله الفريق يوصل بالسلام ان شاء الله في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وان شاء الله بكرة او بعد بكرة يوم الثلاث بتحديد هيكون اجازة بالنسبة لفريق نادي الاهلي ومجموعة لما انضمتش اكيد لمنتخب مصر هيكون اجازة ويتم استقناف التدريبات بالنسبة للفريق ان شاء الله بدأت من يوم الاربعاء القادم علشان بعد مبارات منتخب مصر هيكون في استكمال مشوار بطولة الدور ولا اكيد بطولة لا تقل اهمية عن بطولة الدور ابطال افريقيا لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يكمل منافسات بمتهى القوة سواء بطولة الدور او بطولة الدور ابطال افريقيا شكرك امير تيجو السلامة والفريق السلامة ان شاء الله وطبعا النتيجة محزنة لنا لكن في امل كبير نتيجة الهدف الاحراز صالح جمع النهار افري كتير في المباراة القادمة بشكرك على مجهود كلاما انتم عملتو هناك كباس قناة الاهلي وتقطية خاصة لقناة الاهلي كل ما هو كبير وصغير داخل الفريق سواء تمرين سواء معلومات خاصة بفريق انتم وامتم بشكل جيد كتت تكملة الكلام هذا كتغييرات النجم الساحلي النهار ده مع اسناء المباراة طبعا تغييرات طبعا لمسر هوبر الفرنسي طبعا ادار المباراة ادارة جيدة وارا النادي الاهلي عن مباراة الترجي طبعا التغيير الاول طبعا كان طبعا خروج هاب المساكني ونزول سليم بالقاص الديها سبعين وخروج عمر المرع ونزول امين الشرميتي في الديها 78 خروج علي البريقي ونزول حمز الاحمر في الديها 79 التغييرات كلها ادارة ما فيش تلات دقايق غير التلات تغييرات يعني كلها في الديها 78 79 89 دقايق يعني كله هو حس ان المباراة خلاص هداية فنص الملعب ده كان هدفه انه يطلع لبار الامان للمباراة انما فرة النجم عندها لعبة مميزة ان شاء الله ومبارات العودة لازم نخلي مننا منه رقم واحد طبعا عندنا امين بن عمر اللي جاب الهدف التاني عندنا حمد نقاز الباكرايت مميز وعندنا واحجومية كويسة جدا وعندنا بنجورة اللي هو الهاب المتقر ممكن ده وجهة نظري زي ما اتكلمنا كلنا احنا هو ممكن لعيب هداف احرص اربع هداف مع النجم متحرك بيعرف اتعامل مع المر مكويس جدا فانا من وجهة نظر انه هو ممكن يبدأ المباراة العودة كل اللعبة اللي احنا اتكلمنا فيها اكيد الكابتن حسام عامل حساباته وعامل طبعا دراسة للموضوع دوت واللعبة المميزة وهيتفرج مرة واثنين وثلاثة على المباراة الزهاب انه هو عايز يبص كويس قوي يعني برضو رؤيته اثناء المباراة وهي شغالة غير السيدي لما يتفرج عليه ويشوف نقطة ضعفه ونقطة القوة اللي هناك فاكيد هتفيده لما يتفرج على الفرقة مع بقية الفريق طبعا هيقدر يحط نقطة تعريضة على طبعا نقطة الضعف والقوة لفرقة النجم عايزة اشكر فرقة النادي الاهلي ان هم في عشر ايام كابت فاروق لعبوا الترجي واعدوا اقامه طبعا اقامة كاملة في تونس ومن رادس لطبعا سوسة مدينة السحلية الملعب اللي هم بنلعبوا فيه في عشر ايام تكسب الترجي وتيجي تتعادل تتغلب من النجم السحلي في عشر ايام فاروق تهالي حاجة كويسة جدا ومجوب كبير على اللعب انا بنشكرهم ربيع يعني كلمة للعبين بعد المباراة لو تحفيز طبعا للمباراة لا انا قلت خلي بالك بعد المباراة بشكرهم جدا على مجودهم محاولوا فيش توفيه النهاردة عمل التوفيه ما كانش موجود اللعبه رجالة صراح ما بيأثروا شعبنا في المهمة كبيرة جدا مسؤولية كبيرة كلهم وقدرين مسؤولية محادش النهاردة يعني حفظ التوفيق زي ما قلنا والسفر والإكهاد وحاجات كلا جدا بتتركيكم ومشكركم إن شاء الله مصر بإذن لها الرجالة إن شاء الله هيكسبوا بأمر الله تعالى كابتن أليب يعني هارد لك لنادي الأهلي برضو أنا بشكرهم من أول كابتن حسام البدري بالجاز الفني كله اللعيبة كلها من أول شريف إكرامي الغاية وليد أذر ما فيش حد أأثر كلهم حاولوا بقدر الإمكان أو في ناس ما كاننش في يومها في ناس ما قدتش المستوى اللي احنا عارفينه عنهم لكن في الآخر ما حدش أثر وكله حاول وكله اكتهد وواضح طبعا من الإصابات سواء كسر لشام محمد ألف سلامة أو مزء العبدالله السعيد كمان غياب لحمة فتحي يعني كله عمل اللي عليه بقدر الإمكان وإن شاء الله بإذن الله واصف من التأهل بإذن الله من برج العرب إن شاء الله مبروك على الأداء النهاردة ومبروك على مبارات التراجي والنهاردة أداء راقي جدا كله ده حصل في عشر تيام زي مولتها كانت فاروق إن شاء الله بإذن الله ربنا كل جهودنا في مبارات العودة أنا كلنا ثقة في لعباتنا إن شاء الله عندنا نجوم كتير موجودة مستني الفرصة إن طبعا غياب تلت لعبين مؤثرين جدا مع النادي الأهلي إن شاء الله اللي يخش مكانهم بيبقى موفق وبإذن الله كلنا وصقين في فرقتنا إن احنا نعد بر الأمان إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله بالتوفيق في النادي آلف طبعا في انتظار المبارات العودة يوم 22 أكتوبر أيضا إحنا منتظرين طبعا المبارات المهمة الخاصة طبعا بمنتخبنا الوطني يوم 8 أكتوبر حد القادم بأمر الله كامل التوفيق توقيت إصابة في العضلة الضمة فبالتالي يعني مستر روكتور كوبر لا يكون فعونه وفكون فعون المصريين كلهم اللي اللي حطين أمالهم طبعا في هذه المبارات يقدر كابتن ومستر روكتور كوبر يجد الحل من خلال طبعا لعبة مميزين آخرين طبعا في مراكز حولها اللاعبين لاتصابه كامل التوفيق على مدار ممكن 8 أيام كنا معاكم من خلال التقطيع خاصة من تونس النجم ولكن طبعا الحمد لله النهاردة النتيجة بنشوفها أنها مش وحشة والله يصدقوني إن شاء الله العبت الأهلي قادر أنها تعود هذه المباراة في القاهرة وفوز مميز بأمر له ده اللي احنا بنتوقعه سواء بقى جماهيرنا عندها الصقة أو لعبتنا ونجمنا في الدستوديو كابتن ربيع وكابتن سمير متأكدين إن شاء الله من حسم اللقاء هنا في برج العرب كامل التوفيق إن شاء الله بعد الفصل هيكون معاكو زميني محمد فاروق سعد هيكمل معاكو طبعا تغطيته الخاصة في هذه المباراة منتظروا ما تنحوش لبعي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان وتكملة التغطية الخاصة في استاد الأهلي للقاء الهام والمرتقى بالندي الأهلي والنجم الساحلي وذهاب الدور النصف قبل النهائي من دوري أبطال أفريق الآن يتأخر في الشوت الأول من هذه المواجهة بهدفين مقابل هدف ده كان نتيجة لقاء الذهاب وهذه المباراة على الشوتين نحن ناخد أبرز ما جاء في تصرحات الكابتن حسان بدري من لقاء الترجية التونسي لما قال إن هذه المواجهة هي على شوتين شوت الأول في تونس شوت الأول في مصر شوت الثاني في تونس وأيضا نفس الشيء قالوا في المؤتمر الصحفي اللي كان يصبق هذا اللقاء وقال إن هذه المواجهة على شوتين شوت أول في تونس والشوت الثاني في مصر الأهلي في الشوت الأول في مواجهة سوسة واجه العديد من الصعوبات قلنا الملعب وقلنا في استاد الأهلي قبل بداية المباراة ملعب سوسة متغير عن طبيعة ملعب رادس المساحات أديأ في بعض الأمور طريقة لعبة نادي الأهلي تحتاج إلى مساحات أفضل من كده ولكن الأهلي وأمام فريق النجمة الساحلي اللي قدم واحدة من أفضل مبارياته في هذه البطولة الأهلي أمام النجمة الساحلي واجه فريق غير اللي كان أمام أهلي تارابلوس فريق النجمة الساحلي كان جاهد ولكن الأهلي أيضا لم يكن بأساهل الأهلي أضع العديد من الفرص شفنا فرصة لأزاره لا تضيع شفنا فرصة أيضا لأجيه قبل فرصة أزاره كان ممكن نادي الأهلي يسجل عدد أهداف أكثر من ذلك أيضا واجه الإصابات إصابة هشام محمد واحد من اللعبة اللي ابتده كان كابتن حسام البدري أجبر أنه يدخله بسبب إصابة حسام عشور نزل هشام محمد وهشام محمد كسر فيه اليد طبعا إصابة كبيرة جدا بين الشوتين محمد هاني بينزل والكل متوقع أن الكابتن حسام البدري أجرى هذا التغيير تغيير فني وتكتيكي داخل الملعب تخول أحمد فتحي في وسط الميدان ولكن نزول عفوا محمد هاني مكان هشام محمد كان بسبب وتغيير اضطراري كان ممكن يفرق مع الكابتن حسام البدري في هذه التبديلة أنه يعني يرمي بورقة من الأوراق الهجومية تتحلو كان وارد أنه ممكن يلعب بعملات متعب كان وارد أنه يلعب ورقة هجومية تغيير له سير اللقاء نزول أيضا صالح جمعة ودخول أجييك رأس حربة إدى النادي الأهلي أفضلية ويحقق التعادل بعد التأخر بهدف الهدف حتى هدف فريق النجمة الساحلي الهدف الأول كان برضو فيه نوع من التوفيق أكيد كان فيه هجمات لفريق النجمة الساحلي ولكن الكرة خبطت في أحمد فتحي وظهر الشام محمد ورجعت للعب علي البريجي بمنتهى السهولة داخل الستة يرضى بالنادي أهلي عشان يحرز الهدف العوالي يحرز بليه الكابتن حسام البدر والنادي الأهلي أنه قدر أنه يرجع تاني إلى أجواء اللقاء متأخر بهدف الملعب والإصابات والغيابات وعاد مرة أخرى النادي أهلي إلى اللقاء بعد نزول صالح جمعة والضغط العالي اللي أقدمه النادي الأهلي في هذا اللقاء حتى يستطيع صالح جمعة والضغط العالي اللي أقدمه وليد سليمان والسولية وأجييفي هذه اللقطة عشان يحرز النادي الأهلي هدف صحيح مفوش أي مشكلة مفوش أي مخالفة قانونية وما هواش فاول على صالح جمعة واستطاع أنه يحط كرة لو وليد أزار وحطها بنفس شكل صالح جمعة في الفرصة اللي جات له كانت فرق كتير مع النادي الأهلي إذن فيه سوق توفيق فيه سوق توفيق أيضا فيه الإصابات ولكن النادي الأهلي كان قادر أنه يعود في هذا اللقاء قبل أن يسجل فريق النجم الساحلي الهدف الآخر في ديئة تلاتة وسبعين صراحة عن طريق أمين بن عمر وتزديدة يسأل عنها دفاع النادي الأهلي وأيضا حارس أمرما في الهدف الثاني كان من الممكن أن يتعامل معها بشكل أفضل من كده ولكن هي دائما الأهداف بتأتي من أخطاء والأخطاء على النادي الأهلي أنه يتدرك خلينا نقول أنه زي دخلة الفاكترا بتاعت بتاعت أمام حضراتكم جمهوره دا حماء على الحلوة والمرة معاه جمهور النادي الأهلي حتى وهو في ملعب سوسة لم يهدأ في هذا اللقاء تماما كان دائم التشجيع كان دائم الدعم لكتيبة النادي الأهلي اللي دائما بترجع في الأوقات الصعبة النادي الأهلي تأخر في الشوت الأول بهدفين مقابل هدف ولكن الندي الأهلي قادر على العودة هنا النادي الأهلي يحتاج إلى هدف في ملعب برج العرب في أمام الجمهور القوي جمهور العظيم الجمهور الكبير اللي هيجي وهيقصر الدنيا في ملعب برج العرب زي ما قصر الدنيا في ملعب التش وإن شاء الله ما يكونش بس 60 ألف متفرج لو تفتح الساعة الرسمية كلها للملعب برج العرب النادي الأهلي قادر إنه يعود مرة تانية وبنتمنى من مسؤولي طبعا الرياضة في مصر سيادة الوزير خالد عبدالعزيز وأيضا المسؤولين في اتحاد الكرة والقيادات الأمنية نتمنى منهم أنهم يزودوا عدد الجمهور النادي الأهلي يحتاج إلى جمهوره النادي الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا هو أمل مصر في الحصول على لقب أفريقي في كرة القدم حتى الآن بعد فشل منتخب مصر يوصل إلى النهائي في كأس الأمم الأفريقية لا يوجد فريق عندنا في كأس الكنفدرالية ما فيش غير النادي الأهلي هو اللي بيمثل مصر فيه دوري أبطال أفريقيا وخلاص مرحلة عنق زجاجة ذهاب دور نصف النهائي والأهلي يتأخر به هدف محتاج لجمهوره محتاج لكل الدعم الجماهيري وبالناشد مرة تانية المسؤولين على الرياضة المصرية وبالناشد كل المسؤولين في اتحاد الكرة في الأمن في معالي وزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز أنه يسر لجمهور النادي الأهلي أن يكون محتشد على أكبر ساعة ممكنة يقدر يستوعبها ملعب برج العرب لأن هذا فارق جدا مع لعبة النادي الأهلي النادي الأهلي لما حاضر جمهوره في ملعب التيتش الدنيا تغيرت تماما حتى الجمهور اللي كان حاضر في ملعب سوسة وزل تشجيعه النادي الأهلي حينما تأخر به الهدف الأول عاد وسجل هدف له التعادل قبل أن تستقبل شباكه الهدف الثاني ولكن وجود أي جمهور للنادي الأهلي دائما يصنع الفارق تصرحات الكابتن حسام البدري وتصرحات الصحف المصرية الصراحة والصحف التونسية خلينا هبتدي مع حضراتكم ردود الفعل في تونس ردود الفعل في تونس في موقع فوت 24 التونسي قالك الأهلي سقط في مجبرة الغزاء وصف ملعب سوسة أنه مجبرة الغزاء لأنه لم يفص فيه أي فريق مصر من قبل ودي التصرحات الصراحة دي تصرحات بالنسبة لنا احنا بنبقى حبينها جدا في النادي الأهلي زي هفكر حضراتكم كده بتصرحات أي مدير فني بيجي لعب النادي الأهلي وبيعمل نتيجة إيجابية قدامه يبتدي التصرحات وتبتدي السقة والتفاقل يزيد بشكل كبير جدا وبييجي يصطدم بواقع تاني سواء في مصر أو خارج مصر عندنا المدير الفني ليزا ناكو الزامبي قال نفس التصرحات تفاوز البنزارتي لما قالك النادي الأهلي وإنجازاته انتهت بأبو تريكا وبركات وأبو تريكا اعتزل ويفوجأ بالنادي الأهلي بيفوز عليه في أرض وسط جمهير وإذن بداية التصرحات من الجانب التونسي اللي صراحة نادي النجم الساحلي أدى لقاء جيد ولكن لم يكن بالفريق اللي انت ما تحسش انك قادر تكسبه وجمهور النادي الأهلي وأنا واحد من ضمن هؤلاء كنت شايف ان النادي الأهلي قادر على انه يعود بانتصار من سوسة النادي الأهلي قادر به انه يعود في لقاء مصر في برج العرب فزيادة التفاقل في الجانب التونسي ده شيء مهم جدا بالنسبة لنا ويا ربي يزيدوا كده في التفاقل زي مكان فريق التراجي التونسي والجهاز الفني ولعبي الصحف المصرية الصراحة على الجانب الآخر ابتدت تقول تصريحات في منتهى منتهى الأهمية الوطن سبورت قايت لك أحذر يا أهلي النجم يسجل خارج ملعبه بدورة أبطال أفريقيا 2017 وده الصراحة اللي كان موجود في دور المجموعات استعرضنا مع حضراتكم مشوار النجم الساحلي على مدار بطولة دورة أبطال أفريقيا من مرحلة الدور التمهيدي وحتى دور المجموعات وحتى في الدور يعني ربع النهائي قبل الوصول للدور النسف النهائي ان نادي النجم الساحلي بيقدر يسجل خارج ملعبه وده حاجة من الرسائل اللي الوطن سبورت قالتها لنادي الأهلي المصري اليوم قالت خبر صادم لكوبر بعد تأكد غياب عبدالله السعيد عن ماتش الكونجو بسبب الإصابة بمزء في العضلة الخلفية خلينا برد نتكلم عبدالله السعيد شعر بشد في العضلة الخلفية ولسه يتعمل له الفحص وإن شاء الله نتمنى أنه يكون مزء من الدرجة الأولى لأن العضلة الخلفية أو أي إصابة في العضلات في عضلات الرجل بيبقى لها كذا مستوى كذا عبدالله السعيد المستوى حتى الآن من الواضح إن شاء الله أن يكون مزء من الدرجة الأولى ومع سرعة الاستشفى إن شاء الله وموضوع الجديد اللي بيقدمه النادي الأهلي فيه موضوع الاستشفى جهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود قادر أنه إن شاء الله عبدالله السعيد فيه خلال 10-12 يوم يكون جاهز لسه ماتش العودة يوم 21 أكتوبر ألا مقبل ولكن بالنسبة لمنتخب مصر وفيه بالنسبة للنادي الأهلي فيه صالح جمعة قادر أنه يعود هذا الفراغ ولكن إن شاء الله في لقاء العودة بالنسبة لنادي الأهلي أمام النجم السحلي عبدالله السعيد يكون جاهز ودي من الحاجات اللي النادي الأهلي بيواجهها أنه عنده كمية إصابات أبرزها كان حسام عشول لو تفتكروا حتى في لقاء الترجي سعد سمير لم يلعب في لقاء العودة فكل مباراة بالنسبة لنادي الأهلي دائما بيبقى فيها بعض الصعوبات اليوم السابع قالت المنتخب يستبعى عبدالله السعيد من مواجهة الكونجو ونحن نذهب إلى تونس وزميلنا أمير يشام ومع لقاء مع الكابتن سعد عبدالحفيز مدير الكرة بالندي الأهلي أمير إليك الكلمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتدينا أفضلية لكن هي دي كرة القدم يمكن حتى الجنين اللي دخل فينا يعني الحمد للعلى كل شيء في الأول بالتحديدة كابتا سأل يعني مفروض فيه فير بلاي هما ملعبوش عليه خلص بص يعني أنا مش عايز أتكلم فيها كتير عشان محدش بس يبقى فيها انتقاد ولا حاجة لكن وارد بيحصل بتحصل يعني في كرة القدم يعني ومش عايز أقول من حد يشيلو محد بقى يعني في الموضوع ده لكن خلاص يعني الموضوع انتهى المباراة سجلت والنتيجة سجلت خلينا نتكلف المطلوب منه في الفترة اللي جاية ان شاء الله أحمد فتحي خد انظار تاني بسبب تضيع الوقت هل ممكن يبقى فيه احتجاج من جهاز الفني الاتحاد الأفريكي بسبب الانظار التاني ده عشان يقدر يلحق المباراة اللي جاية بالعكس طبعا يعني أحمد قوة قوية جدا بالنسبة لنا وعنصر طبعا هنتحقض في مصر يعني لكن أعتقد ان التحكيم النهار ده كان كويس جدا يعني أضار اللي قاب بشكل عالي جدا وكفاءة عالية جدا حتى لو كان فيها بعض الكرات الصغيرة لكن انت ما تحسش بأبدا ان فيه اتجاه أو فيه كف على كف لأنا التحكيم النهار ده كان على مستوى عالي بصراح الأهلي عستقنف تدريباته ان شاء الله امتى بعد العوض من الكهير ان شاء الله رحمني يوم الأربع بإذن كلام الجهاز الفني مع العيبة بعد المباراة كان ايها كتسا أقول لك على أصل المباراة انتهيت والحمد اللي على كل شي عندنا مباراة في الكهيرة مطالبين بها بتاعي انتجة كويسة وان خلال مباراتين برضو في الدور مش عايزين ننسى عن مبارات الاتحاد ومبارات الرجاء وان شاء الله رحمني نخش على مبارات النجم بإذن الله مستعدين لها بشكل كويس وانحاق النتيجة التي توصلنا للنهاية ان شاء الله في محاولة لزيادة عدد الجماهير في المباراة مصرية اتمنى اتمنى يعني التواجد والجماهير النهاردة مع فرقة النجم كان انت شفت عامل ازاي الاستاذ مقفولة اتمنى كده يعني اتمنى ان مدرجات برج العرب تكون مقفولة على اخرها وانا متأكد ان الجمهور الاهلي هيعمل المطلوب منه هيقدل المطلوب منه هيبقى مؤازر ومساند ومشجع للنادي الاهلي وفرقته وان شاء الله رحمة بإذن الله انحاق النتيجة التي تبسطهم والتي توصلنا بإذن الله شكرا دا كان لقاءنا دير الكرة بالنادي الاهلي والان عبداليك محمد شكرا زملنا اميري الشام لقاء كان مهم مع كابتن سادة عبد الحفيز استعرض معه ماذا جاء في المباراة صراحة تشوف من شكل كابتن سادة عبد الحفيز طريقة كلامه نتيجة اللقاء اليوم بينه هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي لا يبحث الا على الفوز في البعض ممكن يشوف انه دي نتيجة اجابية والنادي الاهلي واحد صفر هنا يقدر يعد ولكن النادي الاهلي الذي دخل داخل هذه المنظومة هذا الكيان الكبير النادي قارن في افريقيا حتى المعلقين التوانسة نفسهم في خلال المباراة دايما كانوا بيحذروا النجم الساحلي او الترجل النادي الاهلي قادر انه يعود ويسجل النادي الاهلي هو نادي القارن في افريقيا وده بين في كلام كابتن سادة عبد الحفيز صراحة كلام كان منطقي وبين قال لك أهم حاجة أن المباراة انتهت اتسجلت النادي الأهلي الآن هيبتدي تمرينه يوم الأربع إن شاء الله استعدادا للقاء العودة ونبتدي إن شاء الله نركز جهدنا ومحتاجين الجمهور زي ما ابتديت مع حضراتكم النادي الأهلي يحتاج إلى جمهوره يحتاج إلى اللعب رقم واحد المحرك الرئيسي دايما هفضل أعقولها وعدها على الحلوة والمرة معاه روح فلنا الحمراء شيء لا نفقده أبدا جمهور نصر الأهلي حلق عالي كل الأغاني دي الجمهور النادي الأهلي لما بيقولها بتحرك الحجر والنادي الأهلي قادر إن شاء الله فيه لقاء العودة زي ما قال موقع يلا قرأ لكن الأهلي يفرط فيه التعادل مع النجم الدوري أبطال إفريقيا كانوا شايفين أن النادي الأهلي كان قادر صراحة فيه خلال هذا اللقاء وفيه فرص ضيعة النادي الأهلي لو كان طبعا ربنا هو اللي كان كاتب عنه النتيجة إنه كان يسجل حقا يبقى فيه أثاء وشكل تاني الشروق قلت الأهلي يعود بأقل الخسائر من سوسة ده رد فعل الصحف المصرية خلينا نقول إن موضوع الإصابات نتمنى طبعا عودة الإصابات الموجودة داخل فريق النادي الأهلي حتى يعود القوام من جديد الكابتن حسام البدري نروح ناخد تصرحاته في المطمر الصحفي وتعرف من تصرحات الكابتن حسام البدري كيفية الإدارة إدارة الأمور وإدارة السيناريات زي كابتن حسام البدري أدار اللقاء في بعض الأخطاء داخل الملعب من اللعيبة قدت إلى استقبال النادي الأهلي لهذه الأهداف الأهدافين لدخلوا مرمونا لكن كان فيه نوع من الإجابيات الأهلي يستطيع أن يصل إلى مرمو النجم الساحلي وده بان في أكتر من كورة وبان في أكتر من مرمو لو كان في عمل توفيق موجودة لأن النادي الأهلي كان قادر أنه يطلع بنتيجة أفضل من كده الأهلي قادر أنه عنده من اللعيبة اللي تقدر تغير لك شكل اللقاء عندك عبدالله السعيد مش في حالته وينزل صالح جمعة يكون على أعلى مستوى عدم وجود حسام عشور أثر بشكل كبير جدا ولكن عمرو السلية ويشان محمد اللي اتصاب للأسف كان برضو في عندك حلول محمد هاني نزل وعلى رغم أنه أول ما نزل خد كده كوع والراجل نزل دم من مناخيره ولكن كمل اللقاء ودائما النادي الأهلي موجود عنده الحلول احنا جاهز معنا تصريحات كابتن حسام البدري نا طيب احنا نطلع نشوف تصريحات المهندس محمود طاير رجيس مجلس دارة النادي الأهلي بعد لقاء النجم السحلي ونرجع ونكمل كلام شهدي قناة الأهلي في كل مكان عقب انتهاء مباراة الزهاب ما بين الأهلي والنجم السحلي دي افسارت النادي الأهلي متيجة دي 2-1 هو أكيد لسه شوت أول لكن إن شاء الله لعاب النادي الأهلي قادرين أنهم يعوضوا في مصر معاه في هذه اللحظات المهندس محمود طاير رئيس النادي الأهلي فش مهندس يعني هارض لك عن نتيجة النهاردة لكن إن شاء الله نحن قادرين أن نحن نعوض في مصر طبعا ما في الشكل المباراة كانت قوية جدا في أجواء طبعا جماهيرية شديدة الجمهور كان ليه دور كويس قوي على الفرقة إن شاء الله بنتمنى جمهورنا في مصر زي ما وكعدته وزي ما ومعودنا هيوقف جنب فرقته وأعتقد أنه نتيجة من السهل تعوضها الكرة في ملعبنا دلوقتي بندارك للنجم السحلي قدنا مباراة قوية إنما إن شاء الله أعتقد أن نحن قادرين على التعويض والتعويض كويس بإذن الله مصر محضرة المهندس محمود طهر في النادي الأهلي سوف مباراة التراجع ومباراة النجم السحلي أكيد كان شيء مهم جدا مجلس الإدارة وبتحديد رئيس مجلس لا إحنا دايما نوقفين ورى فرقتنا ودايما بنعمل كل اللي ممكن لتسهيل عملهم والتركيزهم الشديد جدا وبنوفر لهم كل الإمكانيات اللي بيطلبوها وأعتقد أنهم ما بيقصروش النهاردة يعني بعض الأخطاء الصغيرة هي اللي قدت إلى هذه النتيجة هنا وأنا بعتقد أن إن شاء الله في مصر قادرين على التعويض مباراة العودة مباراة مصرية هل هيبقى في محاولة لزيادة عدد الجماعيين؟ زيادة عدد الجماعيين إحنا مقدمينه بالتأكيد عاملين طلبين 60 ألف وإن شاء الله ناخد موافقة الأمن عليها أو نرجع مصر إن شاء الله عليها عندنا وقت عندها تلت حسابية بإذن الله هنقدر نزبط الدنيا هتقول لعبة النادي الأهلي أو ما نروح له؟ لا هارد لك ما حدش فيه معسر كان هناك بعض الأخطاء طبعا الفنية دي وننكلمش فيها إنما هتطالبهم بمزيد بقى من المجود ومزيد من الجهد الشديد جدا في ممورات العودة إن شاء الله عشان نقدر نعوض ونتأهل النهاية بإذن الله شكرا جزيلا كان لقاءنا مع المهندس محمود طهر رئيس النادي الأهلي أكيد كان لقاء مهم لكن هارد لك لكل جمهوري النادي الأهلي خسارة النهاردة لكن لسه المشوار ما انتهاش لسه فريق النادي الأهلي قادر إن شاء الله إن هو يعوض هذه الهزيمة في مصر رح محتاجين هدف إن شاء الله من خلاله نوصل للدور النهائي من هذه البطول ده كان كلام المهندس محمود طهر رئيس مجلس دارة النادي الأهلي كان باين فيه الثقة في العودة مرة أخرى والرجوع إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية وتخطي هذه العقبة باين فيه الدعم والثقة في إمكانيات اللعيبة على قدرتها إنها تقدر تحقق نتيجة إيجابية في لقاء العودة كان باين فيه برضو ده شيء يحسب بالنادي الأهلي ومجلس دارته لا يتحدث فيه الأمور الفنية وده الاقتصاصات الكابتن حسان البدري هو المسؤول عن ناحية الفنية وهو المكلف بها معاه طبعا مدير الكرة كابتن سادة وحفيز كل واحد في النادي الأهلي عرف دوره وبيتكلم فيه كلام موظوم كلام فيه سقة من مهدس محمود طاير رئيس مجلس دارة النادي الأهلي وقال إن إن شاء الله الدعم الكبير إنه يناشد المسؤولين فيه إن زيادة عدد الجمهور اللي هيكونوا موجودين فيه لقاء العودة إن شاء الله في برج العرب ونتمنى نتمرنا مرة تانية بالناشد المسؤولين فيه التحاد الكرة وفي وزارة الشباب والرياضة على السماح والأمن متأكيد الأمن بيبقى له دور كبير جدا دور مهم إنه يزود عدد الجمهور النادي الأهلي يحتاج إلى جمهوره النادي الأهلي بيمثل مصر النادي الأهلي عايز ياخد الكأس التسعة لبطول الدورة أبطال أفريقيا بتحسب لمصر بيقول الفريق المصري نادي الأهلي هو الأكثر حصولا على بطول الدورة أبطال أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله في حالة تخطي عقبة النجم الساحلي بإذن الله والذهاب إلى اللقاء النهائي والفوز بهذه البطولة النادي الأهلي يلعب فيه كأس العالم الأندية ممثلا أيضا لمصر وده شيء يحسب للدولة فعلى المسؤولين في الدولة صراحة تلبية النداء النادي الأهلي بأسماح لأكبر عدد من الجمهور في لقاء الإياب في مطش النجم الساحلي ودور قبل نهائي لدور أبطال أفريقيا خلينا نقول أبرز تصريحات الكابتن حسام البدري عشان تعرفوا حضراتكم كيفية إدارة الأمور بالنسبة لكابتن حسام البدري قال لك هنحسن إن شاء الله الصعود لنهائي دور الأبطال من برج العرب كلامي عن فريق النجم الساحلي من المؤتمر الأمس إن فرقة النجم فريق جاية جدا ولكن مواجهة النجم تختلف عن مواجهة التراجئ التنسي هو ده اللي بان من كل فريق له طريقة لعب طريقة لعب فوزي البنزارتي مختلفة تبانا عن أوبير فلوت المدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي وده اللي بان من خلال مجريات الأمور لكن نتيجة غير مطمئنة سواء للأهلي أو للنجم الساحلي اتنين واحد ما تديش للنجم الساحلي نتيجة مطمئنة ولا النادي الأهلي النادي الأهلي متأخر بهدف يحتاج إلى هدف يعادل الأمور ويبتدي يبقى هو الأقرب للتأخل نفس الشيء بالنسبة للنجم الساحلي اتنين واحد لو دخل مرموه هدف هتبقى الأمور غير مطمئنة تماما هدف صالح جمعة مهم جدا ويساعدنا في لقاء العودة والتوفيق غاب عن الفريق أمام النجم الساحلي وده يمكن بداية كلامي مع حضراتكم ان النادي الأهلي ايضا كان يعاني من سوق التوفيق في الفرص اللي لاحته للفريق في هذا اللقاء المهم صراحة المتشاط الأهلي والنجم الساحلي في سوسة دايما بتبقى فيها الأجواء بهذا الشكل دايما بتبقى فيه صعوبات من ان انت توصل لمرمى النجم ولكن النادي الأهلي استطاع ان هو يحقق هذه المعادلة وده مؤشر جايد جدا وفال خير ان شاء الله في لقاءات العودة البردو هرجع مع حضراتكم لو خدنا كده تاريخ النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا من بداية دخول النادي الأهلي بقوة في دورة أبطال أفريقيا وابتدى يغزوا هذه البطولة ما كانش مشواره مكلل بالورود ما كانتش الفرق في منتهى السهولة وكان فيه لقاءات في مطشاط الزهاب بتنتهي بالنتيجة عكسية وحتى فيه القاهرة والنادي الأهلي بيروح بره ويحقق المعادلة ويكسف فالنادي الأهلي قادر على تخطي هذه العقبة آه النادي الأهلي في حالة الخسارة بتبقى الأمور مش مزبوطة وده قادر أي واحد أهلاوي مفيش واحد أهلاوي لما حتى النادي الأهلي بيلعب فرقة كبيرة جدا النادي الأهلي لما هزم من برشلونا فيه لقاء ودي الجمهور النادي الأهلي كان متداي عمد برشلونا بس ده النادي الأهلي آه برشرونا فرقة فيها كل العظماء بس هو ده النادي الأهلي اي حد بيحب هذا الكيان الكبير بيبقى عنده هذا الاحساس فيه الهزيمة ما بيبقاش مبسوط بيبقى حاسس ان فيه حاجة غلط وده بصراحة من اهم انجازات النادي الأهلي ان الاحساس اللي بيوصل للجمهور هو ده الاحساس اللي موجود عند مجلس الادارة وده الاحساس اللي موجود عند الجهاز الفني فبيبقى محرك جيد للخطوات للأمام ان انت ازاي تتخطى عقبة وانك ترجع مرة تانية وتقدر تحقق الانجاز وانك تصعد وانك تاخد البطولة وانك تكافح لاخر دقيقة في المباراة خلينا اقول لحضركوا ان في هذا اللقاء لغاية لما الحكم انهى اللقاء جمهور النادي الأهلي كان متوقع من الموارد انك تحقق هدف وكان فيه بعض الفرص اللي داخلت جوه منطقة الجزاء بعض الكورة العرضية حتى كانت حسين بدري فيه اخر كورة كان فيه كورة عرضية ولم يحسن لعيفة النادي الأهلي جوه 18 رغم الدربكة وكان رده فعله عنيف لانه النادي الأهلي قادر دائما في اللحظات الصعبة انه يرجع ويعود مرة تانية النادي الأهلي هيبتدي تمرين يوم الأربع هيبتدي في الملف لقاء الذهاب تصريحات صراحة المدربين في فرقة النجم الساحالي لكن النادي الأهلي كتاب مفتوح بالنسبة لنا وإحنا ابتدينا نحفظ طريقة أداء النادي الأهلي وأيضا النجم الساحالي كتاب مفتوح للنادي الأهلي بعد هذه المواجهة كل حاجة بانت بانت الموضوع برضو لما تيجي تتفرج على فرقة في الفيديو وتقابلها الموضوع مختلف والنجم الساحالي الصراحة اختلف كثيرا على آخر موجات النادي الأهلي أمامه فيه الكنفدرالية فيه 2015 فالفريق فيه دماء جديدة فيه لعبة كلها بتلعب على المستوى الدولي آه عنده حمد النجاز ولكن حمد النجاز ما كانش هو نجم المجرأة بالنسبة لنجم الساحالي يمكن كان أبرز لعبة المباراة اللعب المحترف الغيني بنجورة واللاعب البريجي وأمين بن عمر والترابولسي فيه وسط الملعب يمكن حتى حمزة الأحمر اللي احنا اتكلمنا عليه أنه هو همزة الوصل وكل اللعب البلايميكر وحتى المساكني آه لعب بشكل كويس ولكن مش هو اللي ما هوش مثلا فرجاني ساسي اللي فيه فريق التراجي التونسي فالنجم الساحالي عنده سلبيات وعنده إجابيات وده برضو حاجة من الحاجات اللي قالها كابتن حسام البدري إذن الأهلي قادر على العودة مرة تانية ونفسرد مع حضراتكو التاريخ وشوف من بداية بطولة 81 نادي الأهلي وصل للسيمي فاينال ولكن بسبب الظروف السياسية واستشهاد طبعا الرئيس السادات نادي الأهلي خد قرار إنه مش هشاركو ده كان قرار وطني التزاما مع قواعد البلد إن رئيس الجمهورية تم استشهاده فمش هكمل في بطولة أفريقا كان نريد إنه ياخد هذه البطولة بطولة اللي بعدها في 82 انت بتلعب كوتوكو بتلعب إيه قابلة الأشانت كوتوكو انت رايح يعني تلعب في معسكر مش بتلعب فريق عادي انت بتلعب بلد كوتوكو دي بلد لوحدها مش بس كأنت بتلعب منتخب غانا وبتلعب مكان لو حركوا بقى تذكروا إلى تاريخ وكلام النجوم الكبار يقول لك احنا كانوا بيخش علينا في القوتيل وبيعملونا سحر وواء وكلام كبير والنادي الأهلي تخطى كل هذه الأصعاب على مدار تاريخه مرورا بقى بعد هذه البطولة تخش بقى على كأس الكؤوس الأفريقية 84 و 85 و 86 النادي الأهلي بيقول لك احنا كنا بنروح بلاد ما كانش فيها كهرباء النادي الأهلي كان بنروح بلاد ما كانش فيها بس تلفزيون ما كانش فيها طيران في حتة معينة كل هذه الأصعاب عشان كده النادي الأهلي عودنا أنه ما فيش مستحيل النادي الأهلي أكتر نادي على مستوى أفريقيا اخفاز ببطولات سواء دوري أبطال أفريقيا سواء كأس الكؤوس سواء كأس السوبر أفرو أسياوي كل هذه الأمور حتى الفريق المصري الوحيد اللي أخذ بطولة الكونفادرالية والحمد لله أنه ما بيشاركش فيها كتير لأنه دائما دائما الفوز بطولة الدوري العام فبيذهب لدوري أبطال أفريقيا وهو الممثل الأكبر للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا فكل هذه الأمور تحطها في معادلة يطلع لك أن النادي الأهلي قادر على العودة بإذن الله في لقاء العودة في القاهرة أيضا من الإيجابيات اللي كانت موجودة أنه في صراحة منذ قرار النادي الأهلي في البقاء في تونس والأريحية اللي خدها بأسة النادي الأهلي في هذه الفترة قدت لكابتل حسام البدري إيجابيات كبيرة جدا أولا التعود على طريقة وأسلوب المناخ اللي موجود في تونس للأسف سوسا عكس تونس العاصمة وده كان كلام حتى ساتة السفير نبيل الحبشي أن ملعب سوسا مختلف كبير جدا عن ملعب رودس النادي الأهلي بيحب يلعب في ملعب واسع النادي الأهلي بيحب المساحات عنده لعيب الكرة وأي مدير فني عنده من الإمكانيات اللي تلعبه كرة يحب الملعب اللي فيه مساحات واحد طب بيسألني هو إيه الفرق ما بين الملعب الدي والملعب الكبير بالنسبة للفرقة بتلعب كرة بيبقى فيه فرق في الطول والعرض حوالي خمسة متر من خمسة لتمانية متر طيب أحنا معنا بلدوزر الكرة المصرية كابتل مجد عبدالغاني مساء الخير يا كابتل أهلا بيك كروه إزاي إزاي حريطة كاردي لك طبعا نتيجة غير مردية لجمهور النادي لأهلي طبعا نادي الأهلي ما بيخسر كابتل مجد بتبقى الموضوع صعب على جمهور النادي الأهلي لكن أنا كنت بتكلم على أن النادي الأهلي على مدار تاريخه كنت بسر التاريخ حضرتك فيه التمانينات هو جيلك العظيم أن النادي الأهلي دائما قادر على العودة وقلب الأمور والتأهل إن شاء الله من مصر طبعا إن شاء الله لكن يعني ما فيش عايز مهم مش قمضية للجمائل بالأهلي الطاهرة يقاهل المدل الأهلي يعني هدف واحد بس والمدل الأهلي حفظ على على الشبات ويقاهل المدل الأهلي فيعني مش قمضية بالشكل اللي النص متخيلها لأن احنا ياما يسدنا مرئيس في الطاهرة بعد وقرأنا بدا كفتنا عدف ويسدنا بدا في الطاهرة مثلا بثلاث أهلي وقرأ كفتنا بدا فيه يعني يعني مش يجب العهل يعني يعني مش أنا شاهدت معا جايفة وانشاء الله طيب كابتن مجدى حارك شفت فريق النجم الساحلي هل توقعت أن فريق النجم يكون بهذا المستوى رأيك إيه في اللقاء ككل طيب احنا فقدنا الاتصال مع كابتن مجدى عبدالغاني هنرجع نكلمه وشوفه أنا كنت بتكلم عن جيل من أجيال النادي الأهلي اللي ابتدى غزو أفريقيا وابتدى أن يجيب بطولات أفريقيا داخل دولات بطولات النادي الأهلي النادي الأهلي من بداية الدوري العام يعني اكتسح بطولة الدوري العام حوالي 9 سنين ومثلين سنين وربعض من 48 وتأخر إلى حد ما في الدخول لغزو أفريقيا من بداية التمنينات وجيل الكابتن مجدى عبدالغاني هم اللي ابتدوا غزو أفريقيا في الكلام اللي أنا قلته لحضركم ولكن كابتن مجدى قالك النتيجة بالنسبة له طبعا كخبير فني أنه شايف أنها نتيجة إلى حد ما ممكن تكون إيجابية نادي الأهلي يحتاج إلى هدف هذا الهدف قد يستطيع أنه يقلب لك الموازين وتبقى تاخد تذكرة التأهل إزاي تجيب هدف لا عندك عندك من العوامل وعندك من الأدوات أنك تقدر تجيب جون واثنين وممكن تبقى ثلاثة واربعة كمان الفرق التونسية ما بتشيلش هيفي سكور ولكن الأندية المصرية والنادي الأهلي الوحيد اللي شيل فرق تونس هيفي سكور تفوق على الترجي التونسي بتلت أهداف مقابل لشيء من قبل وتفوق طبعا لو تفتكروا في اللقاء اللي كان قام فيه ملعب الجيش بالسويس تلت أهداف مقابل لشيء العالي والترجي وكان مؤمن عبدالله السعيد ومؤمن زكريا أحرزه الأهداف عبدالله السعيد كان أحرز هدفين مؤمن زكريا كان أحرز هدف ده هيفي سكور بالنسبة لفريق الترجي التونسي نفس الشيء حصل مع النجم الساحلي النادي الأهلي هو النادي طيب كابتن مجدي بيرجع لنا مرة تانية كابتن مجدي مساء الخير يا كابتن مرة تانية مرحب يا فاروق توصلت معك لحد فيه لأنني أنا مش عارف تقطع عنه أنت وصلت معايا كابتن أن النادي الأهلي لما يجيب جون يبقى خلاص داما وأن أنتو على مدار تاريخه نتيجة يعني مش متقيقة للدرجة يعني نتيجة تعتبرت جدا وإن شاء الله المجلال يبقى قادر أنه يعوض وزين فقول إحنا مبارات كثيرة جدا كسبنا يعني مثل سبنا ثلاثة في القهيرة وخرجنا بره سبنا واحد نعم سبنا ثلاثة في القهيرة وخرجنا بره سبنا ثلاثة في القهيرة فيعني يعني مش معنى أننا نفسر أنه في المبارات الغيح والجاي دي أنك تحقق الهدف مش تكشأ مش أنك في المبارات يقول لك صير فتبقى نفسر تقيقة لا أنت وبعدين ما أنت مخسرتش في الصورة كبيرة فصورت الكراء هدف وعد صبرت الكراء إن شاء الله يطلعت فأنا مش شايف أنها سيئة يعني طيب شفت يا كابتن مجدي أن النادي الأهلي كان غير موفق في بعض الفرص لو كان ربنا كرمنا فيها كان هتفرق كتير يعني النادي طبعا طبعا كل النازل تكسب على وليد أذارو أنه لسه مش عارف طريق المرمى بالشكل اللي جمهور المجل الأهلي عايزه نعم يعني إنما هو الرجل سريع وبيروح وبيخبط وبيجري وبيخلق النفس فرص لكن أن الفينش بتاعه أنا بتقالي أنه محتاج تدريبات فردية تخصوصي تدريبات تخصوصية يعني حسام بدري أكيد هيفكر في القصة دي في المستقبل لكن إحنا عايزين نقول إن 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 لدي خلق فرص وإن فريق النجل مش هو الفريق المرعب طبعا المباراة لم تنتهي وإحنا لعبنا شوت أول والشوت الثاني في الطاهرة فيعني ما لها نركب على النتيجة طبعا أنا بقولك تعتبر جايبة لو الأهلي كي حط هدف طبعا خسامين مجموعة من اللعيبة مش جعيب في الإصابة الإصابات يا كابتن كنت لسه أسأل حضرتك أنت دلوقتي عندك عبدالله السعيد الإصابة ودي هتبقى مؤسرة مع المنتخب المصري أننا لعب كونغو وهشان محمد كسر فيه كف اليد وحسام عشور قبل هذا اللقاء الإصابات دي أسارت في مجرات الأمور يا كابتن آه طبعا يعني وعشان ما عمد في الحياة باللعيبة الكويسة اللي الأسف بتتصاب كتير يعني إصاباتها كتير ما بيقدرش يصمد عدد كبير من برايات من ذلك الصابر لكن إن شاء الله الأهلي يقدر يعلق اللعيبة المشكلة عايز أسأل حضرتك دخول صالح جمعة ووجود جونير أجايك رأس حربة هل ده أثر في طريقة أداء الندل الأهلي طبعا طبعا بدليل أن النجم الساحلي شفناها في آخر المبارا بيهتسع شايف الندل الأهلي يتعادل يعني احنا شفنا شفنا فريق النجم بلعب زند في الملعب طبعا ده يعتبر يدل على هجوم الندل الأهلي وخوف في رأس بسرقة بالسحي الندل الأهلي ما ممكن يتعادل طيب كابتن مجدي صراحة الندل الأهلي يحتاج إلى أكثر عدد من الجماهير بشدة الندل الأهلي لما جمهوره حضر فيه التتش راح كسب التراجي التونسي الندل الأهلي في منعنق زجاجة ماتش مهمة جدا ماتش العودة ويحتاج الفوز بأي شكل احنا بنشد المسؤولين صراحة سواء في وزارة الرياضة سواء في الأمن سواء في اتحاد الكرة أن النادي الأهلي يكون فيه أكبر عدد جمهوره ممكن هل من الممكن أن النادي الأهلي في هذا اللقاء يكون عدد الجمهور أكتر والله بص يعني طبعا أما الجمهور هتخش بعدد كبير وده طبعا يرجع للأمن لكن لما أكيد يعني برضو هي هيجي حاسز للعيبة لكن هو طبعا في بعض الأحيان الدمور بسلعه عدد لكن على أي حال المباراة دي مش محتاجة التحسز للعيبة يكفي اللعيبة راحك لعدة كناك بص استاذ رابس وجمهور النادي لقبرة عشرين ثلاثين واحد والنادي لقبرة للي كسب يعني كابتن ماجدي أنت نجم مصر يعني على مدار التاريخ استاذ القهارة لما كان بيتقفل حتى في أصعب اللحظات بتفرق مع اللعيبة كابتن ماجدي طبعا أنا معاج بس يعني عايز أقول إيه عايز أقول أن يعني وجود الجمهور ما منكرش أن وجود الجمهور أن وجود الجمهور يعني هيبقى مفيد للنادي الآلي لكن لكن عايز أقول حتى لو المحة الأمنية ما سمحتش إن شاء الله بإذن الله الندي الآلي يعدي يعني بإذن الله احنا ما نتنقش في الجمهور مهم ولا مش مهم مكين مهم إنما من النحة الأمنية لو لم تفتاح الظروف يبقى الندي الآلي يعدي بإذن الله آخر حكة أبتال مجدي أنا عايز حضرتك طبعا رسالة لعيبة النادي الآلي حضرتك واحد من النجوم الكبار في تاريخ الكرة المصرية والنادي الآلي وعصرت مواقف صعبة كتيرة جدا على مدار التاريخ في البطولات الرسالة منك ليه لعيبة النادي الآلي والجمهور برضو لا لا إن شاء الله طبعا من العام في ندي الآلي مر بالظروف دي كتير وأديال بتسلم أديال يعني احنا في الظروف دي كنا نعمل إيماء يا جماعة المسؤولية علينا ما نحملش المسؤولية للمدرب ولا لإقدارة المسؤولية تقع على اللعيبة وإحنا اللي هنقص أنا بقبوها الملعب وإحنا اللي اللي بنكسب وإحنا اللي بنخسر لأه الجمهور بيكسب حاجة معنا يعني يعني إحنا إحنا مبيا بنكسب ومعنويا بنكسب يعني إحنا أكثر اللي بنكسب من خلال الفوز فاللعيب عارفة ده اللي كان بيكسب بيكسب معنويا كمور بيكسب معنويا إنما اللي بيكسب معنويا وماديا وكل حاجة ولا عيب فإذا علينا إن إحنا نبذل أقصى مجهود ممكن عشان نقدر إن إحنا نفرح الجمايير ونقدر إن إحنا نكسب لأن كرة القدم بتحب الطمع يعني كرة القدم دايماً بتحب الطمع وتحب المكسب المكسب إن شاء الله بيجيب مكسب يعني فأنا بقول لهم إنتوا قادرين الفرقة النجمة ما ياشي الفرقة اللي تقدروا تختارقوها لازم بفيه توازن ما يجيش بنا هداف وإن شاء الله بإذن الله هداف نخلص بيه اللقاء بأمره بإذن الله كابتن مجدي كابتن مجدي عبدالغاني عضو مجلس دارة اتحاد الكرة وأيضاً واحد من نجوم النادي الأهلي عبر التاريخ بشكر حضرتك شكراً جديداً كلام مستحيل واحد سفر في برج العرب يخلص الأمور تماماً والنادي الأهلي دائماً وأبداً قادر على العودة لمنصة البطولات وإن شاء الله نكسب بطولة أفرق ده كان آخر حاجة معاناً النهاردة حتى ألقاكم تحياتي وقبل ما سيبكوا النادي الأهلي دائماً حديد في حديد